السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجن مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين كل سنة وأنتوا طيبين ومن العايدين والفايزين يا رب العالمين الحمد لله اللي أتم علينا شهر رمضان كامل وأنعم علينا بفرحة العيد فالحمد لله رب العالمين مقطع اليوم رح يكون مختلف شويتين لأني ما رح أكون في غرفتي هذه مع المايك والكاميرا رح أكون مسافر بسبب أحوالنا في العيد الكل رايح ديرته فرح يكون جمعة الأسبوع هذا عبارة عن مراجعة لكل الأحداث مقطع طويل ما أدري كم دقيقة رح يكون بيكون فيه كل الأحداث فرح يكون عبارة عن تجميع لكل قصص النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر إلى نصف حادثة الإفك لأني خليت حادثة الإفك على جزئين واللي رح نكملها بإذن الله الأسبوع الجاي أتمنى أنك تشوفوا المقطع هذا كامل عشان تاخذ فكرة كاملة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر إلى حادثة الإفكار ومجرد ما نكمل الأحداث يكون عندك فكرة كاملة شاملة عن كل الأحداث اللي حصلت قبل كده فأتمنى أنك تتابع هذا المقطع كامل خذ لك شي تاكله كبير جمع لك مجموعة أكل خذ لك وجبة كاملة وبسم الله نبدأ ومشتد الأدى على المسلمين في مكة رأى النبي رؤية في المنام بأنه يهاجر من مكة لمنطقة فيها نخيل كثير فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المنطقة هي يثرب اللي هي المدينة المنورة الحين وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوقت يخطط في الهجرة إلى يثرب فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم اللي في يوم إلى الأيام جاء حجاج من المدينة لمكة كانوا يبغون يحجون في مكة وكانوا يحجون المشركين في عذيك الأيام كانوا ستة أشخاص جايين من المدينة فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فاسلموا فرجعوا للمدينة وجابوا معاهم عشرة رجال كانوا من الأوس والخزرج فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بيعة العقبة الأولى فرجعوا إلى المدينة وعلموا الناس الإسلام ونشروا الإسلام هناك لينصار الإسلام الأغلبية في المدينة وجاء الوقت المناسب إن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى المدينة وهنا فعليا جاء دور إبليس لأول مرة فتمثى لقريش إبليس على صورة أعرابي وراح لهم وعطاهم رأيه أنهم يقتلون محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يهاجر وكانت هذه فكرتها وكان موافق عليها أبو جهل واللي معاه خططوا في ليلة أنهم يذبحون النبي صلى الله عليه وسلم بس عرف النبي صلى الله عليه وسلم بخطتهم هذه واتفق النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إن علي رضي الله عنه ينام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم وحصل اللي حصل وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومجموعة كبيرة من الصحابة هاجروا إلى المدينة المنورة بس أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من الصحابة تركوا أموالهم وحلالهم كله في مكة يعني كثير من أموال المسلمين كان في مكة بعد ما فشلوا قريش في قتل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا خلونا نستغل أموالهم هذه وانتجربها في الشام فأرسلوا سيد من سادة قريش أبو سفيان أرسلوه بقافلة فيها أموال المسلمين أرسلوها للشام طبعا أبو سفيان كان من أذكى رجال قريش محنك جدا فأخذ هذه الأموال ومن كبرة ورفعتها قال ما أحتاج حتى حراس أعطوني فقط أربعين شخص وطبعا أربعين شخص قليل جدا أنهم يحرصون قافلة كاملة بس استهان في المسلمين وقوتهم في ذيك الوقت لأنهم كانوا ضعاف أخذوا أربعين رجل في القافلة فقط يحرصون هذه القافلة فانطلقت هذه القافلة إلى الشام ووصل للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة خبر هذه القافلة فجهز مجموعة من مئتين رجل عشان يعترضون هذه القافلة وانطلقوا إلى منطقة كان اسمها ذا العشير بس وصلوا متأخرين اتمرت القافلة من هذه المنطقة من أيام حتى فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بالمئتين شخص هذولا إلى المدينة وفي السنة الثانية هجري أرسل النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد عشان يتأكدون هل القافلة رجعت أو لا هل رجعت من الشام حركت من الشام ولا باقي فانطلقوا إلى منطقة تسمى الحوراء وشافوا فعليا قافلة أبو سفيان بس اللي ما كانوا يعرفونه أن أبو سفيان حط مناطق عشان يراقبون هل في ناس يترقبون تحركات هذه القافلة ولا لا فكان يحط زي المراقبين في الطريق عشان يشوفون هل في ناس يراقبون القافلة ولا لا هذه من حنكة أبو سفيان ففعليا تأكدوا بأن أبو سفيان راجع فرجعوا إلى المدينة وعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بأن القافلة حركت من الشام فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه عشان يعترضون هذه القافلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقول للصحابة اخرجوا لعل الله يرجع أموال المسلمين لهم بس ما أوجب على الصحابة أنهم يخرجون لأن الموضوع يعني اعتراض فقط لقافلة فيها أموال المسلمين ما كان في عقلهم أنه برح يتحول هذا الأمر كله لأعظم محركة في التاريخ فقام بحث الصحابة وتجهز تجهز بسيط يعني أخذ سيفة وبعض الدروع البسيطة يعني ما جهزوا مرة وتجمع تقريبا حوالي 319 رجل وما استعدوا مرة للحرب يعني أخذوا القليل فقط كانوا يظنون بأن القافلة بسيطة يعني وكان ما فيه إلا فرسان اثنين فرس الزبير بن العوام وقيل لمرثد بن المرثد وفرس المقداد كان اسمه المقداد بن الأسود وقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم لمجموعتين المجموعة الأولى المهاجرين والمجموعة الثانية الأنصار ولكل واحد رايه وكان مع المسلمين سبعين بعير يأكلون منها ويركبون عليها في الطريق فكان كل ثلاثة يتناوبون على بعير واحد يعني يركبون عليه واحد يركب شويتين والثاني يمشي وهاه يتبادلون الدور يقول عبدالله بن مسعود كان أبو لبابا وعلي بن أبي طالب يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم بعير يوم جاء دور علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا رسول الله دوري لك أنا بأمشي وأنت تركب بتخلى عن دوري يا رسول الله لأجلك ما أقدر أشوفك تمشي وأنا راكب نفس الشيء قال أبدا أتخلى عن دوري حتى لأجلك يا رسول الله ما نقدر نشوفك تمشي وحنا راكبين اركب وخليك دائما على الناقة وحنا اللي بنمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأقوى مني ما أنتم بأقوى مني على المشي ولا أنا أغنى عن الأجر منكما شف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وهو نبي يقول أنا ما نغني عن الأجر فكيف لوحنا يعني المهم أنهم وصلوا المسلمين لمنطقة تسمى بيوت السقية كانت قريبة من المدينة شوية يعني ما طولوا المسافة جالسوا المسلمين وأسكروا هناك وبعض الصحابة رجع إلى المدينة بسبب صغر سنهم والبعض بسبب أنه تعب ولا أمور عادية يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم لأن الموضوع فقط اعتراض لقافلة فرجع البراء بن عازب لصغر سنه ومعه واحد ثاني صغير في السن كان اسمه عبدالله بن عمر كانوا كلهم صغار في السن فرجع المدينة في هذا الوقت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وعدي ابن أبي الزغبة وهم من جهينة من الأنصار تحية لكل الجهنيين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشوفون وين وصلت القافلة بالضبط فاتجهوا إلى بدر وجلسوا هناك يترقبون خبر القافلة يعني جلسوا هناك عشان يترقبون القافلة متى تقرب بس عند المسلمين جاء واحد من المشركين عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل مشهور بأنه في الزيء حق فزعه يقول أنا بساعدكم أنا بوقف معكم ضد قريش وهو معروف بجراءته فاستبشروا الصحابة فكروا النبي سلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بأني رسول الله وبأن الله وحده لا شريك له انصدموا الصحابة بأنها قال لا ما أؤمن فردها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أستعين بمشرك بس ما أستسلم هذا المشرك وحاول فيه مرة ثانية وثالثة وكل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤمن غير كده منت داخل معنا في الجيش بس المرة الثالثة قال أؤمن بأنك رسول الله وأن الله سبحانه وتعالى لا شريك لحد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انضم معنا وانضم فعليا في الجيش نرجع الحين لبس وعدي رضي الله عنهما كانوا يراقبون في بدر القافلة فلمحوا القافلة جاية من بعيد شافوا القافلة فانطلقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه راجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بس أبو سفيان وقف بعيد عن بدر ونزل بنفسه يشيك من اللي في بدر يعني هو نزل بنفسه شوف كيف أبو سفيان ذكي وفعليا وصل لبدر وما لقي أحد فسأل أهل بدر فقالوا والله ما شفنا إلا ثنين يعني جوه هنا وراجعوا يعني بس ما نعتقد أنهم وراهم شيء فقال أبو سفيان وريني ومكانهم كانوا فأشهروا له ومكانهم كانوا فراح فما لقي إلا روث خيول فجلس عند الروث هذا مسك الروث بيده وقعد يفت فت الروث بيده فته فشاف نوى في داخل الروث فنادى بصوت عالي أرسلوا ضمضمها ابن عمر إلى قريش يستنجدهم والله إن عيون محمد علينا وإنه ناوي على القافلة أما هذا الروث فهو روث أهل المدينة يعني شف ذكاء أبو سفيان عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم راقبه من الروث وفعليا اتجه ضمضمها ابن عمر إلى مكة وحول أبو سفيان القافلة إلى منطقة ساحلية دخل ضمضمها ابن عمر إلى مكة وهو راكب الخيل بالعكس وكان وجه كله دم وملابسه مشققه قاعد يصيح في أهل مكة محمد اعترض القافلة ومحمد صلى الله عليه وسلم ما اعترض القافلة ولا شيء فهو قبل ما يدخل المكة أخذ الخنجر وقطع إذنه فامتلى وجه دم ومزق ثيابه وركب الخيل على قفاه ودخل مكة بقفاه وهذا معناتها الاستنجاد عند العرب زمان يستنجدون بهذه الطريقة أنه يركب الحصان على قفاه أما قطع الإذن وشق الثياب مبالغة من ضمضمها وهذا من خبثة سمع صوتها أبو جهل سمع صوت النداء فقام وركب أبو جهل الخوف وقال هذا يومك يا محمد والله ما نرجع إلا براسك معنا فجهزوا دفوف الحرب وبدت أصوات القيان ترتفع عنه وجهزوا جيش من 1300 رجل مدججين بالأسلحة ومعهم 600 درع يعني عزموا الأمر أنهم ما يرجعون إلا براس محمد بس أبو سفيان يوم استأمن وعد منطقة الخطر أرسل قيس إلى مكة يقول لهم إننا حنا تمام والقافلة نجت يعني والأمور في السنبتيك يعني الأمور تحت السيطرة السادة قريش يمسمع الخبر قالوا لا دمهم يفور ورفضوا تماما أنهم يتراجعون والأمر من رأس أبو جهل عار علينا أن نرجع بعد اللي سواه محمد هذا من الكبر أخذهم الكبر طبعا في هذا الوقت وصلهم إن محمد فقط معه 300 رجل يعني 300 رجل وحنا 1300 ونرجع والله إنها دقة طبول الحرب ولن نرجع إلا براس محمد طبعا كان معهم 100 فرس والفرسان كان يعني إذا كان فيه فرسان في الحرب طبيعي أن يكون القوة الجيش أكبر وكان معهم 100 ناقل متجهزين تماما للحرب كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل في ذاك الوقت لبدر وعرفه بأمر قريش وأن الأمر تحول من اعتراض قافلة إلى معركة شريسة والأمر خرج من أيدي الصحابة والنبي والأمر صار أكبر من كده وكان الصحابة متوترين جدا الجميع خايف الجميع يعرف بأن أعداد المشركين جدا كبيرة ومتجهزين للحرب وأنهم ما تجهزوا بذاك التجهز للحرب وهم في الطريق بعد من قوة التوتر أكلوا المسلمين من ثمار كانت على طريقهم واللي أوجعتهم في بطونهم فأول ما وصلوا لبدر كان في بير في بدر كان يستقي منه شاب أسمر وكان يسقي لقريش طبعا قريش وصلت وهذا الشاب الأسمر كان يسقي قريش من هذا البير بس مسكوا الصحابة وسألوا كم عدد قريش فقال لهم هم والله كثير هم والله كثير عددهم شديد بأسهم قالوا الصحابة أقول لك فضربوه الصحابة عشان قال هذا الكلام فسألوا مرة ثانية وقالوا هم والله عددهم كثير وبأسهم شديد فأخذوها الصحابة النجالس يخوفهم يعني فقاموا وضربوه فجلسوا يضربونها إليين ودوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألها النبي كم عددهم فقال له يا محمد عددهم كثير والله هذا الكلام فسألها النبي صلى الله عليه وسلم كم يذبحون من الإبل في اليوم شوف ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليوم عشرة عشرة من الإبل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي هم إذن ألف قالوا الصحابة يا رسول الله كيف على كل إبل مئة ففعليا شوف ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم وحنكته وفعليا عددهم ألف لأنه رجع ثلاثمائة رجل بعد ما عرفوا أن القافلة سليمة بس الألف هذولة صملوا ما بيرجعون إلا براس محمد فجأة والبرق والرعد يضربون والأمطار تنزل مطر غزير فجأة من دون أي سابق انذار تجمع الصحابة تحت شجرة وهم خايفين والنبي صلى الله عليه وسلم في نص المطر رافع يديه في السماء يدعي جلس يدعي يا الله يا الله الفرج اللهم انتهلك هذه الفئة لا تعبد في الأرض مطر وليل وصباحهم موت محتم يعني كانوا في كرب شديد والصحابة واللي معهم كلهم متوترين يمحل الليل على الصحابة ولا زال المطر ينزل عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة فقال الصحابة والله يا رسول الله لو تخوض من البحر لخضناه معك انتهى والله ما نتركك لوحدك يا رسول الله ولن نفعل مثل فعلة قوم موسى مع موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون فشار الحباب بن المندر بشور كان جدا رائع قال يا رسول الله في أبيار كثير في بدر إيش رايك يا رسول الله نردمها كلها معاد البير اللي عندنا ونتقدم بجيشنا ونخلى البير ورانا بحيث أنهم يعطشون ثم يجدون موية في الأبيار الباقية فيضطرون أنهم يحاربون عشان الماء ونحاربهم عشان الرسالة وحنا نشرب من هذا البير فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم الشور هذا فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشور وفعليا ردموا الأبيار كلها وبعدها بدى النبي صلى الله عليه وسلم يوري الصحابة أماكن جثث سادة قريش كان يقول هنا أبي بن خلف وهنا مكان أبو جهل وهنا فلان وهنا فلان يعني راح يكون مصرحهم في هذه الأماكن فالصحابة استبشروا دام النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن سادة قريش بأن مصرحهم بيكون هنا في الأمر فيه وعد من الله سبحانه وتعالى وحاشى الله سبحانه وتعالى أن يخلف وعده جاء وقت النوم والجميع مصحصح لأن بكرة موت بكرة معركة شريسة بكرة أغلبنا راح يموت فالأمر كان جدا صعب على الصحابة أنهم ينموت أنزل من السماء النعاس فناموا الصحابة وهم مرتاحين حتى أن المناوب الذي في الليل الذي يحرص القوم كان راسه يطيح من النوم مع أن الخوف والقلق كان مشتعل فيهم لكن الله سبحانه وتعالى أمنهم صحيوا وكانوا متوقعين أن الأرض كلها طين بس كانت الأرض عند المسلمين ثابتة أما المشركين كان الطين عندهم لزج بزيادة وصعب أنك تمشي فيه ففعليا ثبت الله سبحانه وتعالى أقدام المسلمين والسبشر يمشافوا أن قريش تعاني في المشي وأن الأمر صعب عليهم فصف النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وجعل وراء الصف الأول الرماه بحيث أنه إذا قدموا المشركين ينزل الصف الأول والرماه ترمي المشركين الصف المسلمين ومشركين أمامهم وكان بين المشركين إبليس إبليس بعينه وكان متشكل على سراقة يعني متشكل على هيئة سراقة وكان يقول لهم لا غالب لكم اليوم أنتم القوة العظمى الحين اليوم واحد راح يغلبكم وهذا اليوم يومكم وكان يشجعهم ويدفعهم وكان هم مصدقين بأنه سراقة وإنه فعليا بشر وإنه جالس يدفعهم وكان عند العرب زمان عادة دائما قبل المعركة يطلعون أفضل القوم للمبارزة يعني كل واحد يطلع أفضل من عنده ويتبارزهم مع بعضهم يعني زي التسخيل كده فخرج من المشركين عتبه ابن ربيعة وشيبه ابن ربيعة وابن عتبه ابن ربيعة الوليد ابن عتبه ونادوا من يخرج لنا للمبارزة فقام ثلاثة من الأنصار لله درهم كان عبدالله بن رباح وعوف ومعاذ كانوا أخوان وكانوا ابن الحارث فقالوا حنا نبارسكم فقالوا المشركين من أنتم قالوا من الأنصار فردوهم وقالوا ما لنا بكم من حاجة مو أنتم هدفنا فنادوا يا محمد ما نبغى الأنصار يعني طلع لنا من قريش أولاد عمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة وعلي وعبيدة قم فخرجوا أبطال الإسلام فوقفوا أمام المشركين فسألوهم من أنتم فقالوا حمزة وعلي وعبيدة رضي الله عنهم قالوا نحن من قريش حمزة وعلي وعبيدة فردوا عليهم قالوا نعم عرفناكم أكفاء كرام شوف يعني حتى وهم أعداء قالوا أكفاء كرام يعني شوف حتى عند العرب كان عندهم أخلاق رفيعة وعندهم كرامة وعزة وفيهم خلق مع كفرهم والحين الشباب يتهاوشون على شنطة فرزاتي يا قلبي بسم الله عليها الله مستعان بس ما بأدخل في الموضوع ده فقدم حمزة وقاتل شيبة بن ربيعة فتبارزوا واشتدت المبارزة بس أنه خرج حمزة وسيفة ملطخ بالدم فكبر المسلمين وعرفوا بأنه قتل شيبة فتقدم علي يبارز الوليد ابن عتبة فتقاتلوا واشتدت المبارزة بس أنه خرج علي برأس الوليد في يده رماه فكبر المسلمين وجاء الحين وقت عبيدة رضي الله عنه قاتل عتبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة كان من أشد القوم في القتال فتبارزوا مع بعضهم قلوا واحد ضرب الثاني ضربة كانت قوية اللي خل علي وحمزة يتدخلون في الموضوع فدخلوا وضربوا عتبة ضربة قاتلة قاتلتها وجروا عبيدة إلى جيش المسلمين وكان مضروب بضربة قوية وكان عبد الرحمن بن عوف يشاهد المنظر هذا كامل يراقب المبارزة كاملة في يوم شاف عبيدة يوم من ضرب ركبة شيء من الخوف فنظر عن يمينه وعن شماله يشوف أحسى في ناس يكفونه فشاف إلا شابين جنبه شابين يعني في الأربع طاعش أطفال لازالوا فقال يا الله إيش البلية اللي أنا فيها أنا الوحدي وما في أحد كفو جنبي فما أمداه يكمل كلامه هذا إلا شاب من الشابين هذولا كان اسمه معاد يدق في يده فقال له يا عم وين أبو جهل أنا أبغى أبو جهل فقال له اشتبه في أبو جهل فقال له سمعت أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم وأمي وصتني ما أرجع للبيت إلا وقد قتلته فعرف أنهم مهم بسيطين وأنهم شجعان هذول الشابين هذولا مهم سهلين فارتاح عبد الرحمن بن عوف فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه للسماء وقال يا رب يا الله اللهم آتني ما وعدتني جلس يدعي إلي انطاح رداءه فمسك أبو بكر رداء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له يا رسول الله كفى يا رسول الله إن الله سيستجيب لك وسينجز لنا ما وعدنا فحضرت الملائكة إلا إبليس اللي كان متمثل بصراقه ابن مالكي طالع ويشوف إلا جبريل نزل من السماء فتجمد إبليس وجلس يطالع في السماء وركب إبليس الخوف فهرب فمسكه الحارث ابن هشام وقال له يا سراقه أنت من أول تشجعنا والحين تهرب قال سراقه إني بريء منكم إني أرى ما لا ترم أنا جالس أشوف الملائكة إني أخاف الله والله شديد العقاب استغربوا قريش قالوا كان يشجعنا الحين والحين يقول أني أخاف الله بس ما كانوا يعرفون أنه إبليس كما قال ابني كثير في تفسير هذه الآية هجم المشركين على المسلمين والمسلمين ما تحركوا صف واحد كان صعب عليهم أنهم يوصلون بسبب الطين فأول ما قربوا المشركين نزل الصف الأول من المسلمين وبدوا الرماه يرمون عليهم اللي أهثر في المشركين ولخبط صفوفهم فهجموا الهجمة الأولى المشركين وكان من طبيعتهم يهجمون ويرجعون ويهجمون مرة ثانية ويرجعون كانت كذا طبيعته الهجمة الثانية ثبت المسلمين وقاتلوا وقاتلوا إلين آخر رمق تعب المشركين جدا وبدأ العطش يركبهم والتعب لا قدروا يمشون زي الناس وفوق ذا كلها عطش شديد فهاجموا الهجم الثالثة وكانوا تعبانين من العطش تعب المشي ويوم تراجعوا من الهجم الثانية هاجموا المسلمين فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم اهجموا عليهم فقد ضعفوا فهاجم المسلمين والملائكة كلهم فكانوا المسلمين يرون معهم قوم مع عمرهم شافوه ومن هذول القوم كان فيه اثنين جنب النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يشوفونهم كانوا لابسين لبس البياض وكانوا يقاتلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد القتال ومن المواقف اللي حصلت عبد الرحمن بن عوف شاف أبو جهل فتذكر الشابين اللي كانوا جنبه فصاح صاح على هذول الأطفال قال لهم هذاك أبو جهل شوفوه فالتفت الشابين هذول لأبو جهل فركضوا ركضة واحدة فالأول ضرب خيل أبو جهل فطاح خيل أبو جهل والثاني ركب على راس خيل أبو جهل وطعن أبو جهل في حلقة لأن لو طعن في أي مكان ثاني أبو جهل كان جثة ومستحيل أنه يموت من طعن واحدة فقالوا ما معنى إلا الحلق ما راح ينجو من الحلق يا راجل منظر ما تشوفه إلا في الأفلام واحد يضرب الخيل والثاني يطلع فوق راس الخيل أطفال أعمارهم 14 سنة فطعن أبو جهل في حلقة ما مات بسرعة أبو جهل شل سيفة وضرب واحد من الشابين هذولا في كتفة واللي قطع كتفة وما كان معلق في كتفة إلا لحم بسيط يعني يده يعني يده بس معلقها بشوية من اللحم فكان يقاتل ويده هذي تضرب فيه يعني كانت تعيقها أكثر بحط يده تحت رجله وقام بسرعة إلا انقطعت وراحت شوف البطولة فكانوا يقاتلون والملائكة تقاتل معهم في يوم تعب المشركين تراجعوا وهربوا فكان المسلم يلحق المشرك فيشرد فيسمع فوق راس المشرك زي ضربة الصوت فيطيح المشرك إلا وراسه مقسوم مصفين ووجهه مخضر شفت شفت الرضة راسه مقسوم وفيه خضار من قوة الضربة فراح واحد من الأنصار وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموقف اللي شافه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة يعني ملائكة السماء الثالثة ضربتها بصوت انتصل المسلمين وما استشهد من المسلمين إلا أربعة شر شخص فقط من الصحابة ومنهم الحباب رضي الله عنه اللي أشار عليهم أنهم يردمون الأبيار رضي الله عنه وأما المشركين فقتل منهم سبعين وأسر سبعين وكان من اللي قتلوا أبي بن خلف وأبو جهل وغيرهم من كبار قريش يقول عمر رضي الله عنه بعد المعركة والله إن الأماكن اللي ورانا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أماكن الجثث حقتهم إن ما أخطأ في واحد إنها نفس الأماكن فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يقول أرأيتم ما وعدكم ربكم حقا فإني رأيتم ما وعدني ربي حقا استغربوا الصحابة قالوا يا رسول الله جثث ميتة كيف تقول له ماذا كان ما يسمعونك فرد النبي صلى الله عليه وسلم هو الله إنكم لستم بأسمع لي منهم ولكنهم لا يستطيعون الرد ومن هنا بدى تاريخ جديد للمسلمين وصار للمسلمين هيبة في جزيرة العرب وبين القبائل كله كان فيه رجل من أهل الكتاب اسمه كعب بن الأشرف كان شائر كبير البنية وشديد الجمال ومحارب من أقوى المحاربين كانت نساء العرب تنفت فيه كبير البنية وجميل ولكنه من أوقح الرجاح بعد معركة أحد حزن شديد لقتل قريش في معركة بدل مع أنه يعلم قطعا في كتابه بأنهم مشركين لا يدخلون الجنة حتى بسملة الكفر واحدة والكفار أولياء بعض المهم أنه كان يكتب الشعر في موتى قريش وكان يسب المسلمين من تحت لتحت يعني كان سبه من تحت لتحت ما في شيء واضح كان الوضع لا زال تحت السيطرة المسلمين عندهم رسالة دين مو همهم كلام هذا الرجل تكلم زي ما تبغى حنا عندنا رسالة أهم شي إنك ما تسب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا فيها دين المهم إن كعب بن الأشرف هذا ما تحمل وصل حزنه لدرجة كبيرة حزين جدا على قتل قريش وشد الحالة وسافر إلى مكة يبكي هناك على قتل قريش وفي نفس الوقت يأخذ راحته في سب المسلمين وسب النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما وصل لمكة استقبلته عاتكة بنت أسينة كانت زوجة المطلب ابن داعا هي اللي استقبلتها في بيت المطلب وضيفتها ضيافة ما بعدها يبيت في بيت المطلب ومن هناك بدأ يحرّث قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عداوته ويكتب الأشعار يسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة أخذ راحته بالزيادة حتى قريش ما سوت اللي سوها في يوم وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه حسان بن ثابت بهذه الأبيات ألا أبلغ عني أسيدا رسالة فخالك عبد بالسراب مجرب لعمرك ما أوفى أسيد بجاره ولا خالد ولا المفاضة زينب وعتاب عبد غير موف بذمة كذوب شؤون الرأس قرد مدرب كلمات قوية توجه في يوم وصل لزوجة المطلب عاتكة رد حسان بن ثابت قالت ما لنا وهذا الكتابي فطردت كعب من البيت وكانوا قريش يسألونها فتقول ألم ترى ما صنع بنا حسان أبيات حسان جات على وتر حساس جدا بس كعب خرج من بيتهم وراح لبيت شخص ثاني ومن هناك بدأ يحرض ويسب فجاتها أبيات ثانية أبيات من حسان بن ثابت فأهل هذاك البيت طردوه من بيته فكان كل بيت يأوي كعب بن الأشرف يطرد منه بسبب أبيات حسان بن ثابت بعد الله سبحانه وتعالى حتى ما عد لقي أحد يبيته كلهم خايفين من أبيات حسان بن ثابت خايفين حسان بن ثابت يتكلم فيه فما عد لقي مأوى فسار يروح عند أي أحد يقفل الباب في وجهه لدرجة أنه راح للطايف وكل أهل الطايف استقبلوه بالطرد وكان الشعر عند العرب له أثر قوي ووقع في قلوب الناس يعني إذا كتبت أبيات في عائلة معينة الأبيات هذه تكون وسام عار لسنين قدام لأجيال جائية فكان الوضع مرة حسس فسار الجميع يعتار من كعب بن الأشرف محديبا فاضطر أنه يرجع للمدينة لبن النظير فأول ما رجع بدى الوضع يتوتر ويسير في مشادات واضحة فبدى الوضع يتوتر أكثر وأكثر وبدت العداوة تبان وتظهر منها يعني كل ما له يتحرش أكثر وأكثر فصار كعب يتكلم في أحراض المسلمين ونساؤهم صار يغزلهم علني ويتكلم فيهم ويتكلم في شرفهم ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا الخط الأحمد يعني بجاحة وصلت لهذا الدرجح يعني حتى ما صار في خوف في يوم وصلت بجاحة هذه الدرجح عالية قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت في إعلانه الشر وقوله الأشعر فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة وقال لهم من لي بابن الأشرف فقد آذاني من لي جب لي راس ابن الأشرف فقام محمد ابن مسلمة فقال أنا به يا رسول الله وأنا أقتله محمد ابن مسلمة هذا هو نفسا اللي ودى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النظير في قصة إجلاء بني النظير وزي ما قلنا كان قريب جدا لبني النظير وقرابة هذه لبني النظير كانت تكمن في أن كعب بن الأشرف كان أخو محمد بن مسلمة من الرضاعة كانوا أخوان من الرضاعة فكان الأمر جدا مناسب فكعب بن الأشرف محد يقدر يوقف قدامه رجل من أقوى القوم وشاعر يعني ذكي ما تقدر تستغبيه يعني وعادة إذا تبغى تقتل أحد لازم تستغبيه وهذا الرجل شاعر ما يمدك تستغبي شاعر لأنه محمد بن مسلمة يفكر في فكرة ويخطط في خطة ليقتل كعب بن الأشرف فجلس يفكر ويفكر ويفكر إليه انسدت شهيته انسدت شهيته من كثر التفكير وصار ما ينام وباين في وجه التعب تعب التفكير فبعد ثلاثة أيام من هذه الحالة شافها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد تركت الشراب والطعام فرد محمد بن مسلمة يا رسول الله قلت لك قولا لا أدري أأوفي لك به أم لا قلت لك قول يا رسول الله ما أدري بأوفي به ولا لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك الجهد سو اللي تقدر عليه وشاور سعد ابن معاد في أمره هده النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأب مع أبناء أخلاق تربوية ما قلها تقول لي كلام ومن تقدى يعني ولا خلق كلامك لا كانت معاملتها مثل الأب لابنه اللهم صلي وسلم عليه ففعليا راح محمد بن مسلمة واجتمع مع مجموعة من الأوس قيل بأنهم عشرة وكان منهم أبو نائلة وأبو نائلة هذا كان برضو أخو كعب بن أشرف من الرضاحة يعني محمد بن مسلمة وأبو نائلة كلهم أخوانه من الرضاحة فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله عندنا خطة اتفقنا على خطة ونحن سنقتل لكن يا رسول الله نخشى أن نقول فيك شيء نعددبه في الآخر فأذل لنا يا رسول الله فلنقول فإنه لا بد لنا منه يا نسب الإسلام نكون ضدك أقل شيء أمامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا خلاص الحين الخطة زابطة بس عليهم أنهم ينفذون راح أبو نائلة لكعب فدخل عليه وهو في نادي من قوله مكان حق جلسة فلس والم يعني زي الاستراحة أو الجيوانية الحين بس أول ما شافه كعب عرفه هذا أبو نائلة أخي من الرضاعة اللي أسلم فخاف إلى درجة أنها أزرق وجهه فكر أنها كمية بس أول ما دخل أبو نائلة قال أخي كعب ما لي وجهك وكأن ملامحك صمتت أتيتك بحاجة فهون عليك يا كعب هون عليك أنا جايك لحاجة فأخذ نفس كعب وهدي شويتين وارتعه واطمأن للموضوع المهم منهم جلسوا يسلفون فكان أبو نائلة يقول له كم بيت من الشعر وينبسط كعب ويفرح لأنه شاعر فيخلص أبو نائلة من أبياتها هذه ويقول له كعب ويش الحاجتك خلص عليها أنت قلت لأنك جاي بحاجة فخلص عليها فييرجع أبو نائلة ويقول له بيتين وفيها من تحت لتحت يعني ما أقدر أقول لك يا الحين بسبب الناس اللي حاوله فينبسط كعب من الشعر انبسط مرة فرح هلين في الأخير قال كعب ابن الأشرة لعلك تحب أن يقوم من عندك تبغى السالفة بيني وبينك يعني أخيرا فهمها أول ما سمعوا اللي عنده هذه الكلمة قاموا وحس أن الأمر حساس يعني الأمر بينه وبين أبو نائلة حساس فما لهم داعي أنهم يجرسون فقال أبو نائلة أما يا كعب والله إني كرهت أن يسمع القوم ذرو كلامنا فيظنوا ما حبيت أن القوم يسمع الكلام اللي بيني وبينك على مسألة أني جايك بحاجة وطلب يعني كرامتي ما بتخليني أني أطلبك الطلب هذا اللي بقولك يا الحين والقوم يسمعون يعني يا كعب كان قدوم محمد هذا علينا بلا وحاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وتقطعت عنا السبل أما حاجتي فهي أن محمد أخذنا بالصدقة ولا نجد من أكل هذه الحقيقة يا كعب أنا جايك أطلب الأكل للأسف فقال كعب قد والله كنت أحدثك بهذا يا أبو نائلة أن الأمر سيصير إليه قلت لك ما بتستفيدوا منه غير الجوع والشتات ولكنكم لا تسمعون القوم فرد عليها أبو نائلة أما إني لست وحدي معي رجال من أصحابي على مثل رأيي كلهم يكرهون محمد ويعيشون الفقر فقد أردت أن أتيك بهم فنبتع منك طعاما أو تم وتحسن إلينا في ذلك وأنت كريم ابن كريم تعطينا على أن نرهنك ما تريد وما يكون لك فيه ثقة يعني تعطينا أكل بمقابل أن نرهنك شيء يكون عندك إليه أن نعطيك حق هذا الأكل فماذا تقول يا كعب قال كعب تمر عندي لكم تمر على كيف كيف تغيب فيه الضرس من طراوته أما أنا والله يا ابن نائلة ما كنت أحب أن أرى هذه الخصاصة والفقر فيك وإن كنت من أكرم الناس عليك أنت أخي أنت أخي ونازعتك الثدي قال أبو نائلة هذا اللي عندي يا كعب يا كعب أنت كريم ابن كريم عندي عندي طلع اكتم عن ما حدثتك من ذكري محمد لا تطلع الطاري هذا لأحد كلامي معك عن محمد هذا يبقى بيني وبينك أرجوك لا حد يدري إني معادي محمد فرض كعب لا أذكر حرفا عندي سرك في بير بخت صار بس يا أبو نائلة صدق بالله أبو تقولي الصدق ما الذي تريدون في أمري محمد مش نهايتكم مع محمد دار اش بتسوون الحين يعني بتجلسون على هذا الحال وعلى هذا الفقر وتبقى عداوتكم من تحت لتحت قال أبو نائلة الآن خذلانه هو التنحي بس الأمور تزين شوي ونقدر نوقف على رجون يعني ما يمدينا نعاديح الحين قال كعب يا أخي والله أنت سعادة يا شيخ يا شيخ ممكن أعطيك بوسع الكلام الحلو هذا سررتني يا أبا نائلة بس صبرك يا أبا نائلة ما الذي ترهنوني وش بترهنوني مقابل الأكل والشرب قال أبو نائلة اللي تبغى قال نساءكم نساءكم يعني قصدك تعطينا أكل مقابل لننعطيك نساءنا شوف الوصخ يبغى يستغل الموقف عشان شهواته يعني أحد بالله في عقله بيعطيك حرمته عشان أكل وشرب الله لا يكرم فضلك زعل أبو نائلة زعل قوي في لحظتها يعني هذه حتى مين من أخلاق العرب ما تقول هذا الكلام أبدا زعل أبو نائلة بست ما لك نفسه وقال يا كعب أنت من أجمل القوم فما نقدر نعطيك نساءنا يعني أنت صاحي نعطيك نساءنا وأنت أجمل القوم يعني يرفع فيه شويتين فقال كعب خلنوا يفكر بالله اسبر لي شويتين أجل أولادكم أولادكم كيف أولادكم صاحي أنت يولدي شيء بغضاء الله ليوفق كمالك نفسه أبو نائلة ورد بكل احترام قال يا كعب يكبرون عيالنا ويعيرون بأنهم كانوا رهاي مقابل الأكل والشرب يعني يستح يا كعب يعني ما يصير والله ولكن يا كعب نرهنك الحلقة ما ترضى به يعني اللي تبغاه من الأسلحة بنعطيك اللي تبغاه بالكمية اللي تبغاه من الأسلحة قال كعب والله فكرة حلوة ما برفض السلاح الصدق وافق كعب وقال الأسلحة تمام يا دي في يدك وخلاص تم الصفقة تمت اليوم الليل تجوني بالأسلحة وأجيكم بالأكل وانتهى قالت خلاص اليوم في الليل تجوني بالأسلحة كلكم تجوني بالأسلحة وأنا أجيكم بالأكل يؤون الله كيف الخطة ثبطت الحين الصحابة أول ما بيجون بالأسلحة ما حد بينكر عليهم يعني ما لدى أنهم يخبون حتى الأسلحة رجح أبو نائلة وهو متحمس على أعصابه يبغى بس يوصل عشان يخبر الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أن الخطة زبطت لهدر فرجح أبو نائلة وخبر الصحابة بالخطة وفرح وفرح شديد الحين بيدخلون بالأسلحة وما عندهم أي مشكلة وكل اللي عليهم الحين ينتظرون إلي صلاة العشاء فقط يصلون للعشاء ويتوجهون مباشرة صلوا وجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا النبي بأن خطتهم زبطت لهدر ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ومشى معهم إلين البقية وكانت ليلة جميلة مقمرة بعدها وجههم النبي صلى الله عليه وسلم وقال امضوا على بركة الله وعونه مشوا في هذه الليلة المقمرة إلين حصن كعب بن الأشرف ونادى أبونا إلى كعب يا كعب يا كعب أخرج أتيتك بالسلاح يا كعب وكان كعب دوبة متزوج جوبة تزوج زوجة جديدة وكانت زوجة الجديدة هذه من العرب من أفطن العرب وأحنك العرب في الحنكة هذه في دمها سمع كعب أبو نائلة ينادي فقام من على الفراش عشان يلبس عشان يطلع له فالزوجة مسكتها وقالت أين تذهب يا كعب إنك رجل محارب ولا ينزل مثلك في هذه الساعة فقال لها يا بنتي ميعاد بيني وبين أخي إنما هو أخي أبو نائلة والله لو وجدني نائما ما إيقظني فقالت له والله إني لأشم رائحة الدم فضرب يدها اللحاف وقال لو دعي الفتى لطعنه لا أجاب متزوج ولازم يوريه أن أنا بطل أو دعي الفتى إلى طعنه والله يجيب يطلع يا عدو الله نزل كعب وشاف أبو نائلة وتستقبله بالأحضان هلا بخوي وحبيب أبو نائلة أخبار علوم وش مسوي والصحابة كلهم معهم أسلحة مدججين بالأسلحة في أنفسهم يقولون عليك غضب الله يا عدو الله قالوا يا كعب تعال نتمشى في الليلة هذه ليلة مقمرة وحرامة يعني بس نجي ناخد حاجة إيش المصرح هذه لحس نتيجي نتمشى شويتين كده نسولف نطلع اللي في قلبنا بعد إسلامنا كده تفرقنا كده فيعني نبغى نسمع علومك وش اللي حصل لك فما شوبه إلين خرجوا خارج الحصون الحين متجهين في الصحراء خلاص الموقع الحين تمام فقعدوا يسولفون وكيف الحال وطيب واخبار وعلوم ووينك مختفي عنه يقول والله تعرفون دوبي متزوجت يعني وزوجته كده وكده من النسل الفناني فقال أبو نائلة عشان كده في ريحة عطر حلو ويحك ما أطيب عطرك هذا يا كعب وقال كعب أكيد ريحتي حلوة كيف ما تكون ريحتي حلوة وتحتي أجمل النساء يعني شوف حتى متكبر في السوالف المهم من المشو واخذتهم السوالف في الليلة المقمرة هذه وفي الصحراء فقال أبو نائلة لا 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 العطر هذا شي ثاني الحقيقة لازم أشم إيش العطر هذا ما أطيب عطرك يا كعب تسمح لي أشم راسك بس قال كعب شم راسي خذ راسي وشم استمتع بالعطر استمتع بالعطر الجميل فدخل أبو نائلة يده في شعره وهو ينظر في الصحابة ويطلع يده ويشمها الله 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 إيش المسكل الجميل هذا عجبني جدا العطر يا كعب ما أطيب عطرك قال لا أبو نائلة بالله إصبر إصبر خلني بالله أشم مرة ثانية خليني أدخل يدي مرة ثانية أبغى أشم وأبو نائلة يطالع في الصحابة ينتظر اللحظة المناسبة فدخل يده في راسه وحرك يده عشان يشم يقول بالله خلني أشم راسك مرة واحدة أنا أبغى أشم راسك أنا الحين مو بس أشم يدي خليني أشم الراس نفسها فدخل يديه اثنتين في راسه ومسك شعره كده وجاء عشان يشم راسه أول ما مسك راسه اسحب راسه ونادى في الصحابة اقتلوا عدو الله تنافروا الصحابة بسيوفهم واضربوه في ظهره في رقبته لكنها ما أغنت شيء ولا كأنهم يضربون في جسد طلع يوم قالت له زوجتها إني أشم رائحة الدم لبس دروح على ظهر عشان ما يغتال ولا يطعن بس خل المنطقة هذه فاضحة من الصدر والبطن في يوم سمع كعب إنه بيغتالونا مسك أبو نائله وضمه لا سحبه وضمه على جسمه واستخدمه كدرع من الأمام وعنده درع من الخلف صار أبو نائله يعني جالس يعطيه هق غصبا جالس يصارعه أبو نائله وهذولوك يضربون بالسيوف في ظهره بس ما تغني ضرباتهم شيء وأبو نائله يصارعه من الأمام يصارعه يصارعه فتذكر أبو نائله في حديدة حادة عنده في السيف يقول تذكرتها فطلعت الحديدة هذه من عندي ودخلتها في سرته وتحاملت عليها حتى انتهت إلى عانته يعني شكه من السرة إلي العانة فخرجت أمام يقول فصاحة عدو الله صيحة ما بقي حصن لبني النظير إلا أوقد عليه نارا صاحة صيحة قوية جدا يعني من قوة صيحة صحيوا كل بني النظير كلهم يبغون يشوفون إش اللي حصل إش هذه الصيحة في نص الله وقاموا الصحابة وقطعوا راسا وش ردو بسرعة رجعوا للمدينة قبل ما يدرون بني النظير إش اللي حصل لك وهم في الطريق ماشين فقدوا رجل منهم كان اسمها الحارس الحارس هذا فقدوه فجأة قاموا يدورول بينهم ولبيوه متكي على سيفه وفي رجله جرح كبير قلت أخر عنهم بسبب هذا الجرح أثر عليه في المشي ما صار يقدر يمشي شالوه الصحابة معهم متوجهوا إلى المدينة فدخلوا المدينة وهم يكبرون الله أكبر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في وقتها والنبي صلي سمعهم وسمع تكبير فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بأنهم قتلوا عدو الله وأنهم انتصر فمشوا متجهين للمسجد النبو فلقيوا النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند المسجد صاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ويقول أفلحت الوجوه أفلحت الوجوه والصحابة يقولون وجهك يا رسول الله فطلعوا رأسه وحطوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله فشاف النبي صلى الله عليه وسلم الحارث على هذا الحارس ورجله مجروحة والجرح كبير وما يقدر يمشي بسببها بسبب هذا الجرح جابوا الصحابة رضي الله عنهم الحارث للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جرح فتفل فيه تفل في الجرح فوقف الحارث ولا كأنه فيه شيء ووقف الحارث ولا كأنه إن جرح قبل كذا في يوم عرفوا بني النظير مقتل كعب بن الأشرف فراحوا بعض بني النظير للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له ليش قتلت كعب فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه مغتيل ولكنه نال منا الأذى وهجان بالشعر ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف فدع النبي صلى الله عليه وسلم سادة بني النظير وغيره من قبائل أهل الكتاب وكتب بينهم عهد جديد فمن بعدها محد قدر يتجرع على نساء المسلمين ولا على المسلمين ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا في جلسوا بني النظير على هذا الحال إليه حادثة إجلاء بني النظير واللي بعدها خلجوا بني النظير إلى خيبر وبعضهم رح إلى قريش واللي بعدها بدوا يحرضون اللي في قريش قريش نفسها على إنهم يخرجون مع بعض القبائل لغزوا المدينة المنورة وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر صار للمسلمين صيد بين القبائل كلها وكيف أن 300 رجل فقط يغلب ألف من قبيلة ثانية ومو من أي قبيلة من قريش وكانت مشهورة بقوتهم فدخل في الإسلام بعض المجموعات من بعض القبائل لكنهم أسلموا بس الإيمان لم يدخل إلى قلوبهم بعده كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر يحكي الصحابة عن فضل الشهادة في سبيل الله وكيف أن قتل بدر لم يكونوا قتلى بل أحياء عند ربهم يرزقون في جنات تسع الأرض والسماوات فتمنوا الصحابة لو أنهم كانوا بدلهم عشان ينالون هذا الفضل طبعا في معركة بدر قتل الكثير من المشركين سبعين رجل من قريش قتلوا في معركة بدر وكان بينهم أربع وعشرين رجل من بني مخزوم فكانوا بني مخزوم بعد غزوة بدر يغلون من جوه يحترقون من اللي حصل في غزوة بدر وكان خالد بن الوليد مخزومي من بني مخزوم طبعا هذا قبل إسلامه كان برضو حتى هو يحترق من الداخل على اللي صار في قريش في غزوة بدر يعني الصدق غبنه 300 شخص يقتل ألف من قريش الأمر يغبنهم كثير كان خالد بن الوليد له أخ اسمه الوليد بن الوليد وسر عند المسلمين بعد غزوة بدر كان من الأسرة بس خالد بن الوليد قال لبني مخزوم لا تبكون احبسوا غضبكم هذا عشان نفجره في معركة جاية ما نبغى أي أحد يبكي نبغى هذا الغضب كله والحقد اللي في داخلنا يطلع في المسلمين فعليا ما بكوا ولا شقوا الثياب ولا لطموا لأنها كانت من عاداتهم إذا حد مات فعليا اتفقوا بني مخزوم ووافقهم الكثير من بني عبد الشمس وبني نوفل وكان من بني نوفل شخص اسمه جبير ابن المطعم كان جبير ابن المطعم هذا عنده مملوك عنده عبد يسمى وحشي وكان من قتلى بني نوفل طعيمة ابن عدي قتلى حمزة رضي الله عنه وكان طعيمة هذا اللي قتل عم جبير ابن المطعم يعني المطعم وطعيمة أخوانه وجبير كان ولد المطعم فكان حمزة رضي الله عنه في قائمة المطربين لجبير ابن المطعم يبغي ينتقم لعمه فراح الجبير عند وحشي وقال له يا وحشي في المعركة الجاية هذه إذا قتلت لي حمزة سأعتق رقبتك فتحمس وحشي يعني بيصير حر وكان ماهر في رمي الرمح قليل ما تخطئ رميته المهم الوليد بن الوليد اللي كان أسير عند المسلمين وكانت الفدية حقتها أربعة آلاف دينار فدفع خالد بن الوليد الفدية مع أنها كانت مرتفعة شوية دفع خالد بن الوليد الفدية لأخوه عشان يخرج في الصباح وفي الليل أسلم الوليد بن الوليد ورجع للمسلمين ما زعل خالد بن الوليد وكتم غضبه كامل وكان كويس مع أخوه ما سوى لا شيء ولا زعل فتجمعوا القريش وعزموا على الانتقام والانتقام هذا مو أي انتقام انتقام لسادة ماتوا في غزوة بتر وكان منهم كبيرهم أبو جح في جمعوا ثلاثة أعلاف رجل مددجين بالأسلحة متجهزين يغزون المدينة نفسها يعني كانت نيتهم يغزون المدينة معهم تقريبا سبعمية درع ومئتين فارس وثلاثمية بعير تجهزوا وتجمعوا واطلعوا بالطبول يسمعونها من المدينة من قوة حماسهم وعشان يشدون المقاتلين جابوا النساء فطلعوا النساء مع الجيش جيش ما عليه كلام مرة متجهز من الفرسان والدروع والعدد الكبير طبعا تقسموا على ثلاثة أقسام الفين في الوسط وسبعمية مع خالد بن الوليد في الميسرة وسبعمية مع عكرمة ابن أبي جهل في الميمنة يعني صاروا على ثلاثة أقسام الحين وصل النبي خبر جيشهم وإنهم خرجوا لغزو المدينة يعني بيغزون المدينة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فاقترع عليهم النبي قال لهم حنا بنجل السنة وبندافع على المدينة بما أنهم جو يغزون المدينة لازم ندافع على المدينة بس الصحابة أشاروا عليه أنهم يخرجون خارج المدينة ويقاتلون خارج المدينة ونوصي من في المدينة أنهم يتجهزون للكتال تجهزون للدفاع عن المدينة يعني يأخذون حذرهم عشان لو صار شيء ولا شيء يكون اللي في المدينة جاهزين للقتل أخذ بشوره من النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيش من ألف رجل بس ما كان معهم إلا فارسين فقط وخمسين من الرماء خرجوا المسلمين للقتال وهم في الطريق حل الليل عليهم فباتوا عند مكان مرتفع باتوا في الطريق يعني وأول ما صحيوا في الصباح لقيوا ثلاثمية رجل من المسلمين انسحبوا انسحبوا من الجيش وكان على رأسهم رأس المنافقين عبد الله ابن أبي أخذ ثلاثمية معه وانفصل من الجيش رجع للمدينة انسحبوا كانت حجتهم ان القتال خارج المدينة ضعف وان يعني محن معاكم في خطتكم وهم كذبين في قلوبهم خوف عرفوا بان الجيش ثلاثة آلاف رجل فصار الحين عدد المسلمين سبعمية رجل فقط سبعمية من المسلمين وثلاثة آلاف من المشركين بعد ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأعدادهم وانهم ثلاثة آلاف رجل تجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يشاورهم في خطة المعركة واتفقوا على انهم يتجهون لجبل أحد جبل أحد لها زاوية كانت ضيقة شوية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان الجيش يدخل في هذه الزاوية في هذه المنطقة الضيقة ويرتصون صفوف بحيث انه يكون اللي على اليمين كتفه في الجبل واللي على اليسار كتفه برضو في الجبل بحيث ما يكون فيه اي فجوة فيدخلون المشركين في هذا المضيق فيصير ما لأعدادهم اي ميزان ما يمديهم يحوطون حول المسلمين ويقاتلونهم فيصير عددهم الكبير ما لأي فائدة وكأنهم يساقون للموت واحد واحد زي الطابور يعني بس كان فيه شي يخرب عليهم شوية كان فيه فجوة من وراء خطيرة جدا بإمكان المشركين يدخلون منها ويهاجمون المسلمين من الخلف فكان أمر الفجوة هذه خطير جدا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خمسين من الرماه يطلعون فوق الجبل وعلى رأسهم عبدالله بن جبير ويجلسون فوق الجبل ولا يتحركون أبدا أبدا ما يتحركون كل ما جاء المشركين يلفون من وراء الجبل يرمونهم بالسيام والمسلمين برضو جابوا معهم نساء فكانوا على الميمن على منطقة مرتفعة عشان يسقون المسلمين الماء ويشجعونهم في نفس الوقت ويدعونهم بالنصر الحين المسلمين جاهزين للكتال صف كلهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأشر بسيفه وقال من يأخذ هذا بحقه فسكت الصحابة فقام أبو دجانة قال أنا يا رسول الله أنا أخذه بحقه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم حقه حقه أن تقاتل به حتى ينكسر في سبيل الله فأخذ أبو دجانة السيف وفك عصابة الموت وربطها على رأسه كانت عصابة حمراء تسمى بعصابة الموت كان إذا ربطها أبو دجانة يا ينتصر يا يقتل يا النصر يا الموت فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وطلع وصدره منتفخ يمشي مشيه متبخترة مليئة بالتكبر أمام المشركين ويرفع سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه المشيه يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع منظر المشركين جدا كانوا مرعب عدد كبير جدا لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ماهز فيهم شعارة يعرفون أن الله سبحانه وتعالى معهم والجنة في ظلال سيوف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرماهة أنهم يتحركون حتى لو تقطع المسلمين قطع صغيرة وجات الطيور خلاص تاكل من لحومهم لا ينزل الرماه من عن الجبل بس فجأة نادى من جيوش المشركين للمبارزة كان الرجل اسمه طلحة ابن أبي طلحة فخرج علي رضي الله عنه قال أنا لها أنا سأبارسك فتقابل طلحة مع علي رضي الله عنه وقال له أنا سأقتلك رد علي علي رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى النار أو يعجلني بسيفك إلى الجنة فتقاتلوا هذا يضرب وهذا يضرب حتى ضربه علي رضي الله عنه ضربه قاتلة فسقط طلحه على الأرض فصرخ يا ابن عمي أنشيدك الله والرحم فتركه علي رضي الله عنه في موقف جدا غريب استغربوا منه الصحابة ليش تركته يوم وصل سأل حمزة أفلا أجهزت عليه قال علي رضي الله عنه ابن عمي ناشدني الرحم عندما كشفت عورته من قوة علي رضي الله عنه ضربه فكشفت عورته من قوة الضربة كانت ضربة قاتلها ما نجى منها طلحه وخرج رجل ثاني من قريش يريد المبارزة فخرج له الزبير بن العوام فقضى عليه في ضربه هنا المشركين بدأوا يفورون يعني هما أصلا يطبخون من أول هما ما بكوا على موتاهم في بدر فكانوا يطبخون من جوه والمبارزتين هذه وصلتهم للحد فبدأت النساء تصيح من الغيط والغضب وطبول الحرب تزيد ضرب ونساءهم يصيحون فيهم وشجعونهم بس الغريب أن خالد بن الوليد كان هادي شويتين كان يخطط عقل خالد بن الوليد موهب سهل رضي الله عنه هذا قبل الإسلام عيونه على المنفذ اللي خلف المسلمين طبول الحرب بدأت تزيد والتشجيع لكنه كان هادي جدا فمشى هو وكتيبته يبغون يشوفون إش اللي وراء الجبل لكن الرماه صدوهم رموهم بالسهام فتراجع خالد بن الوليد بس أنه حسن فيه منفذ من وراء حقل خالد بن الوليد كان حربي بحث وكان يعرف لو تسلط على جبل الرماه أو أنهم زلوا ونزلوا من على الجبل بإمكانه يطوف من وراءهم ويقتل المسلمين وبتكون خطة جدا رهيبة بالنسبة له هجم جيش المشركين وصياحهم وصراخهم وغضبهم وكان الرجل يركض ويشقك ثيابه وكان من بينهم وحشي يشوف يبغي يدور حمزة وهو يركض دخلوا الجيشين في بعض وبدأ الضرب والقتال يشتد بينهم هذا يضرب وهذا يضرب وهذا يقتل وحشي يحاول يدور وين حمزة يبغي يشوف حمزة لكن المسلمين كانوا يقاتلون بشدة وشغف كلهم يبغون الشهادة فكانوا يقاتلون ويتقدمون حتى على المشركين مع كثر عداده فبدت صفوف المشركين تتراجع وكان على رأسهم أبو سفيان الكتيبة اللي في النص بدت تتراجع والمسلمين بدوا يتقدمون بكل وحشية فكان حمزة رضي الله عنه وعلي يدخلون في صفوف المشركين وكأن الصفوف صفوفه ما كأن الواحد قاعد يحارب من قوة شجاعتهم بدت صفوف المشركين تنهز جدا وبدت علامات النصر للمسلمين تزيد كل ما لها تزيد المشركين بدوا يتركون أشياؤهم خالد بن الوليد ما دخل في القتال كان زي المفاهي يطالع في الجبل ومركز في الجبل هو وكتيبته كان يناظر إلى جبل الرماح يدور بس زلة واحدة يراقب ويخطط حتى إنه ما قاتل يعرف لو أنه دخل من هذاك المنفذ بيصير صعب جدا على المسلمين إنهم يقاتلون من أمامهم وخلفهم الرماح بدوا يشوفون النصر قاعد يشوفون الرماح والسيوف الأرض فقالوا خلونا ننزل ناخذ الغنائم انتصرنا ورب الكعبة انتصرنا إيش له نجلس هنا انسحب المشركين وزاد تكبير المسلمين الله أكبر الله أكبر فجاء في عقله من المنتصر فنزل أربعين من الرماح أربعين شخص لكن عبدالله بن جبير قال يا قوم لا تنزلون النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح لنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لو تشوفونا نتقطع كيف لو أنتصرنا اجلسوا إلين يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا ننزل بس الأربعين هذولة قالوا والله انتصرنا أنتش فيك خلونا نروح ناخذ الغنائم موجودة أمام عيوننا نزل الرماح ما سمحوا كلام عبدالله بن جبير ولا النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا خالد بن وليد وقف قال هذا وقتي الحين أنا بأنتصر فأخذ خالد بن وليد معه ثلاثمائة شخص وما بقي فوق جبل الرماه إلا عشرة عبد الله بن جبير ومعه تسعة أشخاص وشاف خالد بن وليد من هناك بثلاثمائة رجل مقبل على جبل الرماه وكان يصيح خالد بن وليد اعلوا هبل اعلوا هبل وهبل هذا صنم عندهم فسمعه عكرمها ابن أبي جهل فاتجه مع خالد بن وليد عرف أنه عند خالد بن وليد خطة معينة الرماه اللي فوق الجبل استشهدوا كلهم برمح واحد من خالد بن الوليد الحين خالد بن وليد فوق جبل الرماه وعكرمها ابن أبي جهل التف من خلف الجبل حمزة رضي الله عنه سمع خالد بن وليد يوم قال اعلوا هبل وعرف أنه خالد بن وليد لقي المنفد فاتجه حمزة رضي الله عنه وكان معه ثلاثة فقط وهنا شافه وحشي شاف حمزة فانطلق وحشي يتتبع حمزة تفاجأ المسلمين بجيش كبير من خلفه وما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثين رجل وقيل عشرين حتى فالتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم زيد دائرة لأنه صار الهجوم من كل مكان وكان حول النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رجال المقربين حول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من الأنصار واثنين من المهاجرين طلح ابن عبيد الله وواحد ثاني معه اشتد الأمر على المسلمين فصاروا الأنصار يصرخون في ذاك أرواحنا يا رسول الله فكانوا الأنصار يفتدون بأرواحهم للنبي فكان إذا أمطرت السماء بالسهام ينطلق الأنصار في يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم فتضرب في جميع أنحاء جسمها السهام حتى ما يصير فيه مكان واحد في جسمه إلا ويكون في غرزة سهام فيموت الأنصار في حضن النبي صلى الله عليه وسلم فكان الأنصار مثل القنافل ظهورهم كلها سهام ما تلقى مكان أصبع واحد إذا أمطرت السماء سهام يركض الأنصار في يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب بالسهام إليه يطيح فقتل من الأنصار الكثير كانوا يفتدون بأرواحهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنها امتلأ ما حول النبي صلى الله عليه وسلم من أجساد الأنصار كانت رؤوسهم عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقاتل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا ما أنصفنا أصحابنا يكسد به الأنصار قتل من الأنصار الكثير في هذه المعركة علي بن أبي طالب وحمزه رجعوا للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان علي بن أبي طالب يصرخ في المشركين وكان صيحتها تخلع كانت تخلع قلوب المشركين فكان يصيح أنا أبو القسم يعني أنا اللي ضربتي تقسم من واحد رصفين كان يقاتل ويقول أنا أبو القسم فما بقي حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا مصعب بن عمير كان ماسك الراية وطلح ابن عبيد الله رضي الله عنه فكان طلح يفتدي بجسده للنبي صلى الله عليه وسلم فكان ينط بجسده يلتقي في السهم من السماء ويرجع يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل يشوف سهم من فوق جاي يركض ويلقط السهم بجسمه بس هو بنص القتال شاف رمح من بعيد فقال يا رسول الله أخفض رأسك يا رسول الله فخفض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بس من خوف طلحة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فدخل الرمح في يده ومن وقتها انشلت يده فمن قوة الألم قال حس من قوة الألم شفت يم تقول اه إذا أصابك شيء هو قال حس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا طلحة قل بسم الله يا طلحة لو قلت بسم الله يا طلحة لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك الله أكبر حتى تلج بك جو السماء يعني يطير في الهواء أمام المشركين وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله الموقف يكفيك كلمته يمقال حس هذا دليل على قوة الألم اللي حس فيه وهذا كله دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم المهم أن طلحه واصل القتال والنبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي يقاتل الخمسة والستة مع بعضهم من قوة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرفع الرمح فيرتفع معه الرجال فكانت الأجساد الميتة على الرماح إذا جاء شل النبي صلى الله عليه وسلم الرمح يشل معه للأجساد من قوة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة القتال تكسرت سيوف المشركين فصاروا يأخذون الحجارة ويرمونها على النبي صلى الله عليه وسلم فصارت السماء تمطر بالحجارة فواحد من الحجارة أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت حلقتين من خوذة النبي في خده صلى الله عليه وسلم فسال الدم في وجه النبي فكان المشركين يربون الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه مليان دم فشافت وحدة من النساء وجه النبي صلى الله عليه وسلم زي كده فما قدرت تتحمل فأخذت اللثمة وأخذت سيف وانطلقت تقاتل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء دخلت في القتال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل ومصعب بن عمير رضي الله عنه كان مقاتل محترف كان يقدر يمسك الراية ويقاتل في نفس الوقت فكان مع مصعب رضي الله عنه كان معها الراية ومصعب رضي الله عنه كان يقاتل شاف شخص اسمه عبد الله بن قماء كان مقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبغى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن قمأة هذا عن ألف رجل كان شديد كان قوي جدا ومحارب محترف فركض مصعب بن عمير أمام ابن قمأة زي اللي يقول له ما بتعدي إلي انتوا بارزني لن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وما بتعدي من هنا إلا على رقبتي فاشتد الغضافي ابن قمأة وشل سيفه وبارز مصعب بن عمير بس كان شديد جدا ابن قمأة ومصعب ابن عمير ما يقدر يحط الراية ويقاتل فكانت معاه الراية ويقاتل في نفس الوقت وعبد الله ابن قمأة كان مبسح كان من أشد القوم ولو رمى الراية هذا يدل على أن المسلمين انهزموا وهذا اللي ما يبقى فضرب ابن قمأة مصعب ابن عمير في يده فقطعها فصار بس ماسك الراية فقطع يدها الثانية فطاحت الراية فرجع مسكها بكتوفها اللي باقية يعني يديهم قطعها فماسك الراية هنا لكنها ابن قمأة وربه فقسمها نصفين فماسك وقيل انها طعنة مصعب ابن عمير سقط على الارض وطاحت الراية ام عمارة رضي الله عنها شافت انها مصعب ابن عمير قتل فانطلقت ووقفت في وجهه وكانت منتلثمة فكان ابن قمأة ما يدري هي رجل او انذى ما كان يعرف كان في ظنته انها رجل فبارزها فكانت تبارز وتقاتل تقاتل ابن قمأة اشد القوم فضربتها بسيفها في درعه ضربها بس انها كانت خفيفة بسبب انها انذى فانطلثامها فانكشف وجهها فعرف ابن قمأة انها انثى فقال لها اليك عني لا اقاتل النساء بس ما خلتها ام عمارة فكانت تحط جسدها امامها وتقاتله وتصيح على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خذ حذرك يا رسول الله خايفة على النبي بس ابن قمأة ضرب ام عمارة في يدها فطار صيفها فصارت تدفع ام عمارة بجسدها يعني ترمي جسدها عليه وتجلس تسحبها من ملابسها فالتف ابن قمأة فضربها في يدها ضربة شديدة حتى ان من قوة الجرح بان عظم يدها فطاحت على الارض فولدها شافها وهي طايحة على الارض فانطلق فانطلق يصيح يا امه ركض لامه يبغي تطمن على امه فكانت تقول له يا عبد الله اجلس مع رسول الله الحق الرسول صلى الله عليه وسلم احمي رسول الله انا بخير دام الرسول صلى الله عليه وسلم بخير بس ابن قمأة بارز النبي صلى الله عليه وسلم فكسر رباعيته فسقط النبي صلى الله عليه وسلم فصرخ ابن قمأة قتلت محمد قتلت محمد واحتلت الأصوات قتل محمد قتل محمد فاهتزت صفوف المسلمين الحين لا راية واقفة وهذا الشيء لخبط صفوف المسلمين بيوم سمع المسلمين بأن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم انسحب 300 رجل من المسلمين ورجعوا المدينة قالوا بما أن قتل النبي خلونا ندافع عن المدينة فتوجهوا إلى المدينة وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة شاف وحشي حمزة وهو يقاتل كان يقاتل بشراسة يقول وحشي إن من شدة قتال حمزة إني كنت أخشاه وأنا بعيد عنه كان حمزة رضي الله عنه يقاتل فرما وحشي رمحة فدخل في ظهر حمزة رضي الله عنه وطلع من بطنه وخرج مع الرمح أحشاء بس إنه التفت حمزة إلى وحشي فتجمد وحشي من نظراته يقول ما وجدت أحد من نظراته في ذيك اللحظة فانشلت أطرافه وكان حمزة رضي الله عنه يتوجه إلى وحشي يمشي وكانت نظراته حادة فمشائلين قرب من وحشي وساقط على الأرض فاتفقوا الصحابة على إنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم أنطلق طلحة ابن عبيد الله للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي مليان وجهه فشل طلحة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فشلوه وطلعوه فوق الجبل فمن المواقف يطلع الجبل أن طلحة على كثر جراحة نزل على ركبتين زي الطفل اللي يحبي عشان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ظهره عشان يصعد فوق صخرة طبعا طلح رضي الله عنه من المبشرين بالجنة الحين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فوق الجبل فجاء ابو سفيانه مع جيش كان قصده يقاتل لكن يوم شاف صلابة وجيه المسلمين والصحابة تردد وبدأ يقول اعلوا هبل اعلوا هبل فكان يصرخ بهذه الكلمة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال لهم ألا تردون عليه فقالوا يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل فقالوا الصحابة الله أعلى وأجل فرد عليهم لنا العزة ولا عزة لكم والعزة كان صنم فقال لهم النبي ردوا فقالوا يا رسول الله ما نقول فقال لهم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم فاشتد الغيض في أبو سفيان وقال يوم بيوم بدر يعني هزمتونا مرة وهزمناكم مرة فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ردوا قالوا يا رسول الله ما نقول فقال لهم قولوا لا سواء قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة فقاموا الصحابة وقالوا لا سواء قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنت ظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدقلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكيكم عن فضل الشهادة في سبيل الله فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقيبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلة ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منه ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منه وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين فبعد ما نزلت الآيات هذه النبي صلى الله عليه وسلم قام وقال لهم توكلوا على الله هل تفدوا الصحابة؟ قالوا يا رسول الله ماذا تعني يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سنقاتل قريش اليوم فقالوا الصحابة يا رسول الله سمعا وطاعا لكن ما لنا حين فقال لهم توكلوا على الله وبدأ يطلوا عليهم الآيات اللي نزلت عليه فتحمسوا وصبروا وبدوا يشيلون حتى الجرحة اللي ما يقدرون يمشون يعني حتى الجرحة اللي ما يقدرون يمشون توجهوا للمعركة طبعا المشركين بعد المعركة خيموا في مخيمهم فكانوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة متجهين إلى مكان مخيم المشركين في يوم قربوا من المخيم عارفوا قريش بأن محمد وأصحابه قاتمين يبغون يقاتلون فأرسلوا رسول وصوا الرسول هذا بأنه يخوفهم أنهم ميجون يعني يقول لهم بأن أقوياء وكذا فذهب الرسول هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إن قريش لبست جلود النمور وليس لك عليهم قوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فقالها بصوت عالي إن قريش لبست جلود النمور وليس لكم عليهم قوة فبدأ المسلمين يرددون بصوت واحد حسبنا الله ونعم الوكيل ويتقدمون فرجع الرسول هذا إلى قريش وقال لهم والله ما رأيت إلا قوم معنوياتهم مرتفعة يرددون حسبنا الله ونعم الوكيل وما رأيت في عيونهم إلا الموت فقال أبو سفيان لا طاقة لنا في محمد وأصحابه مع أن نقدر حلكنين فانسحى بالمشركين فأنزل الله سبحانه وتعالى الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فكانت غزوة أحد اختبار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليعلم الفرق بين المؤمنين والمنافقين فراجعوا المسلمين إلى المدينة وهم راجعين مر النبي صلى الله عليه وسلم على جسد حمزة رضي الله عنه وكان مشوه ففي المعركة الكفار شوهوه وضربوه من حقدهم على حمزة لأنه كان شرس في القتال فرأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال فبكى محمد صلى الله عليه وسلم حتى أن الصحابة سمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم صوت في البكاء وكانوا أول مرة يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم صوت وهو يبكي كان عادة يدمع فعبر النبي صلى الله عليه وسلم حلمه بأن الدرع الحصينة هي المدينة أما السيف ينكسر في يده فهو مقتل أحد من آل بيته واللي هو كان حمزة وذبح سبعين من البقر مقتل سبعين من المسلمين في هذه المعركة وكانت هذه نتيجة المعركة فالسشهد سبعين من المسلمين في هذه المعركة بعد معركة أحد واللي صار في معركة أحد من خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم انتشر خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فحصل في مكة احتفال كبير بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة أهد وهذه السالفة بعد أيام بسيطة بعد المعركة احتفال بالنصر واحتفال بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم قتلنا محمد يا رجال بس ما كانوا يعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال حي ففي نصف الاحتفال والفرحة اللي كانوا فيها النساء ترقص والخمور تسكب دخل عليهم رجل بخبر لخبط الاحتفال كامل فقال لهم أن محمد لا زال حي فوقفوا الرجال كلهم وقالوا كيف حنا قتلنا محمد فوق أن الخبر نكد عليهم الاحتفال ما صار كامل ما يقدرون يكملون الاحتفال ولا زال محمد حي يرزق فكان من بين اللي وقفوا هذولا خالد بن سفيان رجل بشع جدا وقوي إلى درجة فضيعه معروف خالد بن سفيان أنه ألف رجل ما يقدر يوقف أمامه من قوة هذا الرجل كان يركب على الخيل ورجوله تسحب على الأرض من كبر هذا الرجل فارتفع صوت خالد بن سفيان وقال تالله ما نرجع نحتفل من جديد الا برأس محمد جهزوا الجيوش يا قوم فجهزت قريش جيش ضخم جدا وكان القائد عليهم خالد بن سفيان قيل بأن الجيش ثلاثة ألاف رجل نفس عدد الجيش في معركة أحد بس نيتهم هذه المرة هي فعليا احتلال المدينة كاملة يعني بيدخلون المدينة ياخذون المدينة له تسير المدينة لقريش رسميا ومنها يقتلون محمد بالمرة جهزوا الجيش هذا وتوجهوا إلى منطقها اسمها عرنة وخيموا في هذه المنطقة إلينا الحين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يعرفون بخبر هذا الجيش بس أول ما وصلهم الخبر وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يأتيني برأسه ما أحد وقف من الصحابة كل واحد ينتظر الثاني يوقف لأنهم عارفين أن خالد بن سفيان هذا جدا رجل مرعب إلا رجل من الأنصار جهني اسمها عبد الله بن أنيس وقف قال يا رسول الله ماذا له قالها النبي صلى الله عليه وسلم له الجنة قال لا جلانة لها أنا أبغى الجنة في يوم جاء خارج عبد الله بن أنيس قال يا رسول الله صفه لي أنا ما أعرف خالد بن سفيان هذا ما أعرف له شكله ولا أعرف خبره ولا أعرف هل هو قوي ضعيف أنا رايح أبغى الجنة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إذا رأيته أخذتك قشعريرة من بشاعة هذا الرجل وأنه فصيح وأنها أفصح قريش لسانا إذا جلست معها أعجبك منطوقة رجل إذا تحدث كان فصيحا أخذ عبدالله ابن أنيس عدته وأخذ خيله وتوجه إلى هذا الجيش يقول عبدالله ابن أنيس توجهت أليم قربت من الجيش يوم قربت من هذا الجيش جاء وقت صلاة العصر وخفت أني أدخل في الجيش هذا وأقتل وخفت أني برضو أصلي وأحد يرقبني من بعيد ويعرف أني من أتباع محمد ومن صحابة محمد فما كان معي حل إلا أني أصلي برأسي وفعليا وأنا متجه إلى هذا الجيش كنت أصلي برأسي صلاة العصر كنت خايف أنهم يقتلوني ومباقي ما قد صليت صلاة العصر شوف حرصهم مع الصلاة وقف عبدالله ابن أنيس بعيد وجلس يفكر في خطه بحيث أنهما يحسون بأنه من أتباع محمد أو من صحابة محمد يقول عبدالله ابن أنيس جلست أفكر إليه جاتني فكرة بسوي نفسي إني من الأعراب وضعت لي ناقة وجلس أدور عليها وفعليا دخلت بين الجيوش هذه وكانهم عسكرين وأصيح ناقتي أحد شاف ناقتي مشت الخطة وجلسوا يدورولها ناقتها بس وقفوه وقالوا له من أنت وش جابك هنا أصلا قال أنا رجال سمعت بأن في جيش رايح يقتل محمد هذا وأنا ديني ودين محمد هذا ما أحبه رجل أنا ودي من زمان أكون في جيش وأقاتل محمد وسمعت بهذا الجيش وأنا جيت عشان أنضم لهذا الجيش قالوا بس هذا هو الجيش مشت الخطة إلينا الحين إلينا الحين الوضع تمام فعليا مشت عليهم الخطة وبديت أتقرب منهم زيادة وزيادة يقول وصرت أدور لخالد هذا يقول عبد الله بن أونيس وأنا أدور التفت لرجل من هناك وفعليا أخذتني قشعرير هزي ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أخذتني فعليا قشعريره وجهه بشع فعرفت أن هذا هو خالد ابن سفيان فذهبت إلى خالد هذا وقلت له عن سالفتي وإني رجال جاي بحلالي ومالي وقاتل محمد هذا اللي ماني حابه جدا ومن زمان نفسي أقاتله فيوم سمع خالد بن سفيان هذا الكلام قربه منه قال أنت أجل جنبي جاي بالحيدة هذا كله هذا اللي نبغى خليك أنت جنبي فما كان متوقع عبد الله بن أونيس هذا الموقف واستغل هذا الموقف لصالحه فبديت أتقرب إلى خالد وسرت أخده ماه وسرت حول خالد عسى تجين الفرصة أني أغتاله فعليا صار قريب جدا من خالد ويتقرب من خالد كثير ولاحظ خالد لاحظ أن هذا الشخص جالس يتقرب منه كثير وانعجب به جدا انعجب بطولته وشجاعته يوم حل الليل قال خالد بن سفيان ننام الليلة والصباح بكرة نتجه لقتل محمد ونغزو المدينة كاملة نحتلها كاملة في يوم حل الليل وكل واحد اتجه لخيمته جاء عبد الله بن أونيس الخالد وقال له يا خالد أنا رجال بنام معك الليلة من أنت عشان تنام معي في خائمتي من أنت عشان تنام معي في الخيمة أنا خالد بن سفيان أنا كبير قومي قال له عبد الله بن أونيس سمعت بأنك شاعر وأنا شاعر فحبيت أني أساهرك في الشعر في هذه الليلة قال تحفظ ولا تقرض يعني تكتب الشعر ولا تحفظه فقط قال عبد الله بن أونيس أنا أحفظ وأقرض قال له خالد سمعني من اللي عندك فبدأ يسمع فصار عبد الله بن أونيس يقول له بيت من الشعر ويرد عليه خالد بن سفيان ببيت من الشعر فصاروا يترددون بالشعر هذا يقول بيت وهذا يقول بيت ألين انعجبه خالد بن سفيان وقال لها أجل أنت بتنام معي الليلة نبقى نكمل مرددات الشعر هذي في الخيمة ومشت الخطة زي ما أراد عبدالله بن أنيس توجهوا للخيمة وبدوا يتساغرون بالشعر فكان هذا يقول بيت من الشعر وهذا يرد عليه طول الليلة ألين بدأ ينعس خالد بن سفيان بدأ يطيح رأسه وعبدالله بن أنيس على صاحبه نام يرحم والديك نام ينتظر بس أنه ينعس وكان عبدالله بن أنيس مخبي السيف بين ملابسه بينه وبين ملابسه سيف كبير بحيث أنه ما أحد يعرف أن السيف معاه في الخيمة لين بدأ يضيح راسه وعبدالله بن أنيس على عصابه فعليا قال خالد بن سفيان أما أنا والله جاني النوم وجهة الفرصة الحلوة بدأ يتجهز خالد بن سفيان لنوم اضطجع عشان ينام الحين خلاص صار متجح يبغي ينام خالد بن سفيان فعليا عبدالله بن أنيس سوى نفسه الننايم جنبه يسوي نفسه الننايم وشخر عشان ما يحس أنه لازال صحي وينتظر متى يسمع شخير خالد بن سفيان عشان يكمل على شخيرة هذا ويكتع راسه أول ما سمع شخير خالد بن سفيان قام عبدالله بن أنيس وطلع سيفه وكتع رقبته وامسك راسه واكتع الرقبة كاملة فك راسه كامل وبدأ خوار خالد بن سفيان يطلع من الخيمة وبدأ الجيش يسمعون صوت خواره هذا مو بشخير إذا هوار شديد جدا يعني كأنك تذبح الظور فعليا أخذ عبدالله بن أنيس رأسه وانطلق بين الجباح وتجمعوا الجيش كامل من النساء والرجال حول خيمة خالد بن سفيان كاشفوا عنه لقيوه بدون رأس وعبدالله بن أنيس مو موجود فبدأوا النساء يلطمون ويشقون ثيابا من هول الموقف اللي شابه خالد بن سفيان العظيم هذا كامل يغتال بهذه الطريقة فندس عبدالله بن سفيان بين الجباح الحين عبدالله بن سفيان بين الجباح ما قدر يتحرك عشان لا يروحون يدوروا إلا اللي قتله أكيدنا بيكون في طريقة لمدينة فندس بين الجبال لمدة ثلاثة أيام يأكل من خشاش الأرض يأكل أوراق الشجر شوف بطولتهم فكان يقطع أوراق الشجر ويأكلها لمدة ثلاثة أيام طبعا جيش خالد بن سفيان يوم أغطيل خالد بن سفيان كسلوا ورجعوا بالجيش كامل رجعوا إلى مكة ورجع عبدالله بن أونيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع في الطريق من قوة التعب اللي وصل فيه عبدالله بن أونيس صار محيف جدا ومهلوك من قوة التعب لكن كل هذا في سبيل الله وفي سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين وصل عبدالله بن أونيس إلى النبي وكان النبي واقف يستقبل عبدالله بن أونيس مبسوط النبي جدا منتظيري أن الصحابة كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم شافوه مقبل من آخر الدنيا مناك فشافها النبي صلى الله عليه وسلم وقف يصرخ النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد أفلح الوجه في نادي عبد الله بن أنيس من هناك قتلته يا رسول الله قتلته يا رسول الله ومعها الراس ويصيح النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الوجه في يوم وصل عبد الله بن أنيس مع راس خالد بن سفيان قال قتلته يا رسول الله بكل فخر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صدقت يا عبد الله صدقت فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم رأس خالد بن سفيان وكان ضخم فكان النبي يمسك ويهزه يقول هذا اللي يبغي يقتني هذا اللي يبغي يقتني لكنها النصر من الله سبحانه وتعالى فجأها النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى حجرته وخرجوا معها عصى وأعطى العصى هذه لعبد الله بن أنيس فكان عبد الله بن أنيس فرحا بالعصى عصى من النبي صلى الله عليه وسلم اللي سألوه الصحابة يا ابن أنيس ما هذه العصى فقال لهم والله النبي صلى الله عليه وسلم عطاني إياها وأمرني أني أتمسك بها وين ما كنت قالوا أولا ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل عما وعدك ألا تسأل عندك الشيء يقول عبد الله بن أونيس فعليا رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت لها يا رسول الله لما عطيتني هذا العصر فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له آية بيني وبينك يوم القيامة آية بيني وبينك يوم القيامة إن أقل الناس المتخصرون يوم إذ يعني قليل اللي مع عصر يتكيبها يوم القيامة فبعرفك فتكون آية بيني وبينك وعبد الله بن أونيس واحد منهم فقرانها عبد الله بن أونيس بسيفة فصارت مع سلاحها وينما كان ينام معها يروح معها في أي مكان تكون معه هذه العصاء حتى يوم مات دفنت معه في قبره فكفنت معه هذه العصاء فعبد الله بن أونيس كتب أبيات عن شرف قتلى لخالد بن سفيان قال فيها تركت بن ثور كالحوار وحوله نوائح تفري كل جيب مقددي تناولته وطعن خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحديد مهندي عجوم لها من دار عين كأنه شهاب غضا من ملهب متوقدي أقول له السيف يعجم رأسه أنا بن أونيس فارسا غير قعددي أنا بن الذي لم ينزل الدهر قدره رحيب في ناء الدار غير مزندي وقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمدي وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان وباليدي بعد معركة أحد كان عقبة بن الحارث وسلافة بن تسعد وصفوان بن أمية كانت قلوبهم لا زالت محروقة من اللي حصل في آخر معركته فعقبة بن الحارث قتل أبوه الحارث بن عامر في بدر على يد صحابي كان اسمه خبيب بن عديد وأما سلافة بن سعد فضرب عاصم بن ثابت أولادها الاثنين في معركة بدر ضربات قاتلها اللي أصابتهم بإصابات قوية جدا كلفتهم بعض أعضاؤهم وسببت لهم إعاقات دائمة أما صفوان بن أمية فقتل أبوه أمية بن خلف على يد بلال بن رباح رضي الله عنه في معركة بدر ومهم الثلاثة فقط اللي باقي حاقدين أغلب قريش لا زالت حاقدة على الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لأن آخر معركة معركة أحد قتل من المشركين الكثير فعرضت قريش جوائز كبيرة للي يجيب أي صحابي من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم بس خبيب بن عديد وعاصم بن ثابت وبلال بن رباح كانوا في أعلى قائمة المطلوبين أحياء أو أموات سسلافة بن سعد قالت ما لي وما المحمد وأصحابه أنا ما أبغى أي أحد أنا أبغى اللي حرم أولادي صحتهم عاصم بن ثابت هذا ما نسيت وجهه اللي يجيب راسه فأخذ جمجمتها وأفرغها وأسكب فيها الخمر وأحتسيه من جمجمتها المفرغة عشان يشفى غليلي ويبرد قلبي اللي يجيبها لي فلاه مية من الإبل ورح أزوجه بنت من بناتي فأغلب القبائل اللي حول مكة سمعوا بهذه الجوائز الكبيرة صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كده بدوا يفكرون في نفس هذه السنة سنة ثلاثة هجر رحط من قبيلة عضل اتجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلة عضل هذه على حد علمي هي قبيلة موجودة في منطقة الليث حالي جو هذا الرحط للنبي صلى الله عليه وسلم والرحط هم تقريبا حوالي ما بين تسعة وثلاثة أنفال قالوا هذول المجموعة يا رسول الله إن فينا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام يعني يبغون بعض الصحابة يتوجهون معهم إلى قبيلتهم عشان يعلمونهم الإسلام فبعث رسول صلى الله عليه وسلم نفر من الصحابة قيل بأنهم ستة وذكر البخاري أنهم كانوا عشرة ستة من المهاجرين وأربعة من الأنصار وكانوا مرتد بن أبي مرثب وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت من أكبر المطلوبين في قريش في أعلى القائمة وخبيب بن عدي برضو في أعلى القائمة وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق وكان القائد عليهم مرتد بن أبي مرثب الحين كلهم مع هذول الرهد من قبيلة عضل كلهم متوجهين لمنطقة الليث حاليا فمشوا ومشوا ومشوا في الطريق اللين وصلوا عند رجيع اللي هو غدير كان فيه ماء وكان هذا الرجيع لقبيلة هذيل وطبعا قبيلة هذيل من أشد القبائل اللي موجودة في جزيرة العرب معروفين بحبهم للحروب يأكلون ويشربون ويناوون ويحاربون وكانوا مشهورين برضو بفصاحتهم وشعرهم كانوا من أفصح العرب كان أغلبهم شعراء ومقاتلين وكانوا يلقبون بقراصنة الصحراء اللي لقبهم الدكتور شوقي ضيف مؤلف سلسلة تاريخ الأدب العربي المهم أنهم وصلوا لهذا الغدير إلا الرحط هذولا من قبيلة عضل يصرخون بصوت عالي جدا يصرخون وينادون بصوت عالي يستصريخون هذيل ينادون يا هذيل يا هذيل ما هي إلا ثواني معدودة إلا السيوف حول الصحابة جيش كامل من قبيلة هذيل ومدججين بالأسلحة حول تقريبا عشر من الصحابة فقط فأخرجوا الصحابة سيوفهم بأسرع من البرك جاهزين للقتال يناظرون بكل خيبة في وجهها دولة المجموعة اللي كانوا معهم من قبيلة عضل وهم ينضمون لجيش هذيل عرفوا الصحابة بأنهم انغدروا وإن هذا كل ما لا أي أصل من الصحة ومن هذا الجيش الكبير خرج رجل وجالس يتكلم مع الصحابة ويقول لهم إن والله ما نريد قتلكم ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم فقام مرثد بن أبي مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت وقالوا كلهم والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا فقام العاصم بن ثابت وقال ما التي وأنا جلت النابل والقوس فيها وترنع نابل تزل عن صفحتها المعابل الموت حق والحياة باطل وكل ما حمى الإله نازل بالمرء والمرء إليه آئل إن لم أقاتلكم فأمي هابل فتوحشوا الصحابة ودخلوا فيهم بضربة واحدة فقتل عاصم بن ثابت سقط على الأرض ومرثد بن أبي مرثد وخالد بن البكير واستجهد الصحابة كلهم ما بقي إلا خبيب بن عدي وعبد الله بن طارق وزيد بن الداثنة مسكوهم أحياء وربطوهم كلهم عشان يبيعونهم على أهل مكة يبغون يبيعونهم على قريش كعبيد يبغون المقابل يعني بس يعرفون أن على رأس عاصم بن ثابت مئة من الإبل ويزوج بنت سلافة بن سعد بس هذا كل على رأس عاصم بن ثابت وهو جسد طايح أمامهم كل اللي عليهم أنهم يقطعون رأسه ويأخذونه معهم مع الأسر بس أول ما توجهوا إلى جسد عاصم بن ثابت ما كانوا متوقعين اللي راح يشوفونه أرسل الله سبحانه وتعالى جيش من جيوشه فأرسل النحل تقاتل هذول المجموع فكانت تقاتل عن جسد عاصم بن ثابت كل ما قربوا يبغون يقطعون رأس عاصم بن ثابت منعهم هذا النحل ما قدروا حاولوا وجربوا كل الطرق سووا كل الطرق إلينا عزوا فأشار عليهم واحد منهم قال خلونا ننتظر إلى الليل وأكيد أن النحل هذا راح يرجع لبيوته مع عمرك بتشوف نحل خارج بيته في الليل قالوا والله أنت الحقيقة فكرتك جدا رهيب خلونا ننتظر للليل فأرسل الله سبحانه وتعالى سيل أخذ جسد عاصم بن ثابت وأخفاها عن أنظارهم اختفى جسد عاصم بن ثابت تماما فعاصم بن ثابت وعد الله سبحانه وتعالى أن لا يكون أسير عند مشرك فحفظ الله جسده حتى بعد موته المهم أنهم أخذوا ثلاثة هذولة خبيب بن عدي وعبد الله بن طارق وزيد بن الدثين كلهم ربطوهم مع بعضهم وبيأخذونهم لمكة بس ما استسلم عبد الله بن طارق جلس طول الطريق يحاول يفك رباطة كانت فكرة أنه يفك رباطة ويأخذ سيف من سيوف ويحتمي حتى يحر فجلس طول الطريق وهو يفك رباطة يحاول ويحاول إلين استطاع أن يفك رباطة فك رباطة وأخذ سيف لجنبه وحاول يحتمي لكنهم رموه بالحجارة حتى اندفن تحت الحجارة فاستشهد مباشرة فتركوه في الصحراء مدفون بالحجارة إلين الحين ما باقي إلا خبيب وزيد رضي الله عنهما وصلوا لمكة وبدوا يصارخون في أسواق مكة يعرضونهم للبيع فشافوا بن الحارث قاتل أبوهم خبيب بن عدي هذا اللي قتل أبونا في بدر فاشتروه مباشرة اشتراه حجير ابن أبي إيهاب اللي يعتبر الحارث ابن عامر أمة فخبيب هذا يعتبر قاتل أمة وحجير هذا كان له جارية الجارية هذه كانت عايشة في بيت الوحيد فحبس خبيب في بيت هذه الجارية أما زيد اشتراه صفوان ابن أمية ولد أمية ابن خلف عشان يقتله عن أبوه يبغى يبرد خاطر قال ما بقدر أجيب بلال خليني أجيب أي أحد وأذبح أبغى برد خاطري بس بس بعد ما اشتراه صفوان ابن أمية ما قدر يقتله داخل الحرم كان عندهم عقيدة نفس عقيدتنا إنما يجوز أنك تقتل داخل الحرم فأمر مولى له كان اسمه نستاط قال له يا نستاط خد زيد هذا واخرج إلى منطقها اسمها التنحيم خارج الحرم وقتل زيد هناك أضرب عنوقة فأخذ نستاط زيد وخرج مع نستاط مجموعة من قريش وأظن هذه المجموعة من قريش كانت برضو تبغى تبرد خاطرها قدمات لهم أحد أو شي بس ما عندهم أموال كافية يعني يبغون يشوفون فقط مقتل زيد هذا عشان يحسون شويتين بالراحة النفسية فكانوا يقولون يا زيد نناشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنوقة وأنك في أهلك فالتفت زيد لهم وقال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أحلي فمسك راسا أبو سفيان يقول ما رأيت من ناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا وصلوا لهذه المنطقة ورفع نستاط سيفها وفصل رأس زيد رضي الله عنه فسقط جسده على الأرض وفاضت روحها لله سبحانه وتعالى هنا انتهت حياة زيد باقي خبيب الحين بين يدين بن الحارث فيقول لحجير ما أنا فاعل بك يا خبيب تجمعوا بن الحارث كلهم وقرروا أنهم يعدبونه فترة طويلة يبغون يطلعون حرتهم فجلسوا ويعدبونه فترة بسيطة اللي اندخلت الأشهر الحرم فكان حرام عليهم أنهم يقتلونه فجلس عندهم يعدبونها أربعة أشهر جلسوا ويعدبونها أربعة أشهر زيادة وكان في منزل جارية حجير وطبعا جارية حجير هذه أسلمت بعدين فتحكي المواقف اللي عاشتها مع خبيب لأنه كان في منزلها فتقول هذه الجارية بعد إسلامها كان خبيب عندي حبيس في بيتي فلقد اطلعت عليه يوما وإن في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل يعني مرت عليه ولقيت عنده عنب بأحجام كبيرة جدا ومكة كاملة ما كان فيها أي عنب فتقول ما كنت أدري من وين كان يجيب العنب فكان هذا العنب من الله سبحانه وتعالى ومن المواقف اللي تحكيها هذه الجارية يوم جاء وقت قتل الخبيب رضي الله عنه طلب خبيب شفرة موس عشان يحلك ويقلم أظافر عشان يتجهز للقاء ربه فقال لها ابعثي لي بحديدة أتطهر بها للقتل تقول فأرسلت ولدي بحديدة شفرة شفرة زي الموس لخبيب طبعا ولد شفرة وداخل على شخص مسجون بإمكانه يقتل هذا الطفل أو يمسك كراهين عنده ويصير يخرج بهذا الطفل أو يقتله فيصير نفس بنفس تقول ما تذكرتنا بإمكانه يقتله أو يمسك عنده أسير فركبني الخوف والتوتر بس الطفل هذا وصل لخبيب ومع هذه الشفرة فنظر له خبيب وقال له لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلي فأخذ هذه الشفرة وترك فمي من أخلاك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأطفال جاء الحين وقت قتل خبيب رضي الله عنه فأخذوه لنفس المنطقة اللي قتل فيها زي خارج الحرم في منطقة تنعيم ونصبوا خشبه فكانوا متفقين على إنهم يصلبونه هذا كل من حقدهم عليه في يوم نصبوا الخشبة وقربوه من الخشبة قال لهم خبيب رضي الله عنه إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين يقول خلوني أصلي آخر ركعتين في حياتي لله سبحانه وتعالى قبل أن ألاقيه في موقف صادم وافق تركوه يصلي هذه الركعتين فقام وصلى آخر ركعتين في حياته وكان على فكرة أول من سن ركعتين قبل القصص فأول ما سلم خبيب رضي الله عنه وأقبل عليهم وهم واقفين بوجيه حاقدة فنظر لهم خبيب رضي الله عنه وقال لهم أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لست أكثرت من الصلاة فأخذوه وشلوه على الخشبة هادي وربطوه وثقوا رباطة فقال خبيب اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا فنزل جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره باللي يصير لخبيب رضي الله عنه فكان خبيب الصحابي اللي نزل لأجله جبريل فدعا خبيب رضي الله عنه قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا فجأة إلا قريش كلهم ينزلون أمامه ينخفضون وينبطحون كلهم على الأرض يعتقدون أنهم إذا انبطحوا في الأرض ما تصيبهم الدعوة كان عندهم هذا الاعتقال ويعتقدون بأن دعوة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مستجابة أخذوا الرماح وبدوا يوزعون الرماح على حتى الأطفال والنساء من قوة حقدهم عليه وجلسوا ويطعنون في خبيب حتى فاضت روحه لله سبحانه وتعالى وجلس خبيب رضي الله عنه فترة معلق على الخشبة في هذه المنطقة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المقداد والزبير بن عوام رضي الله عنهما عشان ينزلون خبيب رضي الله عنه من على الخشبة ويدفنونه تكريما له فوصلوا له بس لقيوا أربعين من قريش جالسين يناظرون في خبيب من قوة بشاعتهم جالسين يناظرون في جسد ميت معلق على خشبة يتلذدون بهذا المنظر فدخلوا بخيولهم عليهم فاتشاردوا كلهم وسار بإمكانهم منهم ياخذون جسد خبيب الحين بس ما كانوا يدرون أن الأربعين هذولة راح يجيبون مدد من هناك يقول الزبير عن جسد خبيب رضي الله عنه يوم فكه لا زال غضا طريا فشلها الزبير بن العوام رضي الله عنه فالتفت ولقي خيول جاية من مكة مقبلة عليهم فهربوا هرب المقداد والزبير وهم هاربين ومع ركض خيولهم سقط جسد خبيب رضي الله عنه يقول الزبير رأيت جسد خبيب رضي الله عنه والأرض تبلع انشقت الأرض وبلعت جسد خبيب رضي الله عنه تكريما له ولجسده رضي الله عنه فلقب خبيب بن عدي رضي الله عنه ببليع الأرض ودفين الملائكة وقبل يقتلون خبيب رضي الله عنه قال في أبيات بسيطة لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم استجمعوا كل مجمعي وكلهم مبتل عدا وتجاهدون علي لأني في وثاقي بمطيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جدع طويل ممنعي إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد ياسم طمعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي وقد خيرون الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مزعي وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذار جحم نار ملفعي فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي بعد معركة أحد بعد حادثة الرجيع واللي حصل فيها من غدر للمسلمين وفي سنة أربعة هجري جاء سيد بني عامر للنبي صلى الله عليه وسلم وبني عامر هذه قبيلة من قبائل أهل النشط هذا الرجل كان اسمه عامر بن مالك ويقال له أبو البراء ويلقب بملاعب الأسنة يعني أسنة السيوف إذا ركب على الخيل إبهام رجله يوصل إلى الأرض من كبر حجمها وكان من أشجع القوم كان يضربها الأمثلة في الشجاع أبو البراء هذا جاء المدينة وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم هدية فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية وقال لا أقبل الهدية من مشرك فأسلم إن أردت أن أقبل الهدية فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فانعجب أبو البراء بالإسلام إن عجب جدا بالإسلام لكن ما أسلم فكان متردد ما أخذ الإسلام ولا تركه بس حب إن قومه يتعلمون الإسلام فحرض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إني أرى أمرك هذا حسنا شريفا وقومي خلفي فلو أنك بعثت نفرا من أصحابك معي لرجوت أن يجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك فإنهم اتبعوا أمرك فما أعز أمرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو البراء إني أخشى عليهم أهل نشد فقال أبو البراء يا محمد لا تخف أنا لهم جار فبعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك يعني هم في أماني هم في وجهي ما راح يصيل لهم شيء أبدا ودامني أنا في الصورة ما راح يمسهم حتى شوكة وهذا دليل أن أبو البراء ما كان له كلمة بس في قومه كان له كلمة في أهل نشد كله فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أربعين شابا من خيار الصحابة شباب باقي صغار من 18 إلى 24 سنة وممكن يصلون إلى 30 سنة لا زالوا صغار يعني في شبابه كانوا من خيار الصحابة إلى درجة أن هذول الشباب إذا جاء الليل راحوا في منطقة في أطراف المدينة يتدارسون القرآن ويصلون الليل يصلون الليل مع بعضه يعبدون الله سبحانه وتعالى وإذا أصبح الصبح أخذوا ماء وحطب إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يتعب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون الحطب والماء لحجر النبي لكل زوجاتهم من حبهم في النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم رسالة وأرسلهم لأهل نشد وخل المنذر ابن عمر قائد عليه فخرجوا مع دليل من بني سليم وبني سليم قبيلة من أهل نشد وكان اسمها المطلب يدلهم على الطريق فمشوا الصحابة مع هذا الدليل اللي وصلوا عند بير البير هذه كانت بين قبيلة بني عامر وبني سليم اللي منها المطلب هذا الدليل هذا كانت البير اسمها بير معونة فوقفوا عند هذا البير وعسكروا وريحوا في هذاك المكان وراح عمر بن أمية والحارث في سرح ظهوره يعني راحوا بعيد عن المعسكر وأرسلوا حرام بن ملحان بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته إلى بني عامر وكان قد وصل بني عامر أن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمان أبو البراء يعني إذا جاهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهم في أمان أبو البراء وكان سيدهم وقتها عامر بن الطفيل ولد أخه أبو البراء بس أول ما وصل حرام رضي الله عنه لعمر بن الطفيل وأول ما عرف عامر بن الطفيل إنه من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ما قرأ حتى الرسالة وقام مباشرة وقتل حرام رضي الله عنه أمام حضور الجميع فاستشهد من لحظتها حرام ما كان مستعد كان يعتقد أنه في أمان أبو البراء وقام عامر بن الطفيل وقال لقومه بني عامر قوموا معايا أحلفوا بالله ما أقبل هذا لوحده يكسد أن حرام هذا ما جال وحده إنه مع ناس بس بنو عامر قالوا لن نخلف عهدنا مع أبو البراء فصحابة محمد في أمان أبو البراء وهذا عهد علينا وما رح ننقض العهد أبدا سول لي في رأسك قام عامر يستصرخ القبائل المجاورة من بني سليم وذكوان وغيرها من القبائل كلها قبائل من أهل نجد على أنهم يقاتلون هذه المجموعة البسيطة من الصحابة فوافقوا أنهم يقاتلون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتجمعوا وانطلقوا للصحابة في الجهة الثانية الصحابة ما كانوا يدرون على كل اللي حصل كانوا ينتظرون حرام بكل براء متى يجي تأخر عليهم قالوا خلونا نروح ونشوف إش اللي حصل لحرام ما كانوا يدرون أن جيش كامل كان جايهم في الطريق ما هي إلا لحظات إلا السيوف حولهم حول الصحابة جيش كامل حول الصحابة نفس اللي حصل في حادثة الرجيع ما كان أمام الصحابة إلا أنهم يقاتلون لأنهم جايين هذولاك مو عشان يؤسرونهم جايين عشان يقاتلونهم فما كان أمامهم إلا الموت فأخرجوا سيوفهم وقاتلوا بس جيش كامل ضد أربعين من الصحابة فقتل الصحابة كلهم معاد المندر ابن عمر كان بينهم وباقي في نفس بسيط غريق في دماء فقال لولا إذا شئت أمنناك يعني ما رح نقتلك وتسلم نفسك لنا فقال المنذر وهو مغطى في دماء لن أعطي بيدي ولن أقبل لكم أمانا حتى آتي مقتل حرام يعني ما بسلم نفسي لكم إلين توروني جسد حرام هل قتل ولا لا يبغي يتأكد هل نقض العهد أو سوء تفاهم اللي حصل فأخذوه إلين جسد حرام رضي الله عنه وإذا به جسد ملقى على الأرض فأول ما شافه قابل فيهم وأخذ يقاتلهم يضرب فيهم ويقاتلهم حتى قتل استشهد المنذر رضي الله عنه ما سلم نفسك أسير أبدا بعد ما شاف جسد حرام رضي الله عنه عمرو بن أمية والحارث رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون إش اللي حصل تماما للحين ما يدرون إش اللي حصل في أصحابهم كانوا جاهلين تماما عن اللي حصل في المعسكر وهم في صرحهم لاحظوا بأن حول المعسكر طيور طيور تحوم حول المعسكر طيور كثيرة ما تحوم إلا على الجثث والدماء فنظر عمرو بن أمية وقال الحارث شوف قالوا قد حصل شيء والله إنه قد حصل شيء هذه ليست هنا حبثا قد قتل أصحابنا وما قتلهم إلا أهل نجد أولوه بأن من قتل أصحابهم هم أهل نجد نقضوا العهد يقول فارتقينا على نشز من الأرض يعني وكان مرتفع يقول فأول ما ارتقينا على هذا المرتفع شفنا شيء ما تمنينا إن نشوفه رأينا أصحابنا وهم قتلها وغريقين في دماؤهم كلهم موتى وخيول أهل نجد واقفة فنظر الحارث لعمر وقال له يا عمر ما ترى ماذا نفعل يا عمر فقال عمر أرى أن ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال الحارث والله ما كنت لي أتأخر عن موطن قتل فيه المندر فأخذ سيفه وقال أنا ما أنا متراجع دام المندر قتل هنا راح أقتل كما قتل المندر ولن أتراجح أبدا فأخذ سيفه الحارث وانطلق وهو يكبر فالتفتوا أهل نجد والحارث مقبل عليهم يكبر الله أكبر الله أكبر فقاتل الحارث رضي الله عنه حتى أسروه بعد ما قتل منهم اثنين فلحق عمر بن أمية فأسروه حتى هو قبل حتى ما يقاتل فأسرو عمر بن أمية والحارث رضي الله عنه فبعد ما أسروهم الاثنين قالوا لهم أهل نجد ما تحبون أن نصنع بكم فإنا لا نحب قتلكم حنا ما نبغى نقتلكم اشتبغونا نسوي فيكم فقال لهم الحارث أبلغوني مصرع المندر أبلغوني مصرع المندر وحرام أبغى أشوفه أبغى أتأكد أنهم ماتوا بس فأخذوه إلي جسد المندر وحرام يوم شاف جسد المندر وحرام رضي الله عنهما تأكد أنهم قتلوا فالتفت عليهم وبدأ يقاتلهم فقتل منهم اثنين وتوحش في القتال حتى شرعوا له بالرماح يعني أخذوا الرماح وبدأوا يطعنون من بعيد من قوة أنه توحش في القتال فطعنوا حتى قتل في سبيل الله ما قدروا يقتلونه من قرب فقتلوه من بعيد من قوة أنه توحش استشهد الحارث وأسر عمرو بن أمية فجاء عامر بن الطفيل لعمر بن أمية بعد ما قتلوا الحارث وكان أسير وقتها عندهم ما أعطوه وقت حتى أنه يقاتل قال له عامر هل تعرف أصحابك؟ قال عامر نعم أعرفه فأخذه وطاف باع على أجساد الصحابة يوم لفه على كل الأجساد قال عامر بن الطفيل هل تفقد منهم أحدا؟ هل في جسد مفقود بينهم؟ التفت عامر لأجساد الصحابة وقال نعم أفقد مولى لأبي بكر يقال له عامر بن فهيرة وعامر بن فهيرة هذا كان من السابقين إلى الإسلام وكان من المستضعفين اللي عذبوهم أهل مكة أول ما اعتنقوا الإسلام فاشتراها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأعتقاه وصار مولى له فصار يرعى غنم أبو بكر رضي الله عنه وكان لها دور كبير في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يسوق الغنم خلفهم عشان يمحي خطاهم فما حد يقدر يتبح أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال عامر بن الطفيل كيف كان فيكم عامر بن فهيرة هذا إش كان يسوي عامر بن فهيرة قال عامر كان من أفضلنا ومن أول أصحاب نبينا فقال عامر ألا أخبرك خبرة فالتفت عامر بن الطفيل ونادع رجل من قومه كان اسمه جبار بن سلمة فقال يا جبار تعال فقال عامر لعمر هذا جبار طعنه برمحه بين كتفيه حتى خرج سنان رمحه من صدره فذهب بالرجل علوا في السماء حتى والله ما أراه يعني بعد ما طعن جبار بن سلمة عامر بن فهيرة ارتفع جسد ابن فهيرة في السماء حتى والله إنا سرنا ما نراه في السماء سرنا نرى السماء من دونه الغريب أنه كان جبار ساكت كان لازال مصدوم من الشي اللي شافه وهذا الحدث جعل جبار يسلم فيحكي جبار عن اللي صار يقول أول ما طعنت عامر بن فهيرة سمعته يقول الله أكبر فزت والله فزت ورب الكعبة يقول جبار فقلت في نفسي فزت وما فاس ألست وقد قتلت الرجل يقول حتى سألت الضحاك ابن سفيان طبعا بعد ما أسلم الضحاك وكان الضحاك هذا من بني هامر فسألته بعد ذلك عن قوله فقال إنها الشهادة يا جبار قد فاز بالجنة فقلت فاز لعمر الله يقول فعرض علي الإسلام فأسلمت وكتب الضحاك رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب يخبل عن القصة اللي حصلت ويسأل عن اللي حصل إيش اللي حصل إيش اللي حصل لعامر بن فهيرة وكيف أنها ارتفع في السماء فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال فإن الملائكة وارت جثته وأنزل عليهم الله أكبر اللهم اجعلنا منهم المهم إن عامر بن الطفيل ترك عمر بن أميه فقال عامر بن الطفيل إنه قد كانت على أمي نسمة فأنت حر عنها فأعتق رقبته بنية أمه لأن أمه كان عليها أعتق رقبه ففكه وجز ناصيته من باب الإهانة فراجعوا قلبه وتقطع على الصحابة مناظر الدماء لحالها توجع في القلب فكيف لك لو كان أصحابك اللي جيت معهم وسافرت معهم وهو راجع للمدينة مر برجلين وكان عمر رضي الله عنه جالس في ظلة مستريح في هذه الظلة فجلسوا الرجلين هذولة مع عمر رضي الله عنه فسألهم عمر أنتم من وين فقالوا من أهل نجد من بني عامر وهو مكهور لأصحابه محروق من جوه وعرف هذولة من أهل نجد بس تمت تركهم إليه ناموا وقام عليهم وقتلهم الأثنين ثأرا لأصحابه وللنبي صلى الله عليه وسلم واللي صار لهم من غدر يبغى يقتص بس يبرد خاطرة من اللي حصل وصل للمدينة عمر وتوجه للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يخبره باللي حصل للأربعين اللي أرسلهم فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد جدا لأنه وصل خبر خبيب رضي الله عنه من السماء وخبر مقتل الأربعين في نفس اللحظة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمل أبي براء قد كنت لي هذا كاره وأخبر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن قتل الأثنين اللي كانوا راجعين من المدينة كانوا من بني عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما صنعت قتلت رجلين كان لهما مني أمانا وجوار لا أدينهما كانوا هذول الاثنين اللي قتلهم عمر في أمان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم عرف عامر بن الطفيل عن اللي حصل لهذول الاثنين اللي قتلهم عمر ابن أمية اللي كان لهم أمان من النبي صلى الله عليه وسلم فبكل بجاحة راح أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أصحابك يا محمد قتل رجلين من بني عامر من أصحابنا ولهما منك أمانا وجوار وكأن ما قتل أربعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم أمان من أبو البراء فقال حسان بن ثافت شاحر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات يحرض فيها أبو البراء على عامر بن الطفيل وعلى اللي سوه وعلى بجاحة هذه بني أم البنين ألم يراكم وأنتم من ذوائب أهل نجدي تهكم عامر بأبي براء ليغفره وما خطأ كعمدي ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي فما أحدثت في الحدثان بعدي أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حكم ابن سعدي فكان لازم المسلمين يدفعون دية هذول الأثنين مو خوفا من عامر بن طفيل لكن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النظير يطلب منهم المساعدة المادية في دية هذول الأثنين بس اليهود أول ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم جاهم بطلب المساعدة كان عندهم خطة شيطانية ومختلفة تماما شيطانية بحت في التجمع واتفقوا على شيء ما رح تصدقه أبدا بس ما رح أقول لكم إياها الحين رح نكمله بإذن الله في المقطع الجاي فكتب حسان بن ثابت رضي الله عنه هذه الأبيات عن مقتل الصحابة في بئر معونة على قتل معونة فاستهلي بدمع العين سحا غير نزري على خيل الرسول غدا تلاقوا من آياهم ولاقتهم بقدري أصابهم الفناء بعقد قوم تخوين عقد حبلهم بغدري فيا لهفي لمنذر اذتولى وأعنق في منيته بصبري في قبيلة في المدينة اسمها بن النظير كانوا عايشين في المدينة كانت هذه القبيلة مو على دين قريش وبقية المشركين اللات والعزة والأصنام بالعكس كانوا ضد هذه الأصنام كان دينهم دين سماوي ما رح أذكر اسمه وانتوا عارفين ان الأسباب يعني انتوا عارفين ما يحتاجون لكم لكنهم كانوا من أهل الكتاب يأكلون ويشربون مع بعض يشترون من بعض والأمور زي الفل طبعا كان بين المسلمين وبن النظير زي الحلف والعقد والهدنة ما يحاربون بعض ويتعايشون مع بعض على ان المسلمين يوفروا لهم الحماية وبعض الخدمات يعني كانوا المسلمين يخدمونهم في الحماية والأمر على بعض الشروط اللي اشترطوها المسلمين انهم يوفرونها هذولا بن النظير إنهم يساعدون المسلمين في أموال الديح أي ديح في الديات بشكل عام كانت الأمور كويسة بينهم حتى إن بعض هذول بني النظير كانوا يجيون للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي في بعض الأشياء اللي في الآخرة مثل متى يوم القيامة متى الساعة إيش راح يصير يوم القيامة وفي أحاديث صحيحة مذكورة أظن في صحيح البخاري كانوا يعرفون بداخلهم إن هذا محمد نبي الله سبحانه وتعالى ولكن بداخلهم غيره يعني وكان في بعضهم يأذي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بشكل عام بس بعد ما قتل عمرو بن أمية الأثنين اللي قابلهم هو راجع للمدينة كانوا هذول الأثنين في أمان النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم أمنهم من القتل فوجب على المسلمين أنهم يدفعون ديح لبني عامر لأنهم كانوا من بني عامر كانوا من أهل نجد فوجب على المسلمين دفع الديح مو خوفا من بني عامر بس الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا قبل أمر بهذا وبما أن الدية على المسلمين فوجب على بني النظير أنهم يساعدونه بناء على العهد اللي بينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم راح لبني النظير يطلبهم هذه المساعدة فراح النبي صلى الله عليه وسلم لبني النظير ومعه مجموعة من الصحابة وكانوا الصحابة من الأنصار والمهاجرين ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وعلي وعمر رضي الله عنهما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء واللي معروف في المدينة حاليا فصلى ركعتين مع الصحابة وبعدها راح لبني النظير يسألهم هذه المساعدة فقالوا بن النظير للنبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أب القاسم نعم نساعدكم نعينك على ما أحببت انتظر بس هنا ورح نجيب الأموال ونرجع لك فجلس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واستندوا على بيت واحد من بن النظير يعني صار جدار بيته وراهم متكئين عليه كانوا ينتظرون هذه الأموال بن النظير رجعوا بينهم واجتمعوا وقال واحد فيهم اسمه إنكم لن تجدون الرجل على مثل هذه الحال استوت كده جانا محمد وهو طالب طلب جاينا يطلب وجالس عند بيت من بيوتنا يعني استوت من منكم رجل يعلو هذا البيت ويلقي عليه صخرة ويريحنا منه يعني كانت خطتهم إنهم يغتالون النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل بينهم كان اسمه سلام قال يا قوم أطيعوني هذه المرة وخالفوني الدهر كله والله لأ إن فعلتم ليخبرن بأننا قد غدرنا به وإن هذا نقض للعحد فلا تفعلوا فقام واحد اسمه عمر مجحاش وقال دوروا لي صخرة بسرعة دوروا الصخرة الحين أنا اللي بطرع ويا سلام ترك تفكر كثير أفكارك يعني مهب عجبتني أعطوني الصخرة أنا بأعلو هذا البيت وبألقي عليه الصخرة وأوريحكم سحبوا على كلام سلام وسمعوا لكلام ابن جحاش أخذ الصخرة هذه وطلع فوق البيت من دون ما أحد يسمع وشل الصخرة خلاص الصخرة فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم بس يفوق كده وهو شايل الصخرة النبي صلى الله عليه وسلم فجأة استأذن من الصحابة وقال لهم أنا بروح أقضي حاجتي عمرو بن جحاش الحين فوق البيت وشايل الصخرة والنبي صلى الله عليه وسلم قام يقضي حاجته فجأة فنزل بن جحاش من على البيت نزل بسرعةه قبل ما يدري أحد بأنه كان عنده هذه الفكرة لأنهم لو عرفوا أصحاب محمد بيقضون عليه هذه ذا ما قضوا على بن النظير كلهم فقال واحد منهم ألقوها على واحد من الصحابة فقالوا لو قتنا واحد من أصحابه ما استفدنا شيء هم أصلا يستميتون من دوني يفدون أرواحهم فإيش بنستفيد حنا لو قتنا واحد كل اللي بنسويه بنخرب على أنفسنا الحلف اللي بيننا وما استفدنا شيء وظلوا أصحاب محمد يستميتون من دونه فيا نقتل محمد يا بلاش فقام رجل بينهم اسم كنانا قال أتدرون لما قام محمد قالوا لا والله ما ندري وما تدري أنت أصلا إش يعرفك قال بلى والتوراه لا أدري قد أخبر محمد بما هممتم به من الغدر فلا تخدعوا أنفسكم والله إنه لرسول الله وما قام من مجلسه إلا إنه أخبر بما هممتم به من الغدر وإنه لآخر الأنبياء وكنتم تطمعون أن يكون من بني حارو فجعله الله حيث شاء وإن كتبنا الذي درسنا التي لم تغير ولم تبدل إن مولده مكة وإن دار هجرته يثرب وصفته بعينها ما تخالف حرفا مما في كتبنا فقالوا صدقت فقال لهم فهل أنتم مسلمون فردوا عليه لا نفارق التوراه ولا نفارق عهد موسى فكانوا عارفين بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى ولكنهم رفضوا الإسلام طبعا الصحابة رضي الله عنهم لا زالوا جالسين في نفس المكان عند هذا البيت ما يعرفون عن أي شيء حصل وهم جالسين استبطوا النبي صلى الله عليه وسلم طول عليهم الرسول فخافوا عليه فقاموا يدوروا له يدورون يمين يسار ما ليقيوا النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يشلون أشياء في أيديهم خايفين أن يكون فيه غدر وأن النبي صلى الله عليه وسلم غدر به فخافوا وخوف شديد فشافوا واحد جاي من المدينة فعرطوا المسكو وقالوا له فقال لهم نعم رأيتوا على مشاري في المدينة طيحوا الصحابة اللي في أيديهم وعرفوا أن المسألة فيها شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهم زي كده ورجع المدينة بالسرعة دي إلا أن المسألة فيها أمر بس أول ما دخلوا المدينة لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فسألوا النبي عن اللي صار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاه جبري وأخبره بغدره وأنه في واحد شاي الحجر فوق راسه اسمه عمر بن جحاش كان يبغى يغتال النبي صلى الله عليه وسلم فالحين عرف النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء اللي كانوا يخططون عليه وعن خطة غدرهم ومن الشخص اللي كان يبغى يغدر فيه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلم واحد من الصحابة رضي الله عنه أرسله برسالة لبني النظير ومحمد بن مسلم هذا كان بينه وبين بني النظير قرابه موده وصحابه حتى كان يعرفه مصبوط فأرسله هو بالذات وأول ما جاهم بالرسالة قال لهم جيتكم برسالة من رسول الله فقالوا إيش اللي في الرسالة وإيش فيه هو قام كده بسرعة مستعجل إيش فيه عجول للدرجة دي قال لا ما بقول لكم الرسالة الحين قبل ما أقول لكم هذه الرسالة بذكركم بشي حصل قبل كده قال تذكرون جيتكم في يوم من الأيام كنت جيعان فخيرتموني أني أدخل دينكم فقلت لكم لا ما أبغى دينكم بس إذا عندكم طعام أكل منه أطعموني وهذا الأمر كان قبل الإسلام فقلتم لي ما يمنعك من ديننا إلا أنه هذا الدين كأنك تريد الحنيفية التي سمعت بها كأنك تبغى تصير حنيف ولا شيء فقلتم لي بأن في نبي بيطلع من جهة اليمن وأنتم في المدينة في عينه حمره وعلى عاتقه السيف وينطقوا بالحكمة تذكرون هذا الأمر فقالوا بني النظير اللهم نعم فقال لهم خلصت كان بس أذكركم بهذا الأمر أتأكد بس أما الرسول صلى الله عليه وسلم في قلكم أنكم قد نقدتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر به ويقول أخرجوا من بلدي وقد أجلتكم عشرا فمن رؤية بعد ذلك بربت عنقه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون يأخذون أموالهم وتبقى ديارهم لهم انصدموا كلهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف لأن كان مستحيل أحد يعرف كان الأمر بالدسع يعني فقالوا يا محمد بن مسلمة ما كنا نرى أن يأتي بهذا رجل من الأوس قال محمد بن مسلمة تغيرت القلوب وقفى محمد بن مسلمة ورجع للمدينة انصدموا بني النظير بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بكل شيء يوم وصلتهم هذه الرسالة قاموا بني النظير يشلون عفوشهم عشان يخرجون من المدينة فجاءها إلا يدخل لهم رسول من المنافقين اللي كان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلون وكان مع هذا الرسول سويد وداعس اثنين من المنافقين الكبارية زي ما يقولون مجموعة من المنافقين برسالة من عبد الله بن أبي رأسهم فقالوا يا بني النظير يقول لكم عبد الله بن أبي لا تخرجوا من دياركم وأخيموا في حصونكم عندكم حصون فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب يدخلون معكم في حصونكم فيموتون عن آخرهم قبل أن يوصل إليكم ما عليكم حنا بنقاتل إلى آخر نفس عنكم ويمدكم حلفاؤكم من غطفان يعني بينساعدكم حنا والمشركين وغيرنا بينساعدكم بينساعدكم بالأموال وبالجيوش ما عليكم بس أصملوا اجلسوا وكانت لبني النظير حصون كبيرة وداخل هذه الحصون الماء لا ينقطع مجاري موية ما تنقطع فقالوا بني النظير عندنا من الأكل ما يكفينا سنة كاملة نعبي بيوتنا بالأكل ونقفل علينا حصوننا وعندنا الماء ما ينقطع ومستحيل أصلا محمد يحاصرنا لمدة سنة كاملة بعد ما تناقشوا بينهم البين تشجعوا واللي شجعهم أكثر وحد المنافقين لهم بأنهم بيمدونهم بالأسلحة وبالأموال قالوا بس خلاص وزي ما قلنا محمد ما بيقعد يحاصرنا سنة كاملة فأرسل سيد بني النظير برسالة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها محنا طالعين وسول لي في راسك افعل ما بدى لك محنا طالعين من حصولنا وص هذا الشخص اللي أرسله بالرسالة إنه يمر على عبد الله بن أبي ابن سلول يذكره بعهدهم ويستعجله في الألفين اللي وعدهم الألفين مقاتل فراح هذا الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له محنا طالعين وسول لي في راسك افعل ما بدى لك وقف النبي صلى الله عليه وسلم وكبر فكبروا الصحابة كله فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم شخص يخبر أهل المدينة بأنهم يستعدون للحرب وتوجه هذا الرسول بركب ترتجف لعبد الله بن أبي بن سلول يذكره بالعهد وكان لعبد الله بن أبي ولد اسمه عبد الله بن عبد الله وكان من خير الصحابة كان شخص عابد من العبات يعني شخص فيه خير رضي الله عنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لقي ولده وهو مجهز بالأسلحة فعرف أنه قد وصل له الخبر وراح هذا الرسول عبدالله بن أبي وقال له ترى خلاص تم الموضوع وحنا جاهزين للحرب وأتمنك تعجل لنا بالألفين اللي وعدت هنا فقال عبدالله أبشر أبشر الحين الحين جايناك في الطريق والله ممكن حدتم سابقوكم للحصن أنت لو رجعت الحصن الحين من كنت تلقاه موجودين أنا بجيون لكم بس ارجع ارجع الحصن وإن شاء الله الحين بس ثواني إن شاء الله وكذاب بس يبغي يصرف هذا الرسول وتجمعوا المسلمين حول حصون بني النظير فكانوا بني النظير يرمون بالسهام والحجارة من خلف الحصون وكانوا في وقتها ينتظرون دعم عبدالله بن أبي وين الدعم وين الناس يا عبدالله بن أبي يعجل علينا فكانوا ينتظرون الدعم اللي ما جاهم في الأصل وكلها كانت وعود كاذبة والمسلمين جالسين لهم محاربينهم ومحاصرينهم وكان للنبي صلى الله عليه وسلم قبة قبة يتجمعون فيها الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يتشاورون في الخطط الجاية كانت هذه القبة بعيدة عن الحصار بعيدة عن الأمور هذه كاملة بس كان فيه واحد من بني النظير عينه على هذه القبة كان اسمه عزوك وكان شجاع جريء وقناص يرمي بيده اليسار شخص إذا رمى ما يخطئه وكان في العرب زمان نادر اللي يرمون بيدهم اليسار الأغلبية يرمون باليمين فكان من الناس النادرين جدا وكان مقاتل شرس وشجاع جدا فكان يقاتل المسلمين وعينه على القبة كان يبغى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في القبة وهم جالسين يتشاورون فجأة إلا سهم يدخل عليهم من القبة دخل السهم في داخل القبة مع أن القبة كانت بعيدة جدا خرجوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي بأن القبة تتوخر شوية ترجع شوية وتبعد عن الحصار عشان يقدرون يركزون ويتشاورون مزفوط فجلسوا بني النظير يحاربون ولا زالوا ينتظرون دعم عبدالله بن أبي اللي خلاص في الأخير يأسوا منه وعرفوا بأنه كذب وأنهم تورطوا في المسألة اللي هم فيها جاء الليل ولا زال المسلمين محاصرين حصونا ويوم أظرم الليل فقدوا المسلمين علي بن أبي طالب فجأة رضي الله عنه ما لقيه يدورون هنا ما يلقون علي داخلوا القبة ما لقيه علي جلسوا يدورون يبحثون في كل مكان إليين وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي فقال لهم النبي دعوه دعوه فإنه في بعض شأنكم ما هي إلا لحظات اللي علي رضي الله عنه يدخل على المسلمين وبيده رأس رجل والرجل هذا هو عزوك اللي رمى قبة النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام عزبك هذا قد طلع في مجموعة من أقوى وأشجع بني النظيم يبغون يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم بس شافهم علي فتوجه لهم بنفسه راح علي رضي الله عنه لوحده أمام هذه المجموعة فدخل فيهم مثل الأسد فضرب عنق عزوك فطاح رأسها في الأرض فهربوا البقية شردوا يبغون يرجعون الحصن فركض وراهم علي بس ما أمده فأخذ رأس عزوك ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ياخذ مدد من النبي ويلحق هذه المجموعة قبل ما تدخل حصونها فقام أبو دجانه وقال أنا لها يا رسول الله وانطلق أبو دجانه وعلي فجابوا روسهم كلهم قبل ما يدخلون الحصن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترمى رؤوسهم في البيئار مرت الأيام والحصار لا زهن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع نخيلهم وتحرق عشان يخافون زيادة ويخوفهم بهذا الأمر وخيل بأنه النخيل غير المثمر في يوم شافوا بني النظير هذا الأمر بدت النساء تقطع منابسها وتلطم وبث الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب فأرسل سيد بني النظير للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة فك عنا الحصار ونحن نعطيك الذي سألته ونخرج من بلادك يعني بنشيل أموالنا وأنفسنا ونخرج من المدينة كاملة بس خلوا لنا ديارنا ونخيلنا لا تحرقونا فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أقبله اليوم يعني خذوا فقط ما حملت الإبل من أموالكم فقط والبقية للمسلمين ولو أسلموا فقط أمنوا لهم ديارهم وأموالهم بس فقط أسلموا بس سبحان الله الكبر الكبر تغلغل في القلوب وكان في بني النظير رجلين يامير بن عمير ولد عم ابن جحاش اللي كان يبغي يرمي الصخرة على النبي صلى الله عليه وسلم والرجل ثاني اسمها أبو سعيد بن وحب كانوا يتناقشوا مع بحب كانوا يقولون والله إنك لتعلم إنه رسول الله فما ننتظر أن نسلم فنؤمن على دماءنا وأموالنا فنزلوا في الليل في نص الحصار فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا إن نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرسل بس نؤمن فيك وبموسى وعزير بس الثلاثة أحاثة أولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل آمنوا بالله ورسوله محمد والقرآن وبموسى والتوراة وبكل كتاب قبلها فقالوا نفعلوا ذلك فأسلموا الاثنين وأمنوا على ديارهم وأموالهم وحلالهم بس بإسلامهم بس هذلك ما يبقوا هذلك الكبر تغلغل فيهم فقاموا بني النظير يشيلون أموالهم على الإبل عشان يخرجون فكان الواحد ما يخرج حتى يهدم بيته إليه عتبة داره يعني يمسحه في الأرض وياخذ حتى الخشب اللي حق عتبة الباب ياخذ معاه عشان المسلمين ما يستفيدون فكان المسلمين حتى يساعدونهم في الهدف يعني كان الواحد يهدم بيته من هنا والمسلم يساعده يهدم بيته معه عشان يحسسونهم أنهم غنيين عن بيوته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليامين اللي هو التعم ابن جحاش اللي كان يبغي يرمي الصخرة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني فقام ابن يامين وأعطى رجل شيء من المال خير بأنها عشرة دنانير فجاب رأس ابن جحاش قتله فأخرج أكثر بني النظير لخيبر وبعضهم راح لقريش في مكة وحزين المنافقين لخروج بني النظير حزن شديد جدا مع أنهم كان بإمكانهم يساعدونهم لكن ما قدروا المنافقين فعليا أشبه الشياطين يقولون للإنسان كفر بعدين يتبرؤون منه أما اللي راحوا لقريش هذولة المجموعة فقعدوا يحرضون القريش على أنهم يتحزبون أحزاب كثيرة ويتوجهون للمدينة يحتلونها بالكامل واللي بسبب هذا الأمر وبسبب هذا التحريد صارت معركة الأحزاب أو معركة الخندق لها أسماء كثير فأنزل الله سبحانه وتعالى في بني النظير هذه الآيات يقول فيها الله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وإيد المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعدبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين كان في المدينة المنورة ثلاث قبائل من أهل الكتاب بنو قينقاح وبنو النظير وبنو قريض اثنين من هذه القبائل خرجوا من المدينة أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم واللي هم بنو قينقاح وبنو النظير وما بقي في المدينة إلا بنو قريض أجل النبي صلى الله عليه وسلم قبيلتين بنو قينقاح بعد معركة بدر بعد ما تحد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال يعني ما يعرفون يقاتلون إنك لو قاتلتنا لا عرفت إننا نحن الناس وإنك لم تلقى مثلنا بعدها أخذتهم العزة بالإثم وتحرشوا في إمرأة حاولوا يكشفون جسدها فجيش النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش وهربوا بنو قينقاع إلى الشام خوفا على حياته أما بني نظير فحاولوا يغتالون النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وبعدها أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا إلى خيبر وما بقي في المدينة إلا بنو قريطة طبعا بعد ما خرجوا إلى خيبر بنو النظير وفي سنة خمسة هجري يعني تقريبا بعدها بأشهر بسيطة كان وقتها الأرض جافة ما فيها نبات جات على الأرض موجة جفاف فما كان الناس يلقون الأكل والمزارعين حصدوا الزرع فأكلوا منه باعوا وتصدقوا فكان في حالة جوع في هذه السنة منتجرة في كل القبال خرج من خيبر سادة بنو النظير وتوجهوا إلى مكة يبغون يقنعون قريش على أنهم يعادون للنبي صلى الله عليه وسلم ويتوجهون بجيش كبير يقتلون في محمد وكان فيهم حيي ابن أخطى واللي كان هو السبب الرئيسي في إجلاء بنو النظير هو اللي صدق عبد الله بن أبي سلول في وعوده الكاذبة وكان سبب في إجلاءهم إلى خيبر طبعا توجهوا هذا النفر من بنو النظير إلى قريش وأول ما وصلوا وسمع فيهم أبو سفيان قام يرحب فيهم بس أنهم قالوا لي يا أبو سفيان مو وقت الترحيب يا أبو سفيان اسمعنا نحن معك حتى نستأصل محمدا قال أبو سفيان إيش؟ اشتبعون بالضبط؟ قالوا يا أبو سفيان حنا معك عشان نقتل محمد قال أبو سفيان هذا اللي جابكم؟ قالوا إيه نعم أخرجنا محمد من يثرب وأتينا نحالفكم عليه نحالفكم على عداوته وقتله قال أبو سفيان إيش العيد اللي أنا فيها الحين؟ مرحبا ألف مرحبا تريليون أحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد فقالوا الله يسلمك أبو سفيان بس اسمع عندنا فكرة ولازم تسمعنا فيه أخرج خمسين رجل من بطون قريش يعني من سادته وأنت فيه ندخل نحن وأنتم بين أستار الكعبة حتى نلسق أكبادنا بها ثم نحلف بالله جميعا ألا يخذل بعضنا بعضا وأن نكون كلمة واحدة نقاتل محمدا إلى آخر نفس ما حد يتراجع منا يا نقتله يا نوت قال أبو سفيان يا شيخ الله ليحرمني يا شيخ من وين جايت؟ تبغى نطلع فوق الكعبة وكتبوا عقد بينهم ودخلوا بين أستار الكعبة يحلفون بالله ما حد يترك الثاني يا رأس محمد ياهم خلاص تم العقد بينهم وجوا بني النظير يخرجون من مكة يروحون للقبائل الثانية يحرضون بس أبو سفيان نادى عليهم يا بني النظير ألستم أهل العلم والكتاب الأول؟ قالوا بني النظير نحن أهل العلم والكتاب الأول ماذا بك يا أبو سفيان؟ فقال أبو سفيان أسألكم بالله ديننا خير أم دين محمد؟ التفتوا بني النظير لبعض يعرفون بأن دين محمد خير مما يعبدون وقالوا أنتم تعظمون البيت؟ ها؟ أنتم تعظمون البيت؟ وأنتم تقومون على السقاية سقاية الحجاج؟ وأنتم خدام هذا البيت؟ أنتم؟ أنتم أفضل قطعا أنتم أفضل بس أبو سفيان شاف فيهم ترد فقالوا بني النظير تبعون دليل تبعون دليل قاطع وين أصنامكم هذه أصنامكم فسجدوا بني النظير كلهم لأصنام قريش فاقتنحوا قريش بعد ما سجدوا بني النظير إلى أصنام وما كانت من عادات بني النظير ولا قبائل أهل الكتاب إنهم يسجدون للأصنام فخرجوا سادة بني النظير دولة ولفوا بقية القبع فبدوا يقنعون بقية القبع وجلسوا على هذا الحال إلي جمعوا جيش ومن العشرة آلاف محاربة دولة أربعة آلاف من قريش فعشان كذا كان أبو سفيان قائد على هذا الجيش الحين الخطة اكتملت بس حيي بن الأخطب كان عنده فكرة ثانية فكرة جديدة بس احتفظ بها لنفسه فكان في عقلها إن بنوا قريضة في المدينة وهم على نفس ملتهم صح إن بينهم وبين محمد عهد بس برضو له أقنعناهم يهجمون من الداخل كذا بيتدمر محمد مستحيل مية في المية إنه ينجو بس احتفظ بهذا الفكرة لناس وصل الخبر للمسلمين بأن جيش من عشر آلاف رجل جايين يغزون المدينة أمر كان جدا مرحب فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يشاولهم في الأمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير بكثرة في أوقات الحروب ما يحتكر الأمر لنفسه فكان بعض الصحابة يقول نخرج خارج المدينة ونقاتلهم خارج المدينة وكان البعض والأغلبية يقولون لا نجلس في المدينة ونقاتلهم من داخل المدينة فجالسوا يتنازعون ويتناقشون حتى اجتمعوا على أنهم يبقون في المدينة بس كان بينهم رجل ما كان عربي كان مسلم بس ما كان عربي كان فارسي الأصل كان اسمه سلمان الفارس قال يا رسول الله أنا عندي شر أنا عندي رأي يا رسول الله مختلف عنكم كنا رأيي يا رسول الله إن في بلادي فارس إذا تحزبت الجيوش علينا وتخوفنا الخيل خندقنا علينا حفرنا الخنادر فيصير صعب على المشاه والفرسان أنهم يتجاوزون هذا الخندق فهل لك يا رسول الله أن نبقى في المدينة ونخندق عليها اندهشوا المسلمين من الفكر كانت الفكرة جدا رهي طريقة ما كان يعرفونها العرب طريقة جديدة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنهم يطلعون المساحي والفؤوس والمعاون عشان يبدون في الحفر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف رجل بأنهم يحفرون الخندق يعني كان جيش المسلمين ثلاثة آلاف رجل فقط بدل المسلمين يحفرون الخندق ما كانوا الصحابة وحدهم هم اللي يشتغلون نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وحفر معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر مع الصحابة الخندق يشتغل معهم وينشدون مع بعض كانوا ينشدون الأناشي وكانت معنوياتهم جدا مرتفعة وجدا عالية ولا كأنهم بيواجهون عشر آلاف رجل وهم ثلاثة آلاف فقط في قلوبهم طمأنينة وإيمان وأن الله سبحانه وتعالى سينصره مع أن يا جماعة الخير الأمر كان جدا صحب كانوا الصحابة رضي الله عنهم من احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما حد يطرع من الحفظ الان يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ إذنها ما حد يقدر يروح والنبي صلى الله عليه وسلم يشتغل فكان إذا اشتدت به الحاجة مرة إلى درجة قوية يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنها ويأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الشيء عكس المنافقين المنافقين كانوا يتسللون ويشردون من دون إذن وإذا انقفط قال عندي الفقرة الخامس عشر في انزلاق يعني أنا أتعف يعني جاب عذر جدا تعف فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قرآن ووعيد شديد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الحفر شي صعب جدا وإذا قد حفرت قبل كده بتعرف أن الحفر شي مو بسهل تجلس تحفر أربع ساعات تعتقد بأنك حفرت شي كبير وتلقى أن الحفرة جدا بسيطة من غير الصخور اللي تواجهها واللي برضو واجهت الصحابة رضي الله عنه واجههم صخرة كبيرة جدا ما قدروا يكسرونها فتجمعوا عليها أقوياء الصحابة يضربونها بالفؤوس والمساحة وما قدروا فيها أبدا فراحوا يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا لأن هذه الصخرة جدا قوية ما قدرنا فيها يا رسول الله جلسنا نضرب المساحة والفؤوس وما أفادت تفكر النبي صلى الله عليه وسلم طلب فأس ولا مسحة ولا قلهم حاولوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء جابوا لها الصحابة رضي الله عنهم الماء فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الماء وتفل في الماء وبعدها رفع يديه للسماء ودع الله سبحانه وتعالى وجلس يدعي 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 والصحابة رضي الله عنهم يطالعون في النبي فدع النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدها أخذ الماء هذا كبكب على الصخرة فقط وقال يقولون الصحابة اللي حضروا هذا الموقف هو الذي بعثه بالحق نبيا لنهالت حتى عادت كالكثيب لا ترد فأسا ولا مسحة سارت زي التراب الباقي من صخرة شديدة إلى تراب مفتت الموقف هذا خل الصحابة يعود فيهم الحماس والقوة لأنها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أمام عيونها فقاموا الصحابة يحفرون وكان سلمان الفارسي من اللي أبدعوا في الحفقة وكان كل مجموعة من الصحابة على منطقة وكان سلمان الفارسي على منطقة لوحدها كان يحفر المنطقة هذه لوحدها من مهارتها في الحفقة ومع الشغل المتواصل جاءوا صحابة جاهم الجوع وفي السنة هذه ما فيه أكل المدينة فاضية من الأكل يعني ما فيه إلا أكل بسيط فكان بعض الصحابة يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم عشان يربط على بطنه الحجر مو يروح يأكل يبغى يربط فقط على بطنه الحجر من الجوع عشان يخفف ألم الجوع كان جابر بن عبدالله رضي الله عنه يحفر معه وكان يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبها الجوع وكان عن جابر شاه صغيرة صغيرة الحجر مي كبيرة شاه صغيرة ما فيها ذاك اللح وشيء من الشعير يقول شفت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة وقلبي ما طاوع عني إني أشوفها زي كده ولا أقدر أتصرف يقول فأمرت زوجتي أن تطبخ لنا الشاه هذه وتسوي لنا هذا الشعير خبس وقلت لها إني شفت النبي صلى الله عليه وسلم مسه الجوع في يوم تجهز الأكل وصار جاهز راح جابر بن عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قد صنعت لك يا رسول الله طعا تعال يا رسول الله واخذ معك واحد ممن تحب فشبك النبي صلى الله عليه وسلم يده بيد جاب ونادى في الصحابة أجيبوا جابر يدعوك فقام المنادي ينادي ثلاثة آلاف رجل يجون يأكلون في بيت جابر رضي الله عنه الشاهة الصغيرة هذه قطعة الخبس البسيطة يقول جابر فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله إنها الفضيح خلاص انفضحت جلست أنت بحظ فقل يا فضيحتي النبي ناداهم كلهم والأكل ما يكفي واحد فركض جابر رضي الله عنه لزوجته يقول لها إن ثلاثة آلاف رجل من الصحابة جايين يأكلون الأكل فقالت زوجته أنت دعوتهم ما قلت لي بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيجي يأكل قال جابر مو أنا اللي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقالت زوجته دام النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم جلس جابر رضي الله عنه على أصحابه وصل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مع عشرة من أصحابه وقال لجابر يا جابر اغرفوا وغطوا البرمة وأخرجوا من التنور الخبس ثم غطوها يعني لاحد يشوفوا غطوا القدور بعد ما تغرفون منها فسمى النبي صلى الله عليه وسلم وأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الصحابة فكان كل شوية يدخل أشرة يأكلوا من الأكل يلين يشبعون ويخرجون ويغرفون من جديد وجلسوا على هذا الحال حتى أكل قرابة ثلاثة آلاف رجل من الصحابة أكلوا وشبعوا والقدور مليانة ما نقص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وزوجته كلوا وأهدوا يعني كل اللي تقدرون عليه وأهدوا البقية ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردد على لسانه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر في ردون الصحابة عليه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا ترى هذه المواقف عجيبة جدا والأجواء مليئة بالإيمان والإخلاص والتوحيد يعني يكفيك هذا الموقف ثلاثة آلاف رجل على شاهر وقطعة خبز يعني هذه الوجبة يلا يلا تكفي شخص كيف لك بثلاثة آلاف رجل جلسوا الصحابة رضي الله عنهم يحفرون إلي جاء الليل وصلوا الصلوات وباتوا في ذيك الليل صحي الصحابة اليوم الثانية على شغل وجوع وصل بهم الجوع إلى مراحل قوية جدا ما في أكل يأكلونها بس كان لازم يسرعون في الحفر لأن الوقت كان مو معلوم له في أي وقت المشركين بيظهرون عليهم فلازم أنهم يسرعون كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجسمها الكبير يضرب في صخرة بالمسحة في حجر صلد قوي ما قدر فيه عمر بن الخطاب يضرب فيه يضرب فيه بأشد قوته بس ما قدر فيه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول من عمر رضي الله عنه بعد ما شاف عزة في كسر هذا الحجر فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده بهذا المعون فضرب الحجر فطلع من الحجر مثل البر مثل الشرار وانكسر ثلث الحجر فانتبع سلمان الفارسي لهذا الشرار لهذا البريق وجلس يناظر باستغرا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بالضربة الثانية فطلع شرار وانكسر ثلث الصخرة وسلمان الفارسي مندهش من اللي جلس يشوفه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة فطلع شرار من الصخرة مثل البر وتكسرت الصخرة السلمان الفارسي مندهش من اللي شافه فقال يا رسول الله كل ما ضربت ضربها طلع مثل البرق ما هذا يا رسول الله كل ضربة أضاءت ما تحته قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد رأيت ذلك قال نعم يا رسول الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت في الأولى قصور الشام في أول ضربة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصور الشام ثم رأيت في الثانية قصور اليمن ثم رأيت في الثالثة قصور كسرة فوصف النبي صلى الله عليه وسلم قصر كسرة لسلمان الفارسي وهو يعرف قصر كسرة هو فارس قال سلمان رضي الله عنه صدقت والذي بعثك بالحق وأشهد أنك رسول الله يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح في قصور كسرة قال سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم إيش يعني هذا يا رسول الله إيش يدل عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه فتوح يفتحها الله عليكم بعد يا سلمان وهذا فعليا اللي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتحت اليمن والشام وكسر استمر الصحابة رضي الله عنهم والنبي بالحق وجلسوا يحفرون يحفرون ويجتهدون في الحفر إلين انتهوا من الحفر بفضل الله سبحانه وتعالى فصار المسلمين الحين محوطين بجبل من الخل وجبلين من الجم وخندق من الأمه بس كان في منفذ اللي هو من عند بني قريضة يعني بني قريضة كان يعتبر منفذ من الخل بس كانوا الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم متطمنين بأن بينهم وبين بني قريضة عهد وعقد أهم شيء إنهم الحين انتهوا كانوا مهلوكين من الجوع والتحر فمرت بنوتة صغيرة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيدها شيء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعالي يا بني ما هذا الذي معك فقالت يا رسول الله تمرات بعثتني بها أمي لأبي وخالي عشان يتغدون عليها فمد النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال لها هاته أعطيني التمر فحطت البنوتة الصغيرة هذه التمرات في يد النبي صلى الله عليه وسلم كان التمرات قليلة جدا ما مل التمر يد النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ففرش النبي صلى الله عليه وسلم ثوب على الأرض وحتى التمرات القليلة هذه في الثوب الكبير هذا وقال لواحد أصرخ في أهل الخندق أنهلموا إلى الغداء غداء على التمرات البسيطة دي هذه يلا يلا تكفي نص بطن فاجتمع أهل الخندق كله قرابة ثلاثة آلاف رجل على التمرات البسيطة هذه اللي أرسلت لشخصهم يقولون الصحابة اللي حاضروا هذا الموقف جعلنا نأكل من التمر وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب بارك الله سبحانه وتعالى التمرات البسيطة القليلة هذه إلى درجة أن يخرج التمر ويتساقط عن الثوب فأكل أهل الخندق كلهم إلين شبعوا من التمرات البسيطة وكسر هذا الهدوء والسلام في المؤمنين خبر جاء لهم بأن قريش قربت وإن الأحزاب تحزبت وصارت قريبة منهم فتجمعوا الصحابة بالسهام والحجارة والرماع حول الخندق فصار المهاجرين في طرف والأنصار في طرف وحوطوا بالخندق من أولة إلى آخر بس المشركين ما كانوا عارفين إش اللي منتظرهم ما كانوا يدرون إش اللي قدامهم ما كانوا يعرفون إنه قدامهم خندق عميك والصحابة منتظرين إلا والجيش جاي من آخر الدنيا جيش كبير جدا عشر آلاف محارف حلفوا بالله ما ينزحبون إليين يجيبوا الرأس محمد بس انصدموا بخندق عميك جدا أمامه فطاح بعضهم تحت واللي وقف وسقط وتكسر حصلت الحوادث يوم وقفوا عند الخندق إن الخندق كان عميك جدا وقفت قريش وطالعت في هذا المنظر شي جديد على العرب ما عمرهم شافوه أول مرة يشوفونها العرب إيش هذا الخندق فرجع وسادة قريش يتناقشون مع بعض إيش الموضوع ما نعرف طريقة القتال هذي ما عمرنا عرفناها أصلا قام أبو سفيان في سادة القبار جلس يناقشهم في موضوع هذه المعركة وقرروا يخيمون إلى نين وبدوا يتناقشون في ذيك الليلة في خطة هلقي خطة فقام حيي ابن أخطة قال أنا عندي خطة خطتي مع بني قريضة أنا أعرف المدينة كويس هي منفذ من الخلف من عند بني قريضة بس إن بينهم وبين محمد عهد وعقد بأنهم يوقفون معه بس يا أبو سفيان أنا أعتقد أن هذه الفكرة كويسة أنا بروح لبني قريضة وأحرضهم على إنهم ينقضون العهد وفعليا راح حيي إلى بني قريضة بس أول ما سمع سيد بني قريضة إن حيي جاي في الطهيك قفل الحصون قفلها كلها جلس حيي ينادي على كعب من خلف الحصون ينادي يا كعب اللي هو كان سيدهم كعب ابن أسد يا كعب رد علي يا كعب أنا حيي ويحك يا كعب افتحني قال كعب إليك عنا إليك عنا يا حيي إنك رجل مشؤوم وماني بناقض العهد اللي بيني وبين محمد فما رأينا من محمد إلا الوفاء والصدق وما رأينا منك إلا الخيانة فقد خنت قومك وكنت سبب في إجلاؤهم فغرب قال حيي يا كعب يا الله يا كعب افتح لي طيب خليني أكلم فرد علي كعب ما أنا بتاع الأغرب فقال حيي والله ما تبغى تفتح لي إلا أنك ما تبغى نيأكل من أكلك وأشرب من شربكم وأنتم تعلمون بأنها سنة قحط والله إنك لبخين فاشتب الغضب في كعب إلا البخل هذه ما هي من صفاتنا افتح الحصون خلونا نشوف إش عندنا فقال حيي لكعب ويحك يا كعب أتيتك بعز الدنيا جيش كبير عشر آلاف محارب لقد تحالفنا مع القبائل ودخلنا بين أستار الكعبة يا كعب إن ما حد يخوني الثاني أبدا وإنا لصادقون يا الكعب والله لو تتروش بالزمزل وخر عني لست بفاعل ما بخون محمد وخر عني قال حيي يا كعب اسمعني أنت أنت من تفاعل خليني أشرح له وجلس يحاول فيه ويقول له إن الخطة مضمونة وإنا لك علي إن إذا حصل لكم شي وإن سحبنا إني لا أدخل معك الحصن ولا أموت معك جلس يقنع فيه فإلين اقتنع كعبه كارث وافق ورجح حويي إلى قريش يقول لهم بأن بني قريضة وافق وافقوا على نقض العهد بدأوا الصحابة يلاحظون ملامح الغدر على بني قريضة بدأوا يدخلون الحصن وهم يقفلون فراح بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون للنبي عن هذه التصرفات وإن في احتمالية غدر فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسول لبني قريضة يكلمهم في الأمر يقول لهم مش عندكم مش فيكم قاعد تسوون هذه الحالة فراح هذا الرسول لبني قريضة قال لهم يا بني قريضة كيفكم مع عهدنا عهد محمد فطلع كعب قال من هم محمد ما نعرف محمد عهدنا مع الأوس ليس مع محمد فلا نعرف محمد خلاصنا بان الغدر واضحة كلام صريح بالغدر بأنهم غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فرجح هذا الرسول للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي بيغدر بني قريبة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ما يطلعون هذا الخبر لأحد ويبقى الخبر سر بينهم ناموا في الليل وكان الجوع يقطع بطون الصحابة والتعب والإرهاق والخوف فكانوا الصحابة تعبانين لدرجة قوية بس أول ما صبحوا صباح اليوم الثاني صحيوا على فاجهة فخرجوا الصحابة من خيامهم على أمر عظيم ما كان أحد متوقع خلونا نرجع وراء شوية لبعد معركة بدل شارك في معركة بدل رجل اسمه عمر بن عبد ويد هذا الرجل أصيب إصابات قوية في معركة بدل وبسبب هذه الإصابات خلت آثار وعلامات واضحة في جسمه صار يعرف بها جراح كثير في جسمه فإذا شافوا هذه الجراح والعلامات يعرفون بأنها عمر بن عبد ويد وبسبب هذه الجروح والإصابات ما شارك في معركة أحد لأنها جروح كانت عميقة وقوية الحين نرجع لمعركة الخندق فبعد غدر بني قريضة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذة رضي الله عنه واللي كان سيد الأوس فرح لهم سعد بن معاذ وقال لهم يا بني قريضة كيفكم مع عهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من هو محمد ولا نعرف محمد ولا نبغى يكون بيننا وبين محمد عهد ولا عقد عهدنا معكم أنتم يا الأوس أما محمد هذا دخيل عليك سعد بن معاذ يمسمع كلامهم هذا جاء في خاطره زعله فقاموا بني قريضة يستثيرون سعد أكثر وأكثر فبدوا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم سبوا الرسول فقام سعد بن معاذ يسب فيه وبدوا يتبادلون الشتح فرجع سعد للنبي صلى الله عليه وسلم وكان زعلان فقال يا رسول الله غدروا يا رسول الله غدروا كغدري عضل والقار اللي غدروا بخبيب رضي الله عنه في حادثة الرجيع اللي قد سوينا مقطع عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أبشروا يا معشر المسلم بس بات المسلمين في ذيك الليلة وصحيوا على خبر فاجح خرجوا المسلمين وأمامهم شيء ما صدقوا فكانوا مجموعة كبيرة من المشركين أمامهم تجاوزوا الخندق لقيوا في هذا الخندق منبط فتجاوزوه بعض المشركين وكان القائد على هذول المشركين ورجل كان ملثم بس كان في وجه جراح يعني ملثم في وجه جراح فقام علي رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم خلهم لي يا رسول الله أنا لها يا رسول الله خلهم لي فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم إمامته وسيفه ذو الفقه فخرج علي رضي الله عنه مع مجموعة من الصحابة يتواجهون مع هذه المجموعة اللي تجاوزت الخندق فقال قائد المشركين للمسلمين من فيكم يبارزين علي رضي الله عنه عرف هذا عمر هذه جراحة هذا عمر ابن عبد وين فخرج علي رضي الله عنه قال يا عمر إنك قد عاهدت الله ألا يدعوك أحد من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذت منها يعني عاهدت الله يا عمر إنه إذا خيرك رجل من قريش بين خيارين إنك تختار واحد من الخيارات هم قال عمر لعلي صدقت يا علي فماذا عندك قال علي فإني أدعوك إلى الإسلام فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام فرد علي عمر لا حاجة لي بذلك أعطني غيرها فقال لعلي أجل أقاتلك فقال عمر لما يا ابن أخي والله ما أحب أن أقتلك فرد علي علي وقال لكني والله أحب أن أقتلك فاشتد الغضب في عمر فنزل من على خيله وارفع يده على الخيل واضرب خيله قتل خيله يعني ماني براجح يا أرجع بخيلك أنت يا علي يا أنا ميت يعني يا أقتلك يا تقتني فبدت المبارزة بين علي وعمر هذا يضرب وهذا يضرب يتصارعون شوية ويتبارزون شوية إلين طاح عمر على الأرض وعلي فوق يطالح فما حب علي رضي الله عنه أنه يقتله على أرض كذا فانتظر إلين يقوم بس عمر كان عنده خنجر فطلع خنجره يبغي يطعن علي بس علي انتبه له فقام عليه وضرب في السيف فإذا به جثة هامد قتله علي رضي الله عنه فجاهم رعب من الموقف هذا وانسحهم بما أنه عمر قتل فراجعوا من حيث أتهم مكثف المسلمين الحراسة على هذا المنفذ صار المنفذ هذا الحراسة عليه مكثفة لأن ما يمديهم يكملون الحفرة الحين خلاص فجال السعد بن معاذ في هذه المنطقة يحرصها وكان سعد بن معاذ قائد على هذه المنطقة والمنفذة طبعا كانوا المسلمين مخيمين جهة الخندق طبيعي لأن الجيش جهة الخندق فكانوا بعيد عن المدينة والمدينة مليانة نساء وأطفال وما في رجال مع النساء والأطفال هذولا كل الرجال المحاربين عند الخندق يحرصون المدينة فكانت عائشة رضي الله عنها في حصن من حصون المدينة من أشد حصون المدينة حراسة كان الحصن اسمه حصن بني حارثة فكانت هي وأم سعد بن معاذ اللي هو سيد الأوس كانت أمه عائشة رضي الله عنها جالسين مع بها في هذا الحصن فمر سعد بن معاد وكان لابس دروع على جسده بس الدروع هذه كانت قصيرة على سعد بن معاد فكانت يديه وذراعه طالع ما كان دراع عليه حماية وعليه دروع فكانت دراعه مكشوفة بسبب أن الدرع كان صغير عليه فتقول عائشة رضي الله عنها لأم سعد بن معاد يا أم سعد والله لو وددت أن درع ولديك أصبغوا مما هو عليك يعني أطول شوي عشان يغطي الدراع كاملة وما يكون الدراع مكشوف يعني خوفة من عائشة رضي الله عنها على سعد بن معاد فأم سعد قال توكننا على الله يعني وما أعطت الموضوع أهمية كبيرة ومرت الأيام ومع القتال والجوع والصحابة انهلكوا من البرد والجوع والقتال تعب شديد جدا فشاف النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الصحابة انهلكوا من الجوع والتعب وكيف أنهم اجتهدوا في القتال فرحمهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بكتاب أمر بكتاب يرسلها لغطفان فيه أن المسلمين يعطون غطفان ثلث ثمار المدينة على أنهم يرجعون غطفان عشان يهون النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين الجهد هذا كله فما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب حتى يستشير سعد بن معاد وسعد بن عوحد وكانوا من سادة المدينة لأن الثمار ثمار المدينة فاستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن معاد يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل شيئا أصنعه لك والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحد وكال أبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم إلى أمر ما فقال لسعد بن معاد يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثار لا نعبد الله ولا نعرف وهم لا يطمعون أن يأكلون منها ثمارة واحد إلا بيعا أو ضيافة أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا يا رسول الله والله ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبيننا فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على شهور سعد بن وحد وما أرسل الكتاب المهم إن كانوا النساء في هذه الحصون وما كان معهم أي ترجمة فبنوا قريضة هنا بدوا يفكرون بفكرة شيطانية والمدينة مليانة نساء المسلمين وأولادهم أطفال قالوا خلونا نرسل واحد منا يشوف هلف المدينة من الرجال المحاربين إذا بس فقط نساء يصير نحتل على المدينة نتقدم شويتين يعني نرسل واحد يتفقد لنا المكان قبل ما نهجب وفعليا أرسلوا واحد من بني قريضة فكانت صفية بنت عبد المطالب رضي الله عنها في حصن من حصون المدينة تحكي صفية عن موقف كان مرعب بالنسبة له تقولوا حنا كنا في الحصن إذا برجل من بني قريضة يطوف حول الحصن وكأنه يشوف هل فيه رجال أو لا وكان يطوف في المدينة تقول صفية فعرفت بأنهم غدروا وهذا والله جاي يتفقد إذا فيه رجال محاربين أو لا ويقول بأنه ما فيه في المدينة رجال فكان لازم أن أحد ينزل الحين يقتله عشان ما يرجع ويخافون بني قريضة يعرفون أنه قتل وما كان في الحصن كامل إلا حسان بن ثابت رضي الله عنه وحسان بن ثابت ذاك الوقت كان كبير في السن ومريض تعبان فتقول صفية ما كان فيه إلا حسان وحسان مريض ما يقدر يقول تقول فاحتجست يعني ربطت خصر ثم أخذت عمودا بيتي ثم نزلت من الحصن إلى هذا الرجل اللي من بني قريضة فإذا به يتربص هذا يدور يشوف يراكب تقول صفية فتحاملت عليه بالعمود فضربته فإذا به يجد فقتلته صفية رضي الله عنها فخافت بني قريضة يمشاف الأمر زي كذا وتراجع يوم ما رجع لهم هذا الرجل عرفوا بأن فيه رجال وما كان فيه أحد هي فقط صفية رضي الله عنها قتلت يوم وصل الصحابة مرحلة شديدة من البرد والجوع والحصار وهم في أشد حالات التعب وكان الصحابة على الخندق فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشوفهم يراكبهم يرمون المشركين بالسهام ويحمون الخندق بشكل العام وكان سعد بن معاد من اللي يحاربون وكانوا على الخندق وكان من المشركين الرجل من بني عامر اسمه قيس بن العريقة كان قيس هذا عينه على سعد بن معاد يعرف أنه سيد الأوس فرمى السهم على سعد بن معاد فدخل السهم هذا في يد سعد بن معاد في المنطقة اللي كانت عائشة رضي الله عنها خايفة على سعد من هذا المنطقة فدخل السهم في يد سعد بن معاد فقطع أوتار لي وبدأ الدم ينزف بشكل كبير لأنه وريد في يوم شاف قيس إن أصاب سعد بن معاد قال خذها مني وأنا ابن العريق رد علي سعد وهو يتألم عرق الله وجهك في النار اللهم إن أبقيت من حرب قريش شيئا فابقني لها يا الله فإنهم لا قوم أحب لي أن أقاتلهم من قوم آدوا رسولك يا الله وكذبوه وأخرجوه من دياره الجرح كان ينزف بشده بسرعة وإذا كان الدم يخرج بالسرعة هذه يصير في هبوط في الضغط في دوخ الشخص بسرعة فطاح سعد بن معاد ونقلوه يسعفون فجابوه للنبي صلى الله عليه وسلم فكواه النبي صلى الله عليه وسلم بحديدة كو الجرح عشان يوقف النزيف بس إن النزيف ما وقف يكوي النبي صلى الله عليه وسلم فينتفخ الجرح فينفجر ويرجع الدم ينزف ما فات كو النبي صلى الله عليه وسلم برتين بس الجرح ما وقف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسعفون في خيمة الوحدة فقال سعد بن معاد هم ينقلونا كانوا ينقلونا للخيمة اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فجعله الجرح هذا لشهادة في سبيله أنه زي في زيت والدم يخرج بشدة من سعد بن معاد رضي الله عنه وأوشك سعد بن معاد على الموت بس كان في خاطر سعد بن معاد شي واحد ما نسي سعد بن معاد سب بني قريضة للنبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه مليان عليه سعد بن معاد مو خايف من الموت ولا الشهادة في سبيل الله بس كان عنده طلب واحد من الله سبحانه وتعالى فرفع يديه إلى السماء وقال يا الله اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريضة فجأة إلا النزيف يوقف أمام عيون الحضور كله الجرح التأم ووقف النزيف مع أنه كان ينزف بشدة التأم الجرح في لحظات بسيطة فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة سعد بن معاد كان في واحد من غطفان أسلم كان اسمها نوعي فجاء لخيمة النبي صلى الله عليه وسلم فوقفوه الصحابة وقالوا لا لا تدخل الخيمة في سلاحه فقال لهم أين رسول الله يمسمعوا قال رسول الله قالوا أمسلم أنت فقال لهم نعم أتيت لأبايع النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أسلمت وما في أحد من غطفان ولا من قريش ولا أحد من المشركين يعلم بأني أسلمت وإلى هذه اللحظة أقدر أدخل بين المشركين وأخرج فعندي شور يا رسول الله أنا رجل لي كلمة في قوم ومعروف بأني صادق فش رأيك يا رسول الله أحدث بين بني قريضة والأحزاب فتنة ما رافض النبي صلى الله عليه وسلم الفكرة وقال له إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خد انطلق هذا الرجل لبني قريضة وكانوا يعرفون بني قريضة كانوا يعرفون بصدقه وقال لهم يا بني قريضة قد عرفتم ودي إياكم يعني تعرفون المؤدى اللي بينك وخاصة ما بيني وبينك ما عمرنا شفنا منك غدا فقال لهم إن قريشا وغطفا ليسوا كأنتم المدينة هذه بلدكم وهذه دياركم قريشا الحين وغطفان إذا هزموا بيرجعون لديارهم وبيوتهم أما أنتم في المدينة فلو انسحبوا يا قريضة رجع عليكم محمد فأجلاكم أو قتلك والله ما أتيتكم إلا ناصحا فقالوا يا نوعين وش نسوي قال عندي لكم رأي أرسلوا لقريش بأنكم لستم بمقاتلين معهم حتى ترهنون من أشرافهم وكبارهم يعني من كبار قريش وغطفان من سادتهم ترهنونهم عندكم في صيرون هذولا رهائن عندكم مجرد ما ينسحبون قريش وغطفان ما يقدرون يرجعون لازم يحاربون معكم مهما كان فتصيرون أنتوا الحين عندكم مكسر قالوا الله يا نوعين نعم الرأي صدقت نرسل الآن بعض الرسل إلى قريش ونطلب منهم رهائن الآن فخرج نوعين من بني قريضة وانطلق بسرعة انطلق للأحزاب وأول ما وصل له سوى نفسه تعبان ومفجوع في نفس الوقت وكأنه عنده أخبار سيئة فاجتمعوا كبار القوم عليه فقال نوعين اسمعوني عندي لكم خبر فقالوا اسلام يا نوعين مش عندك حسا خير فقال نوعين قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا قالوا ايه يخلص ايش معك انت قال جيتكم بخبر عظيم بس اسمعوا الخبر هذا لا يطلع لأحد أبدا وانطلع لا تقولون انها مني فقالوا يا نوعين مخلص علينا يا نوعين والله ما يطلع حرف أبدا بس ايش اللي حصل قال بني قريضة بني قريضة ندموا على اللي سووا من نقض العهد مع محمد فأرسلوا له بأنهم ندمانين على اللي حصل فقالوا له هل يرضيك يا محمد أن نأخذ من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم وكبار فنعطيكهم يا محمد فتضرب أعناق ثم نكونوا معك نعم يا محمد نكونوا معك على من بقي منهم فنستأصلهم يعني نهزمهم ونقتل وترى يا قريش ويا غطفان في الطريق الحين جايينكم بعض الرسل من بني قريضة بيطلبون منكم راحا لا تعطونهم أبدا أبدا قالوا عجيب والله احتمالية كبيرة يعني السيناريو إلى الحين زابط فعليا واضح أنك صادقين وعيب وأول ما وصل هذول الرسل من بني قريضة قالوا يا قريش ويا غطفان نحن بني قريضة الحين في هذه اللحظة نقدر نقتل محمد الحين بس احسب لنا لو أنه مو يوم السبت هذا وحرام علينا أن نقتل فيه كان قتلنا محمد لكننا نخاف أن نقدم على قتله فتشردون يا قريش ويا غطفان وتخلونا لوحدنا في صفينا محمد كلها في الزبدة يا قريش ويا غطفان ما راح نحارب معكم إلي تعطونا رهائن من أشرابكم ومن كبار رجال قالوا إيه والله إيه تبعون رجال نحن يعني إيه تبعون رهائن أي في اجتمعوا القريش وغطفان مع نفسهم وقالوا والله لهذه مننا صدقنا صدقنا نعيم والله ما كدب نعيم في كلامه فرجعوا لهذول الرسل وقالوا لهم ارجعوا لقومكم وقلوا لهم بالذات بلطوا البحر تعرفون البحر بلطوا البحر ما فيه رهائن أبدا انتهى الكلام وهذه الرسالة واللي بيننا وبين بني قريضة قالوا الرسل أجل محنا معكم ولسنا محاربين معكم وتكاسلت قريش وغطفان بعد ما سمعوا بأنها بني قريضة تخاذلوا وتراجعوا المهم أن نشتد الجوع والبرد ومرت الأيام والصحابة على هذا الحال فكانوا الصحابة على الأرض طايحين من الجوع والبرد والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في آخر واقف النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل مع الجوع والبرد والصحابة يعني مثال واضح بأنهم مطرحين على الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم واقف وعليه لحاف من صوف فكان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه من الصحابة اللي طايحين على الأرض من الجوع والبرد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيحكي حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت لنا ويقول من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع أدخله الله الجنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوعده إنه إذا رح الحين إنه رح يرجح ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بس من تعب الصحابة رضي الله عنهم كانوا مطرحين على الأرض وما قدروا يقومون فيقول حذيفة ما قام أحد مننا أبدا من حلكة الجو والتحب ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم حويا من الليل يعني جزء من الليل فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع التفت للصحابة وقال له ما الرجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ويدعي لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة يعني مو أي شيء المهم إنما في أحد من الصحابة كان تماما يقول حذيفة بن اليمان فناداني النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لي مفر خلاص داما نادى اسمي لازم أقوم لازم أطيح النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعله ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا يقول حذيفة خرجت وأنا أرتجف من البرد وهل كان من الجو برد شديد وأرتجف أنا أنتفض جسمي كامل ينتفض يقول فذهبت إليه وصلت عند الأحزاب فدخلت في القوم فرأى جنود الله سبحانه وتعالى يقول والريح وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناءا كل ما يشبون نار تطفى وكل ما يحطون أكل ينكب فأرسل الله سبحانه وتعالى ملائكة من السماء تخوفهم وترعبهم كانت خيامهم تتفكك وتتقل ونارهم تطفى وأكلهم يتكبكب على الأرض المهم إنه يقول حديفة وقفت وقفت فيهم وبينهم وهم في قلق خاصة أبو سفيان قلقان قلق فضيح وخايف مو قادر يناه وكأن في شي خوف قام أبو سفيان ينادي القول يا معشر القريش لينظروا الرجل من جليسه من اللي جنبه تأكدوا من اللي جنبكم هذا من شدة خوفه وقلقه يقول حديفة أنا بينه ولوسأني اللي جنبي بنفضح يقول فصرخت على اللي جنبي وأتهدده أمسك أقول له من أنت؟ من أنت؟ جاوبني بسرعة من أنت؟ قبل ما يسألني أنا لأنه لو سألني أنا أنا رحت فيها في يوم سويت زي كده قال أنا فلان ابن فلان فقني بس فما أحد سأل حديفة ابن اليمان كان ذكي يوم أنه بادر هو بالسؤال ما أحد سأل قال أبو سفيان يا معشر القريش إنكم والله ما أصبحتم بادرا مقاما لقد هالك الكراع وخالفتنا بني قريضة وبلغنا عنهم الذي نكره وبلغنا من هذا الريح ما ترى والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحي له فإني مرتح خلاص أنا أستسلم هنا اللي يبغي يلحقني يلحقني فركب أبو سفيان على بعيره يقول حديفة ابن اليمان كان قريب مرة منه والله كان بإمكاني فقط أرمي عليه بسام ولا أذبح لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرني بأني لا أحدث شيء يقول حديفة رضي الله عنه رجعت وأنا أرجف من التعب والبرد فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم واقف وكان على النبي صلى الله عليه وسلم زيل لحف في يوم حس النبي صلى الله عليه وسلم أن حديفة ابن اليمان دخل أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في لحافة ولحفة بطرف اللحاف وحديفة ابن اليمان يرتجف من البرد فكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة حتى سلم هنا تقول هنيئا لحديفة صدق خلص النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر حديفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شي شعر كيف أن قريش انسحبت وغطفان يوم سمعت بأن قريش انسحبت قاموا انسحبوا حده فحمد الله كثير وانتصر المسلمين بجند الله عز وجل ورجع المسلمين منتصرين إلى المدينة وكان وقتها عضوه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حجار وجاء بيحط سلاحها فدخل عليه جبريل عليه السلام فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وكان جبريل متعجرا بعمامة من استبراء وراكب على بغل وعلى البغل قطيفة من ديباج فقال جبريل او قد وضعت السلاح يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال جبريل عليه السلام فما وضعت الملائكة السلاح بعد ان الله عز وجل يأمرك يا محمد في المسيرة إلى بني قريضة فاني عامد إليهم فمزلزل بهم قبل ما نبدأ قصة اليوم خلونا نرجع وراء قبل ما يدخل الإسلام المدينة المنورة ايام كان اسمها يثرب وراح نمشي خطوة خطوة عشان نعرف من هم بني قريضة بني قريضة هي قبيلة كانت من قبائل أهل الكتاب الموجودة في يثرب اللي هي المدينة وكان في هذه القبيلة رجل اسمه ابن حواس وكان هذا الرجل عنده علم كثير جدا يعني يعتبر من علماء بني قريضة وكان ابن حواس دائما يوصي بني قريضة على إنهم يؤمنون بنبي نبي سيبعثها الله في العرب وكان يقول لهم دائما تركت الخمر والخمير والتأمير وجئت إلى السقاء والتمق والشعر إذا ما فهمت كلامه هذا ترني حتى أنا ما فهمت كلامه وبني قريضة نفسي ونفسك ما كانوا يعرفون إشي اللي قاعد يقول فردوا عليه وما ذلك قال يخرج من هذه القرية نبي فإن خرج وأنا حي اتبعته ونصرته وإن خرج بعدي فإياكم أن تخدعوا عنه فاتبعوه وكونوا أنصاره وأولياء فانقسموا بنو قريضة إلى قسمين قسم كذبوه وهم الأغلبية والقسم الثاني صدقوا فيه بنو قريضة كانوا من نسل هارون عليه السلام يعني ما كانوا من العرب وكانت هذه القبيلة بالذات مشهورة بالغدر فقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين والمدينة كان فيها قبيلتين كبيرتين الأوس والخزر ولما تعرف عن هذه القبيلتين أن كان بينهم عداوة كبيرة كانت عداوتهم جدا شديدة فحصلت بينهم ملحمة تسمى بمعركة بعاد واللي قتل فيها الكثير من الأوس والخزر والسبب الرئيسي في هذه المعركة هو غدر بني قريضة كانت هي اللي حرضت وهي اللي غدرت وكسرت العقد فمو بشي جديد عليه طبعا هذه المعركة كانت من أشرس المعارك في التاريخ وفي هذه المعركة كانوا بنوا قريضة في صف الأوس يعني كانوا في طرف الأوس ومع الأوس بس بعد هجرت النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة تغيرت الأحوال بين الأوس والخزر وانقلبت هذه العداوة الشديدة اللي بينهم إلى مو بس سلام إلى أخوة شديدة يعني جمعهم الإسلام على قلب رجل واحد الحين نرجع لغزوة الخندق بعد غزوة الخندق رجعوا المسلمين للمدينة وكان وقتها الضغط وكان وقتها سعد بن معاذ باقي مصاب بإصابتها اللي في يدها صح إنها التأمت لكنها باقي أثار بتعب عليها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يعالجون في المدينة بقرب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقدر يزورها وكان يتعالج عند وحدها اسمها روفيت وقال بسعد بن معاذ لازل مليان على بني قريطة لأن سمعهم بإذنه وهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وكان قلب سعد بن معاذ مليان لكنها تعبان من جرحة اللي في يدها المهم إنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته ووضع سلاحه واختسل وتطيب وتبخر بس فجأة دخل عليه جبريل عليه السلام وقال له أوا قد وضعت السلاح يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال جبريل عليه السلام فما وضعت الملائكة السلاح بعد وما رجعت الآن إلا من طلب القوم إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريضة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأعطاه الراية اللي هي نفسها كانت راية غزوة الخندق ما فكوها باقي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلا لذنه ينادي في القوم ويقول لهم أن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلينا العصر إلا ببني قريضة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف ولبس الدروع وركب على خيله وتجهز مع 36 فارس من فرسان الصحابة وكان منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فمشوا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم والغريب إنهم مروا على نفر من بني النجار عند منطقة تسمى الصورين كانوا متلبسين بالأسلحة وصفين من الجنود كانوا جاهزين للحرم مع أنهم ما كانوا يدرون إن في معركة بتصير كانوا صفين مثل العسكر وجاهزين بشكل أجيب شوي فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وسأله قال لهم هل مر بكم أحد قالوا نعم يا رسول الله مر من عندنا رجل يسمى دحيها الكلبي كان راكب على بغني مر من عندنا وأمرنا أن نلبس الأسلحة وقال تجهزوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيمر عليكم الحين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك جبريل بعث إلى بني قريضة يزلزل بهم حصونهم ويقضي في الرعب في قلوب فراحوا هذول النفر من بني النجار مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم في الطريق قدم النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من صغار الصحابة يسبقونهم لحصون بني قريضة وكان منهم علي رضي الله عنه في يوم وصلوا صغار الصحابة لحصون بني قريضة غرزوا راياتهم هنا غرزوا الرايات ووقفوا كلهم بسماعوا سب وشتم من بني قريضة للنبي صلى الله عليه وسلم قدف وشتم وسب كانوا حتى يقضفون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فزعل الصحابة زعل شديد فكانوا يردون عليهم السيف بيننا وبينكم يقول أبو قتادة كنت في من كان يستمر وحنا على هذا الحال إلا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يطلعون علينا جايين من بعيد في يوم شاف علي بن أبي طالب رضي الله وعنه النبي صلى الله عليه وسلم جاي من هناك وهذا ولا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو قتادة نظر لي علي وقال إلزم الراية وانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم وأول ما وصل لعلي بن أبي طالب قال لا يا رسول الله لا عليك أن لا تدنوا من هؤلاء الأخابة يعني يا رسول الله لا تقرب منهم هذولة ذولة خبات فقال النبي لما أظنك سمعت منهم لي أذى يعني كنك يا علي سمعت كلام فيه أذى لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا فتجمعوا الصحابة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وحوطوا حوله زي الدرع صاره وكان هذا كله من الصحابة نفسه خايفين على النبي صلى الله عليه وسلم أحد يحدف عليه حجر أو شيء في يوم قرب النبي صلى الله عليه وسلم لحصونه قال يا إخوان القردة والخنازير وعبدة الطاغوت أتشتمونني؟ فقاموا يحلفون ويقسمون إنهم ما سبوا سبة واحدة فقط ولا شتموا ولا سبوا ولا قذفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة وقالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولة تعرفنا يا محمد إننا ما إحنا حقين الكلام هذا حقين السب والقد شوفوا الرد المؤدب وكيف تأدبوا يمسمعوا الصوت النبي صلى الله عليه وسلم فقط فقام واحد من الأوس اسمه أسيد بن الحذير قد سوينا عنه مقطع قبل كذا كان سيد من سادة الأوس قال يا بني قريضة لا نبرح حصونكم حتى تموتوا جوعا إنما أنتم بمنزلة ثعلب في جحر وزي ما قلنا قبل بني قريضة كانوا حلفاء للأوس فكلمة أسيد هذه يعني بثت في قلوبهم الرحب قالوا بني قريضة يا ابن الحذير نحن مواليكم من دون الخزرج عنا وقفنا معاكم ضد الخزرج في يوم إلى الأيام كيف تسوموا فينا كذا كنا حلفاءكم ووقفين معكم يحاول يحزنه ويستعطفه ردوا سيد رضي الله عنه لا عهد بيني وبينكم وهذه كانت بمثابة صفعة في خط فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماهن هم يتقدموه وكانوا تقريبا خمسين رام فبدوا يرمون بالسهام حتى إن السهام كانت مثل الجرات يرمون فيه يتخبون بني قريضة يتخبون كلهم خايفين من هذه السهام تقع فيه بس بين بني قريضة شخص غامض بهيئة أنثى كان مع محاربين بني قريضة وعيونه على الصحابة يقول كعب بن عمر رميت ذاك اليوم كل ما في جعبتي من سهام وما وقفنا الرمي حتى دخل الليل علينا فرجعوا إلى المعسكر وما كان معهم أكل إلا التمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم يأكلوا من هذا التمر طبعا الجيش مو كامل باقي جزء من الجيش ما وصل لبني قريضة ما وصل للحصون يعني حل الليل وباقي ما وصل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلينا العصر إلا في بني قريضة يعني هذا أمر وهذولا باقي ما وصلوا إليه الحين وهذه المجموعة في الطريق اختصموا فبعضهم يقول لازم نصلي العصر يا أخواني العصر بتروح عرينا والجزء الثاني يقول لا نصلي العصر إلا في بني قريضة زي ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إنهم وصلوا وصلوا كلهم اللي صلى واللي ما صلى أول ما وصلوا لقيوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون صلاة العشاء فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الصحابة صلاة العشاء وبعدها صلوا صلاة العصر واجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب اللي أخروا صلاة العصر واللي صلوها في وقتها ما عاتب أي أحد منه بس العجيب هنا دقتهم في اتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم من دون أي تذمر عد الوقت إلين دخلوا في الثلوث الأخير من اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إنهم يقوموا وقدموا الرماه وحوطوا حول الحصون وما استعملوا فقط السهام استعملوا حتى الحجار فجالسوا ويرمونهم ويتبادلون الرمي وكان من الصحابة اللي يرمونه صحابي اسمه خلاد ابن سويد كان من هذول الرماه فقرب خلاد ابن سويد من الحصون بدأ يقرب أكثر وأكثر إلين صار ما بينه وبين الحصون إلا شيء بسيط يعني صار قريب جدا جدا بس فجأة إلا بشيء يرمى على خلاد ابن سويد من فوق الحصون أول ما طاح على راس خلاد ابن سويد حشم جمجمع فطاح خلاد ابن سويد جثة هامدة فكان هذا الشيء اللي يرمي على خلاد ابن سويد حجر الرحة اللي يطحنون بهلحة فحشمه وطاح شهيد في سبيل الله فستمروا في الرمي إلين نزل لهم رجل من بني قريط يقول لهم اصبروا وهدوا وقفوا الرمي نبغى نكلم محمد خلاص فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على إنهم يتناقشوا فدخل هذا الرجل اللي من بني قريطة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد نسوي مثل بني نضيع نطلع من هنا ولا عد تشوفونه أبدا بس ناخد اللي نقدر نشيله على الابن فقط بس النبي صلى الله عليه وسلم رفض هنا انصدم هذا الرجل اللي من بني قريطة فقال أجل نطلع ولا ناخد شيء معنا نطلع من دون شيء خذوا خذوا كل شيء بس خلونا أحيا فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال تنزلون على حكمي يعني تنزلون على حكمي أنا أنا اللي أختار مو أنتو أنا اللي أحكم عليكم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غدره وقد إيش هما سووا في الأوسل خزرج قبل كده والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم إيش الحكم احتفظ بالحكم كسرس قال لهم أنا اللي أحكم عليكم فراح هذا الرجل لقومه وقال لهم عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقام سيد بني قريضة كان اسمه كعب بن أسد فقال كعب يا معشر بني قريضة والله إنكم لتعلمون أن محمد النبي الله وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب حيث لم يكن نبينا من بني عقوب فهو حيث جعله الله ولقد كنت كارها لنقض العهد والعقد بيننا ولكن البلاء والشؤم من هذا حيي بن أخطب كان حيي بن أخطب هو سبب نقض العهد والعقد بينهم بين المسلمين وبني القرية وقد وعده إنه يدخل معاه الحصول وفعليا فعليا كان جنبه كان موجود فيقول ولكن البلاء والشؤم هذا اللي جالس يعني حيي بن أخطب كان شؤم علينا وعلى قومه مع إن قومه كانوا أشوى منه والله لا يستبقى محمدا رجلا واحدا إلا من اتبعه يعني اللي يدخلون للإسلام فقط هم اللي سيؤمنون بس وقال لهم يا بني قريضة تذكرون ابن حواس نيوة ابن حواس هداك اللي كان عندها العلم عالم من علماء بني قريضة كان يوصينا بهذا النبي اللي بيضى خلونا نؤمن بهذا النبي وننزلنا عليه نؤمن على أموالنا وحلالنا وديارنا بدخولنا في الإسلام قالوا بني قريضة يا كعب لا والله ما نفارق ديننا وإنا على عهد التوراة تهى قال كعب أجل نقتل أولادنا وأطفالنا ونساءنا كلهم وننزل نقاطي خلاص يصير ما في شي نخسرها إذا متنا متنا وإذا انتصرنا انتصرنا فقام حيي ابن أخطب وقال يا كعب طيب إذا انتصرنا كيف نعيش لا أولاد ولا أموال ولا نساء وكيف نقتل الضعوف هذولة قال كعب والله ما فيكم واحد سديد كل ما عطيتكم رأي يرديتوه هذا آخر شو اليوم يوم السبت والمسلمين يفكرون ما بنحارف يوم السبت إيش رايكم ننزل عليهم إيوا ننزل عليهم يوم السبت دامهم مستأمنين ما بيسولنا شي دامهم مستأمنين ونبدأ نحارف فيهم ونقتل فيهم قالوا يا كعب تبغى الله يمسخنا قردة وخنازير مثل أصحاب السبت لا 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 يا كعب لا نفسد علينا سبتنا سو اللي تبغى لكن ما نفسد علينا سبتنا فقاموا ثلاثة من بني القرية وتسللوا من الحصون ونحن مسلموا بدخلوا في الإسلام فأمن النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم ونساؤهم وديارهم بعد دخولهم في الإسلام وهنا بني قريضة بدأوا يتكسرون ويتعطب يمشافوا بني قريضة الوضع خارج عن سيطرتهم قالوا ما فيه إلا حلوة هي الورقة الرابحة الأخيرة نطلب من محمد رجل من الأوس ونأمر أطفالنا أنهم يروحون عنده ويبكون عنده عشان نكسبهم بالعاطفة لعل الأوس يجون في صفنا وننقلب على محمد ففعليا طلبوا هذا الرجل ورح لهم رجل يسمى بأبو لبابا فأول ما دخل أبو لبابا جوه الأطفال وهم يبكون بشدة يشاهقون من البكارة وفعليا نجحت الخطة وبدأ يتعاطف معهم فيهم شافوا الخطة زبطت قالوا هل ترانا ننزل على حكم محمد يا أبو لبابا فقال لهم أبو لبابا نحف وأشر بيده بهذه الحركة يقول أبو لبابا أول ما سويت هذه الحركة تجمت في مكان وعرفت أن اللي سويتها مصيبة كبيرة عرفت في لحظتها أني خنت الله ورسوله بهذه الحركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفظ بحكمة كسرعش المصيبة اللي وقع فيها أبو لبابا يقول فما قدرت أني أرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا قدرت أني حتى أبقى في بني قريب خرجت مسرح إلين وصلت للمسجد وأربط نفسي في عمود من أعمدة المسجد وحلفت بالله إني ما أفك نفسي من هذا العمود حتى يتوب الله عليه وإن رجلي لا تطع بعد الآن بني قريب لا تطع مكان خنت فيه الله سبحانه وتعالى ورسوله وجلس مربوط هناك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وبهيج الصحابة ينتظرون أبو لبابا يرجع فأنزل الله سبحانه وتعالى في أبو لبابا هذه الآيات قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلموا وصل للنبي صلى الله عليه وسلم خبر أبو لبابا وكيف أنه رب وربط نفسه في عمود في المسجد وحلف بالله إنما يفوك نفسه إلينا الله سبحانه وتعالى يتوب عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو جاءني لستغفرت لها فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكاني حتى يتوب الله عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رح يفوك من مكانه حتى يتوب الله سبحانه وتعالى المهم إن بني قريضة يمشاف أبو لبابا هرب زي كده وخطتهم فشلت نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا الأوسو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بني قريضة حالفونا في يوم من الأيام وساعدونا ضد الخزرج وكان لهم مواقف معنا يوم قالوا كده قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون يا محشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك لسعد بن معاد سعد بن معاد اللي في المدينة اللي مجروح اللي دع الله سبحانه وتعالى أن يشفي صدره من بني قريضة قالوا خلاص تمام فراحوا الأوس إلى سعد بن معاد وهو مضروح في بيت رفيدة وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يحكمك في قريضة يشلوا على حمار وجابوه إليم بني قريضة وهم في الطريق كانوا يقولون يا سعد أحسن في مواليك أحسن في حلفاءنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولا كذلك لتحسن فيه فرد عليهم سعد وهو تعبان تعبان من مروا لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لو متلا في يوم سمعوا الأوس كلامة كذا قالوا أجل في حكم عليهم حكم شديد المهم إنهم مشوا للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم وصلوا للنبي قال النبي قوموا لسيدكم فقاموا وقالوا لسعد يا سعد الحكم في موالي فالحكم عندك أنت فقالهم سعد عليكم بذلك عهد الله ومثاق أن الحكم فيهم لما حكمت يعني حكمي فعليا بتطبقونه قالوا نعم يمشي على الجميع وأشروا على الجميع إلا النبي صلى الله عليه وسلم احتراما له قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني الحكم لك يا سعد فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبت ذرية والنساء وتقسم أمواله فكبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقال النبي لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقاح يعني من فوق سبعة سماوات فحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندق وكانوا بنوا قريضة مكبلين مكتفين مربوطين كانوا مربوطين بهذا الشكل ويساقون لهذه الحفرة يساقون مجموعات فتضرب أعناقهم عند هذه الحفرة تقول عائشة رضي الله عنها كانت معي إمرأة إمرأة من بني قريضة كانت تضحك وتسولف وأمورها عادية جدا تضحك بطنا وظهرا وتسولف لك أن رجال بني قريضة يقتلون في هذه اللهم وهي على هذه الحالة إلا والصحابة ينادون اسمها كان اسمها بنانة تقول فأجابت فسألتها لما إش سويتي عشان ينادون اسمك فقالت نادوني للقتل لحدث أحدثت تذكرون خلاد بن سويت بنانة هذه هي اللي رمت صخرة الرحى على خلاد بن سويت يعني هي اللي قتلتها فكانت هي الإمرأة الوحيدة اللي قتلت في ذاك الحد المهم أن ساعد بن معاد خلاص قرت عينها من بني قريضة والحين جالسين يأخذونا عشان يرجعونا لخيمة كعيبة بنت سعد وكان جرح في ذاك الوقت لازال ملتعه من دعوته لله سبحانه وتعالى وفي خيمتها رفع يديه لله وقال اللهم رب السماوات السبح والأراضي السبح فإنه لم يكن في الناس قوم أحب لي أن أقاتل من قومي كذبوا رسولك وأخرجوه من قريش وإني أظن يا الله أن قد وضعت الحرب بيننا وبينه وإن كان بقي بيننا وبينهم فابقني أقاتلهم فيك وإن كنت قد وضعت الحرب فافجر هذه الكلمة واجعل الموت فيه فقد أقررت عيني يا الله من بني قريضة لعداوتهم لك ولنبيك ولأوليائك فانفجر هذا الجرح انفجر جرح سعد بن معاد وبدأ ينزف الدم من جديد رجع ينزف الدم من جديد بقوة يقول ابن عباس رضي الله عنه يمشاف النبي صلى الله عليه وسلم جرح سعد بن معاد انفجر من جديد قام النبي واعتنق سعد بن معاد احتضن النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاد بشدة ودم سعد بن معاد ينفح في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى امتلى وجه النبي والحيتة ولا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الصحابة كنا نمنع الدم إنه يوصل لوجه النبي صلى الله عليه وسلم ويأبى الدم إلا أنه يصل لوجه النبي صلى الله عليه وسلم الحين رجع سعد بن وعاد ينزف من جديد ورجع تعبه أشد وأشد وبدت حالته تسوي وراحوا بعض الصحابة لأهالي وأبناء اللي يستشهدوا فيه غزوة بني قريضة وكان منهم أم خلاد بن سويد فراحوا لها وقالوا لها بأن ولدها استشهد فانتقبت لبست النقار فجاءت وهي منتقبة طبعا خلاد بن سويد كان مهشم لأن الحجر كبير ممسا فكان منظره شوية يوجع في القلب لكن أم خلاد أول ما شافت ولدها كان عندها صبر شديد جدا فقالت حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وكان همها من نقابها فقيل له قتل خلاد ولدك وأنت خايفة على نقابك فقالت إن كنت رزئت خلادا فلا أرزئ حيائي يعني إن كان فقت خلاد فما بفقد حيائي ما بترك نقابي صح إن خلاد مات لكن حيائي ما يموت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلي حصن فقال إن له أجر شهيدين طبعا أبو لبابا لازال مربوط في العمود في المسجد وكانت الأيام تمر وهو لازال مربوط في المسجد ووصلت حالته جدا صعبة وكان مستعد إنه يموت في هذا العمود مربوط في هذا العمود أهم شيء إن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه فكانت تجي زوجته تفك من العمود يصلي مع الناس ومع المسلمين ويرجع للعمود وتربطه المهم إن في اليوم السادس كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة تقول أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فجأة يضحك فقلت له مما تضحك يا رسول الله أضحك الله سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تيب على أبي لبابة يعني الله سبحانه وتعالى تاب على أبو لبابة فقالت أم سلمة ألا أبشره يا رسول الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بلى إذا شئت فخرجت أم سلمة تبشره ففرحوا الناس كلهم مو بس أبو لبابة فرحوا الصحابة كلهم فانطلقوا الناس على أبو لبابة فرحين يبغون يفكون رباطة بس وقفهم أبو لبابا وقال لا تفكون رباطي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي يفكر رباطي مو أنت أعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه طيب عليه وإن هو حتى سامح في يوم مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكر رباطة فسامح النبي صلى الله عليه وسلم أبو لبابا وتاب الله سبحانه وتعالى عليه يوم أخلص التوبة لله سبحانه وتعالى الحين نرجع لسعد ابن معاد سعد ابن معاد لا زال تعبان من الليالي كان تعبان جدا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ وكان مطروح وكان جسيم كبير الجسم وشديد البيض شافها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه وشاف النبي صلى الله عليه وسلم قد ايش هو تعبان وكيف انه مغشي عليه من التعبان فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه اخذ رأسه في حجرة وحط يده على رأسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويده على رأس سعد بن معاذ اللهم ان سعدا قد جاهد في سبيله وصدق رسولك وقضى الذي عليه فاقبض روحه بخير ما تقبض فيه أرواح الخلق فسمع سعد بن معاد النبي صلى الله عليه وسلم وصوته ففتح سعد بن معاد عيونه فشاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله أشهد أنك قد بلغت رسالتها ورجع سعد بن معاد وغمض عيونه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه سعد بن معاد وقام وخرج من عنده ورجع النبي صلى الله عليه وسلم لحجرته وبعد ساعة من الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيته إلا ونزل جبريل عليه السلام من السماء وكان عليه عمامه من السبرق فقال جبريل عليه السلام يا محمد من هذا الرجل الصالح الذي مات فيكم فيه رجل صالح مات فيكم يا محمد فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عادي بسعد بن معاد وهو يموت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرح وكان متوجه لسعد بن معاد خرجت بسرعة فلقي سعد بن معاد خرجت روحا لله سبحانه وتعالى الصحابي اللي صدق مع الله في يوم صاعدة روحة لله اهتز عرش الرحمن فرحة لقدوم روحة بس قبل ما ندخل في عمق القصة لازم نعرف شخصية على السريح اسمها سلام ابن أبي الحقيق سلام أو سلام المهم ان هذا الرجل كان من أهل الكتاب وكان من اللي دفع مبالغ هائلة في غزوة الخندق عشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس كرها للنبي طبعا بعد رجل يسمى كعب ابن الأشرف واللي ذكرنا قصة اغتيال الحين نرجع للمدينة وحال المدينة الزمان وزي ما قلنا في المقطع اللي راح كيف كانت العداوة بين الأوس والخزرة وكانت عداوتهم هذي قبل الإسلام وقبل دخول الإسلام للمدينة كان بينهم عداوة شديدة اللي يندخل الإسلام وجعل من العداوة هذي حب وصداقة وحتى تنافس اي نعم كان بينهم تنافس في الأعمال بعد الإسلام تحولت العداوة اللي بينهم هذيك إلى تنافس في الدين وفي الخيرات وفي الأعمال فكان إذا الخزرج فعلوا فعل في خير من صديقات أو من قتل لأعداء الله سبحانه وتعالى أو من مشاركة في غزوات تشتع الروح التنافس في صدور الأوس ويسوون نفس فعلة الخزرج إذا مو أحس عشان ينالون نفس الفضل والعكس الصحيح فقبل ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بني النظير من المدينة كان في شخص من أكبر أعداء الله سبحانه وتعالى عدو لله ولرسوله اسمه كعب بن الأشرف والذي كان نقص الخير فسبقوا باغتيالها الأوس وكانوا دائما يفخرون بقتل عدو الله وروح التنافس عند الخزرج في أعلى مستويات والله ما تكونون أفضل منه يا الأوس بس بعد ما أغتيل كعب بن الأشرف حصلت الكثير من الأحداث الكثير من الغزوات غزوة بني النظير غزوة الخندق بني قريضة وراء بعض كلها فما كان فيه وقت للخزرج إنهم يفكرون في شي مشابه للي سبوه الأوس حتى بعد الأحداث هذه كاملة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أميها الضمري إلى ملك الحبشة النجاشي برسالة يدعوه فيها للإسلام أنت شفت الأحداث كده وراء بحث قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاش عظيم الحبشة السلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالات على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى فانطلق بها عمر بن أمية للنجاش وخلاص بعد هذه الغزوات رجعت الأمور للمسلم وهدية الأمور وزانت المدينة ورجع لها الخير والثمار والأموال اللي فقدوها في هذه الغزوات بس بعد ما انتعشوا المسلمين من جديد رجع الأوسي فاخرون في قتلهم لكعب بن الأشر فاجتمعوا الخزرج وراحوا للأوس وقالوا لهم والله لا تذهبون بهذا فضلا عننا أبدا فرجعوا لبعضهم وتجمعوا الخزرج مع بعض والله لأمرنا ما يصلح كده الأوسي روحون يقتالون عدو الله وحن زي كده جالسين والله ما ينالون الأوسي الفضل هذا كله كعب بن الأشرف من أكثر الناس اللي آذوا النبي واخذوا فضل قتله الأوس لازم نفكر في شخص عداوته مثل عداوة كعب بن الأشرف أو قريبة من عداوة كعب بن الأشرف فجالسوا يفكرون في شخص شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم تذكروا سلام بن أبي الحق سلام اللي آذى النبي صلى الله عليه وسلم واللي دفع الأموال لقتل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بس هذا هو لقيني الشخص المناسب بس قبل ما نروح نقتله لازم نستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لها يا رسول الله عذل لنا في سلام ابن أبي الحقيق فنقتله فأذل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بس وصاهم على وصايا قال لهم لا تقتلون أبدا لا ولد ولا امرأة طبعا سلام ابن أبي الحقيق هذا كان في خيبر وكان من سادة خيبر فخرج من الخزرج مجموعة وكان منهم عبد الله ابن عتيق وكان ضعيف النظر بس خرج معهم لأن أمة من الرضاعة من أهل الكتاب عايشة في خيبة فكان من الرجال اللي خرج معهم وأبو قتادة وعبد الله بن أونيس والأسود الخزح ومسعود بن سنا الحين يجتمعوا ويبغوا طريقة بس يدخلون فيها خيبة لأن خيبر مليانة مقاتلين ودخولهم كده من دون أي ترتيب يعتبر قتل للنفس وتحول لأنهم كانوا مقاتلين جدا أقوية فاجتمعوا مع بعضهم يفكروا في فكرة فقال عبد الله بن عتيك أمي من الرضاعة في خيبة وما بتنكرني أبدا برسلها على أن نقابلها في مكان محيط وهي اللي بتدخلنا الخيبة ما عليكم بس خلوكم معا فقالوا توكلنا على الله معك يا عبد الله بن عتيك ففعليا أرسل لأمة أنها تقابلهم في المكان الفلاح فطلعت لهم فعليا في المكان اللي اتفقوا عليه وبيدها كمية من التمر والخبس يعني حتى ما جاتوا هي خالية اليدين جاتوا معا أكل فجلسوا يأكلوا منها الصحابة ويسولفون إلين العصر يعني خلاص الليل جاء فقال عبد الله بن عتيك لأمة يا أمها إنا قد أمسينا بيتين عندك كيف أدخلين خيبة أمة ذكية عرفت النجاي لمهمها موجهك فقالت له يا عبد الله يا ولدي كيف تطيق خيبر وفيها أربع آلاف مقاتل قال لها كيف عرفتني في مهمها صلى قالت ما أكنفر من قومك ومدججين بالأسلحة يا ولدي ماني غبية للدرجة من تريد من القوم قال لها أبو رافع سلام ابن أبي العقيق قالت ما تقدر عليه قال والله لا أقتلنها أو لا أقتلنها دونه قبل ذلك يا راس يا راس يا أمي قالت دامكم عازمين الأمر للدرجة هذه فبقدر أدخلكم بس مو كده ومو ألحي أدخلكم في وسط جموع من الناس اختبئوا بينهم ثم تعالوا إلى بيتي بعد أن تهدأ الرجل وانتظروا في بيتي إلي نظلم الليل وبعدها اخرجوا في مهمتكم وفعليا هذا اللي سوتها دخلتهم في رجال من خيب وعلى أنهم منهم إلي وصلوا بيتها ودخلوا فعليا وجلسوا عندها في بيتها إلي غربت الشمس تماما أظلم الليل وصلوا المغرب والعشاء وما حد فيه أحد في خيبر أبدا الكل نايم تجهزوا الصحابة وكانوا بيطلعون خلاص عند الباب يوم جاءوا يطلعون مسكتهم وقالت لهم إن أهل خيبر لا يقلقون عليهم والأبواب خوفا أن يأتي يا ضيف ولا يستطيع الدخول ليتعشق فيتركون الأبواب مفتوح وحتى تستطيع الدخول إلى سلعم قولوا إن ناجئنا لسلام بهدي لأنها من سادة قومها وما حد يقدر يدخل عليه كده وعشان ما يستنكرونكم ولا يشكون فيكم خرجوا من بيتها منطلقين إلى قصر سلام وكان ساكن هو في قصر وفعليا أبواب بيوتهم كلها مفتحة وكأنها مدينة مهجورة وكانوا الصحابة يمرون على البيوت ويقفلون للأبواب على البيوت عشان إذا حصل فيه صراخ أو شيء ما يسمع المهم إنهم سكروا كل البيوت أي بيت يمرون عليه سكرون الباب عليه يلين وصلوا إلى قصر كبير اللي هو قصر سلام وكان عبارة عن دورة الدور السفلي مفتح الأبواب فيه أما الدور العلوي مقفل وما تقدر توصل لهذا الدور العلوي إلا بسلة أو شيء تركب عليه وكان الدور العلوي سقفها نازل يعني حجرة صغيرة مي كبيرة وهذا الغرفة ينام فيها عادة السيد عشان يستأمل ما يصلح السيد إنه يخلي بابه مفتوح وهو تحت لأنه ممكن أي واحد حاقد عليه يروح ويقتل فعادة السادة ينامون في الدور العلوي وصلوا الصحابة لقصر وكان فعليا في الدور الأول ما فيه أحد أما الدور الثاني مغلق فعرفوا إن سلام في داخل هذه الحجرة بس ما كان في مكان يطلعون من فجلسوا يدورون إليه لقيا وجدع نخلة فسندوا هذا الجدع على الجدار وطلعوا فوق الجدع وزبطت الخطة وفعليا ووصلوا للدور الثهن ووصلوا عند هذه الحجرة وبدوا يدقون الباب وكل واحد مستعد بسيفة أول ما يفتح سلام نقضي عليه بضربة واحد وكان الحماس بينهم البين كل واحد يبغى يقضي عليه أول كانوا منتظرين والباب جالس ينفتح فجأة إن لو تفتح عليهم امرأة امرأة سلام ابن أبي الحقيق فعلى طول دخلوا سيوفهم ومن تبهت للسيوف حاولوا يخبون سيوف قالوا لها سلام في الداخل قالت إيوة نايم في الحجرة داخل اشتموا قالوا عندنا هدية نبغى نوصلها لسلام حنا نعرفه من أول قالت طيب خلوكم هنا أنا روح أكلمها بنفسي قالوا لها لا 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 حنا بنوصل الهدية يوم قالوا لها كذا شافت السيوف معهم فقامت تصرخ فجأة فطلعوا الصحابة سيوف فدخلوا الصحابة وقفلوا الأبواب وقالوا لها والله لو تصيحين صيحة ثانية لنقطع رأسك سكتت معت تكلمت أبدا فدخلوا الصحابة على سلام والغرفة ظلام دامس ما يشوفون شيء إلا هو عن الفراش مزدوح كانوا يشوفونه مثل القطنة كان أبيض شديد البيان فوصلوا الصحابة عن سلام وطلعوا سيوفهم عشان يذهبون بس أول ما رفعوا سيوفهم سقعت سيوفهم في السقف كان السقف مرة نازل فما كان في مدى فجلسوا يضربونه بس السقف حدهم من أنهم يضربون أقوى فكانت الضربات خفيفة جدا فيهم شافتهم امرأته بدأت تصيح بصوت عالي فخرجوا بعض الصحابة عليها وشالوا سيوفهم كانوا بيذبحونها فتذكروا القول النبي صلى الله عليه وسلم ووصيتها لهم فوقفوا فحددوها بالقتل وقالوا لها أسكتي وجلسوا مجموعة من الصحابة عندها يقول عبدالله بن أونيس يوم شفت الحال زي كده أخذت سيفي وأحطه في بطنها وأتكأ علي اتكأت على سيفي إلين سمعت صوت الفرحش تحت يعني وصل سيفها للفرحش يقول فعرفت أني قضيت عليه فمع صياحة الامرأة هذه وعبدالله بن أونيس يقول أنا قتلته خرجنا بسرعة وجينا نبغى ننزل من الجدع نزلنا كلنا إلا عبدالله بن أعتيكي زحليك كان نظر ضعيف ما ويشوف اللي تحت فطاح من الدور الأول وسقط عن الأرض في انصاب إصابة شبه كسر في الرجل فمعد قدر يمشي جمعوا الصحابة حولها وهم يطمنون عليها إلا صوت الجنود صوت الجنود جايين من هناك وصوت امرأة سلام تقول لهم حرب القوم من هنا حربوا من هنا من هنا من هنا بشالوا عبدالله بن أعتيكي وجلسوا يدورون مكان يشافوا في شق في الجدار وراه نها كان نهر من أنهار خيبر واندسه هناك إلا والجنود يتبعون أثار والصحابة جالسين عند النار صوت الجنود حولهم والامرأة هذه تقول أنا شفت واحد طاح هنا أكيد أنهم حول هذا المكان دائما طاح هنا وهم يتسمعون إلا وخط الجنود تبدأ تقرب أكثر وأكثر منهم فأخذوا الصحابة أنفسهم ودخلوا داخل النار غاصوا داخل النار تخبوا جوه والجنود يتتبعون أثار فوقفوا الجنود جنب النار جالسين يتكلمون أن الأثار وقفت هنا جالسوا يتكلمون شويتين وفجأة كنسلوا البحث ورجعوا فخرجوا الصحابة والتقطوا أنفاسهم وهم يشيلون عبد الله ابن عتيك فجالسوا هديوا شويتين عند النار وهم جالسين قالوا ترى ما احنا متأكدين حن قتلناه ولا لا ويا شرهتنا لو رجعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وحن ما قتلناه والله كلنا نضرب بس ما شفناه ظلام ما شفنا حن قتلناه ولا لا نضرب بسيوفنا وضرباتنا خفيفة قال الأسود الخزاعي أنا أروح أشوف إذا مات ولا لا قالوا لك كيف بتروح؟ بتروح كده يعني بتفتدي بنفسك؟ قال لا ما عليكم عندي أنا تجمعوا كل الجنود حول سلام وسلام مطروح بينهم وجالسين يشوفون إش اللي صار له هل هو باقي حي ولا لا إلا بينهم واحد متلثم ولابس نفس لبسهم ومعه شعلة من نار نفس شعلته هو الأسود الخزاعي تنكر بنفس لبسهم وصار شكلها مثل أشكاله في شافا وهو على الأرض مطعون في بطنه ومضروب بسيوف في كل جهة وكانت امرأتها جالسة عندها فقربت امرأة سلام من سوجها فقالت للجنود إنها مات فاض وإله موسى فجو الجنود يجمعوا عشان يهدونها كده ويهدون من روحه ويصبرونها وهين استغل الأسود الخزاعي الموقف واتجه إلى سلع عشان يتأكد إذا لازال حي ولا لا لازم يتأكد بنفسه فرأاه جسد بلا روح فتسلل الأسود الخزاعي لباقي الصحابة كبروا الصحابة وحمدوا الله وكان وقتها آخر الليل خلاص تعبانين وهم يقدرون يمشون في آخر الليل لأن الصباح بيطلع عليهم ويصير أمرهم مكشوب فصلوا صلاة الفجر وناموا إلينا السيقة صلوا صلواتهم هناك وانتظروا إلينا غابة الشمس وتوجهوا إلى المدينة دخلوا المدينة في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنظر دخلوا في نص صلاة الجمعة فقاطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال أفلحت الوجوه فردوا عليه الصحابة أفلح وجهك يا رسول الله وجلسوا مع الصحابة في المسجد يسمحون لخطبة النبي يليين خلصوا صلاة الجمعة يعني حضروا حتى صلاة الجمعة ويوم خلصوا الصلاة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي أقتلتموا قال ابن Уنيس نعم يا رسول الله أنا قتلت قال عبد الله بن عتيك بل أنا يا أنيس قتلت قال الأسود الخزاعي هدو 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 شويتين 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 لا أنت ولا أنت أنا اللي قتلت فبدأ كل واحد يقول لني أنا اللي قتل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عجلوا علي بأسيافكم أعطوني الأسياف أنا بعرف فكل واحد جاب سيفها للنبي صلى الله عليه وسلم إلا كلها فيها دم فجالس ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيوف فقال النبي لسيف من السيوف هذا قتل هذا أثر الطعام وكان في سيف عبد الله بن أونيس فكان عبد الله بن أونيس هو اللي قتل لطعنته في بطنه فقال فيهم حسان بن ثابت رضي الله عنه هذه الأبيئة لله در عصابة لاقيتهم يابنى الحقيق وأنت يابنى الأشرف يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مغرفي حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض دففي مستبصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحفي ألمهم أن نرجع لما بعد غزوة الخندق وإش اللي حصل بعدها رجعت قريش دليلة لمكة وباقي القبائل لبيوتهم كانت قريش خلاص ضعفت ومعت فيها لا قوة ولح كان عمرو بن العاص بينفجر من الغضو وخلاص عرف أن محمد مهما كان بيمشي أمره وهو كده كده منتصر في جمع مجموعة من قومه كانوا دائما يسمعون كلامه وقال لهم اسمع تعلمون والله إني أرى أمر محمدا يعلو الأمور علوا منكرا وإني قد رأيت أمرا فما ترون فيه قالوا هاي عمر وضعك ما يطمن لا يكونك تتبعه قال لا لنتبعه على جثتي ما اتبعته لكني رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فإنا إن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد وإن انتصرت قريش فما تشرهنا يعني بيضنا وجوهنا في المعارك اللي راحت فلن يأتينا من قريش إلا خيرا قالوا والله نعما رائي فقالوا يا عمر نذهب خالين اليدين إلى ملك الحبشة قال عمر لا 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 بناخذ معنا هديح أنا أعرف ش اللي يحبها النجاشي جلود الحيوانات يقول عمر فجمعنا مجموعة كبيرة من الجلود جلود الحيوانات من أفخمها واتجهنا إلى النجاشي أول ما وصلوا للنجاشي وعند قسر النجاشي جاء عمر بن العاص يبغى يدخل عند النجاشي بس انصدم إن في الداخل رجل يعرفه مصبوط عمر بن أميه الضمري من أصحاب محمد اشجابه عند النجاشي وفي نفس التوقيت بعد يقول عمر بن العاص رجعت للمجموعة وقلت له عمر بن أميه هنا ولو كلمت النجاشي يهديني إياه فأقتله في شفوني قريش فعلت شيء يعني أنا رحت للنجاشي مو كده رحت حتى قتلت واحد من أصحاب محمد هنا فأكبر في عيون قريش وش رايكم قالوا اي والله وبعدين ماعد بيشوفون أنه يعني خرجنا عزا وخوفا من محمد وهم يتكلمون إلا صوت النجاشي يتكلم بالداخل بعدها خرج عمر بن أميه ودخل عمر بن العاص يقول فدخلت وسجدت له كالعادة وقال النجاشي عمر بن العاص مرحبا بك مرحبا يا صديقي أهديت لي من بلادي كشيئة فقال عمر نعم أيها الملك هذه الجلود شوفها جبت لك هذا الجلود شوف كيف هي كثيرة ومن أفخم الجلود عندنا فقرب النجاشي للجلود هذه وقعد يشوفها ويقلبها فانعجب فيها مر يقول عمر استغليت الموقف داما أعجبتها الجلود وقلت أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندي وهو رسول عدو لنا فأعطنيه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا فنظر فيه النجاشي بغضب شديد وضرب أنفه بيده يقول عمر فكرت إنه كسر يقول من خوفي تمنيت إن الأرض تبلع عني ولا إيش ديك اللحظة عم الصمت والنجاشي مليان وجه غضب وعمر بن العاص ناضر فيه أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك قال النجاشي أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه النموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتل يقول عمر انصدنت ما كنت أدري إن المسألة كبيرة كده فقلت له أيها الملك أكذلك هو فعليا يجيه النموس زي موسى يعني هو نبي فعليا قال النجاشي ويحك يا عمر عطعني واتبعه فإنه والله لعلى الحق ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده فسكت عمر وجلس يفكر يقول عمر فقلت له أفت بيعني له على الإسلام يعني عادل وباعتك أنا الحين على أني أسلم قال نعم فبسط يده فباعته على الإسلام أسلم عمر بن العاص وهو في الحبشة وبايع النجاشي على الإسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر بن العاص طلعت للمجموعة هذه وجهي مقلوب بس ما قلت لهم إني أسلمت ما علمتهم بإسلامي قلت لهم صار اللي صار ورافض يعطيني راسه ويا الله يعني ش نسوي وما طول عمر بن العاص الحبشة استغفلهم ورجع لمكة خلاص انتهى أسلم يقول وأنا في طريقي للمدينة إلا وأقابل خالد بن الوليد خالد بن الوليد في الطريق يقول فقلت على وين يا خالد وين متوجه يقول خالد بن الوليد والله لقد استقام المنزم وإن الرجل لنبي أذهب والله فأسلم يقول عمر بن العاص كانت صدفة غريبة لأني حتى أنا أسلمت قال له يا خالد أنا أقول لك شيء حتى أنا أسلمت ووصلوا للمدينة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ودخلوا في الإسلام النجاشي وعمر بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين سلامة ابن عمر بن الأكوح رضي الله عنهم صحابي أصفر اللحية ورامي محترف جدا ما يخطئ وسريع سرعة مو طبيعية لدرجة أنه يسبق الخيل أباك تتخيل معي المنظرة الحين خيل يجري بأسرع سرعتها سرعة الخيل حوالي 88 كيلو متر في الساعة وهذا الصحابي يجري جنب الخيل ويسبق الخيل على رجوله ركض على رجوله يا أخوان فهذا الصحابي سرعتها أكثر من 90 كيلو متر في الساعة يعني سرعتها غير طبيعية ومو هذا العجيب جدا في هذا الصحابي فكان لهذا الصحابي تجارة كبيرة جدا قبل الإسلام فكان هذا الصحابي عايش في مكة وكان له تجارة كبيرة جدا أموال وأسواق وإبل ونساء وبيوت يعني عايش حياة ملوك بس يوم عرف بأن الإسلام هو الحكم بين خيارين لا ثالث لهم أنه يسلم ويتحمل كل المصاحب اللي بتمر عليه بناء على هذا القرار أو أنه يجلس مرتاح في بيته عنده تجارته وأمواله والخير اللي عنده بين نساء وأسواقه اللي تطلع لها فلوسه فسلمها ابن الأكوع اختار الله وباع الدنيا وما فيها اختارك سلمها ابن الأكوع تجارته وأمواله ونساءه وبيوته اللي كانت عنده في مكة وتوجه إلى المدينة يعيش فيها تحت خط الفقر فكان فقير جدا في المدينة ومه هو بس اللي صاحب هذا الموقف فعم سلمها ابن الأكوع اللي كان اسمه أهبان ابن الأكوع كان راعي غنم وكان عايش معزول عن العالم في منطقة معزولة في يوم من الأيام هجم الزيب على أغنامه أخذ غنمه من أغنامه وحرب الزيب أهبان كان سريع زي سلمها ابن الأكوع فلحق ورد ذيب إليه مسك مسك الذيب فتقلب الذيب من سرعته نظر الذيب والشاه بين يدين أهبان ابن الأكوع وفيه موقف عجيب جدا تكلم الذيب مع أهبان ابن الأكوع تكلم الذيب بلسان عربي فصيح تنزع مني رزقا ساقه الله إليه أهبان هنا ما هو مستوع بالأمر اللي قاعد يشوفه فبدأ يصفق بيديه ويضرب رأسه فقال يا عجبي ذيب يتكلم بلسان عربي فصيح ذيب يكلمني كلام الإنس يعني أمر عجيب جدا فقال الذيب ألا أخبرك بأعجب من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس عما سبه وأنت في أغنامك تعجب من ذيب يتكلم والله ما العجب اللي قاعد سويها في يوم سمع أهبان أخذ غنمه وتوجه إلى المدينة ألين وصل للمدينة وركن أغنامه في طرف من أطراف المدينة ودخل على النبي ودخل إهبان بن الأكوع في الإسلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصته معده فنداه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة وخلاه يخبر القوم عن قصته العجيبة تعجب القوم من قصة هذا الرجل زي ما أنا وأنت متعجبين الحين فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيديه لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ألمهم أن العائلة كلها عجيبة وملئة بالعجاب الحين نرجع لما بعد اغتيال سلام بن أبي الحقيق اللي ذكرنا قصته في المقطع اللي راح كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاح من الإبل لا مو باللقاح اللي في راسه أي ناقة حامل تسمى باللقاح وعلى فكرها اللقاح هذه زمان كانت من أحظم الأموال اللي عندها لقاح كان غني جدا وكانت هذه النياق للنبي صلى الله عليه وسلم كسبها النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الغزوات اللي تكلمنا فيها قبل كده يعني كانت من غنائم الغزوات المهم أنه كانت هذا النياق ترعى دائما في منطقة تسمى بالبيضاء منطقة تسمى البيضاء كانت دائما نياق النبي صلى الله عليه وسلم ترعى فيها بس بعد اللي حصل في المدينة من قح وجفاه في المدينة صالت البيضاء هذه منطقة ناشفة ما فيه شي ترعى في هذه النياق يقول أبو دري لم شفت الحال زي كده وكيف أن النياق ما قدرت ترعى في هذه المنطقة كان عندي اقتراح للنبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الاقتراح أنهم يقربون نياق النبي صلى الله عليه وسلم لمنطقة كانت تسمى الغابة ومن اسمها كده أنها منطقة راوية يعني وفيها مناطق كثيرة تقدر ترعى فيها نياق النبي صلى الله عليه وسلم بس كانت هذه المنطقة اللي تسمى بالغابة قريبة من قبيلة تسمى غطفان وكانت غطفان هذه قبيلة ميبسح شديدة جدا وكان سيدهم اسمها عيينة بن حصن المهم ان كان الامر خطير شوي بس ابو ذر راح واستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم على ان النياقة ترعى على اطراف الغابة ما تكون في الغابة نفسها عشان يكون الامر اأمن لنياق النبي صلى الله عليه وسلم فراح ابو ذر للنبي واستأذنه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اني اخاف عليك من هذه الضاحية ان تغير عليك ونحن لا نأمن من عيينة بن حصن وذويه الغابة قريبة من غطفان وفي أي لحظة ممكن يهجم علينا عيينها ابن عصر بس أبو ذر ألح على النبي صلى الله عليه وسلم وحاول يقنع بكل الطرق اجتهاد منها أبو ذر ما كان عاجبه وضع النياك وبعد إلحاح أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي لكأني بك قد قتل ابنك وأخذت امرأتك وجئت تتوكأ على عصارك يعني كأني أشوفك قد قتلوا ابنك وأخذوا امرأتك وانت جايما بإيد متوكع على عصارك بس أبو ذر ألح على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل قوي ألين وافق النبي صلى الله عليه وسلم المهم أنه فعليا راح أبو ذر ومعه ابنه وامرأته يرعون بنياك النبي صلى الله عليه وسلم على أطراف هذه المنطقة يقول المقداد المحمر في ديك الليلة اللي خرجوا يسرحون بنياك النبي صلى الله عليه وسلم في الغابة أو بالأصح في أطراف الغابة حصل شي عجيب فرسي هايجة لا تقر ضربا بأيديها وصحيلا هايجة فرسي بشكل عجيب جدا وحسيت أنه في شي غريب ولت ممكن أنه خلص العلف والفرس جوهان عشان كده هو هاعيج فروحت أتفقد العلف بس لقيت العلف مليان كل شي تمام ولت أكيد أنه عطش رحت أشوف الأحواط والأحواط مليانة والفرس لازالت هايجة ولت ممكن في شي مئذيها في أدية قاعد تصيلها جرح ممكن ثعبان أو أنه حبل مربوط حولها بس تفقت هذا كله والفرس ما فيه شي والهيجان هذا لأمر ثاني تماما يقول فخفت على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبدت الشكوك تجيني قبل صلاة الصبح أخدت سلاحي وركبت على الخيل وانطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم صليت الصبح وتفقت الصحابة وما كان فيهم شي تماما ما في أي أحد مصاب ما حتصال له شي أبدا وهين بدت الأمور تتعقد أكثر بالنسبة فرجعت وفرسي لازال هايجة يقول فتجعت حطيت رجل على رجل وتكيت يقول فأتاني أهتي يقول أن الخيل قد صيح بها يقول أبو در في ذيك الليلة اللي هاجت فيها فرس المقداد الأمور كانت تماما النياك سرحت في النهار وربطناها في الليل وغفينا اضطجعنا وغفينا كلنا بس حينا على أربعين فارس من غطفها على رأسهم عيينها وكانوا مدججين بالأسلحة في صحي وكلهم الثلاثة على هذا الجيش يوم صحي ولد أبو در أخذ الصيف وانطلق على الجيش بس ضربوه ضربة قتلتها فمات ولد أبو در من ضربة واحد أربعين فارس كانوا من أشد القوم يقول أبو در قتلوا ولدي وجلست أنتظر فرصة عشان أهرو فيها للنبي صلى الله عليه وسلم أحد لها فقام الجيش يفكون النياك من مرابطها فينشغلوا شويتين في النياك يقول أبو در جات الفرصة المناسبة وأقوم وانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم أجري بعصائي كانت عصائي في يدي تركت زوجتي والنياك ركضت ركضت إلين وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقف مبتسم يقول أبو در وأنا في الطريق تعجبت لأمره أنا جالس ألح على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي لك إني بك قتل ابنك وأخذت امرأتك وجئت تتوكأ على عصا يعني إيش الحاح اللي كان فيه فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المهم إن الخبر ما انتشر لباقي الصحابة اللي يعرف أبو ذر المقداد والنبي صلى الله عليه وسلم حتى إن سلمة ابن الأكوع اللي هو بطل قصتنا اليوم كان رايح يبغى يشيك على النياك يبغى يشوف ويتفقد النياك يقول سلمة ضيعت نياغ النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيتها أدور يميني سار ما لقيتها فلقيت راحي إبل صحابي من الصحابة يقول فأول ما شافني انطلق لي وقال لي يا سلمة نياغ رسول الله سرقت يا سلمة يقول فقلت أعوذ بالله قل خير أنا جاية تفقد عليها قال شفت عيينه ومعه أربعين فارس مهم قليل أخذوا نياغ النبي صلى الله عليه وسلم وجاهم مدد زيادة يعني مهم بس أربعين فوق الأربعين يقول سلمة فأنتلق إلى منطقة مرتفعة اسمها ثنيات الوداع انطلقت لها عشان أنادي بأعلى صوتي على الصحابة طبعا البقداد بن عمر رضي الله عنه عرف إنه في شيء قاعد يصير فأخذ خيله وانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقة يسمع صوت نداء الفزع 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 يقول عرفت إنه صوت سلمة ابن الأكوى فهين تأكدت إنه في شيء حصل فانطلقت في شفت النبي صلى الله عليه وسلم وبيده راية الحرب فوقفا للنبي صلى الله عليه وسلم وربط راية الحرب في رمح وقال لي انضي حتى تلحقك الخيول إنه على إثرك يعني صار اللي حامل الرائح المقداد وكان من أوائل اللي خرج للحرب فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه وركب الخيل يقول المقداد ابن عمر فخرجت وأنا أسأل الله الشهادة سلمة ابن الأكوى ما كان مع خيله ترك خيله وكان يركض على الأقدام يجري جري والمقداد وراهم بالخيل بأعلى سرعته يبغى يلحق الجيش طبعا الجيش كان متقدم يعني بس المقداد كان فارس ماهر فكان يجري بفرسه بأعلى سرعته يقول المقداد ابن عمر لحقت بآخر واحد في الجيش كان اسمه مسعده فأول ما شفته أخذت الرمح اللي فيه راية الحرب وأطعنه بس ما أصابته طعنته بس التفت مسعده للمقداد وأخذ رمحه وطعن المقداد بس ما كانت فيه مقدح فمسك المقداد رمحه وكسره وأخذ الرمح وطلعه من جسده فجأه إلا السهام ترمى على الجيش وصياح رجل صياح مل الوادي خذها مني وأنا ابن الأكوى اليوم يوم الرضع طلع سلامها ابن الأكوى سبق الجيش والمقداد وطلع فوق الجبل وبدأ يرمي الجيش بسهامه من فوق الجبل سبق الجيش على رجوله شيء عجيب يا رتل العدو هنا تعجب كان يفكر أن الأمر فيه ختله والسهام هذه جاية من فوق الجبال المقداد ما كان وحده اللي يلحق ولا الجيش كان يلحق بالجيش صحابي ثاني بس كان متأخر شوتي أبو قتاده رضي الله عنه بعمامته الصفرة خرج من المدينة بخيلة وكان فارس من الفرسان خرج يسابق الريح وهو فيه طريقة إلا راية المقداد مغروزة في الأرض في يوم طعن المقداد بن عمر السذق للراية فأخذ الراية وغرزها كل هذا عشان يلحق بالجيش والجيش ما كان يبغى قتال كان يبغى يسرق النياق بس ويهرق بس أول ما شاف الراية مغروزة في الأرض بالشكل هذا أبو قتاده رضي الله عنه خاف على المقداد خاف يكون صار له شيء فأخذ الراية معاه وتوجه بسرعة يلحق بالجيش يقول أبو قتاده أخذت الراية معي وألحق بالمقداد لحقت به إلين لقيتها فصار أبو قتاده والمقداد مع بعض الجيش انجن من هذا الشخص اللي يجري على رجولها واللي أسرع من الجيش فكان الجيش يركض بأسرع سرعتها يهرب من هذا الرجل إلين يفكر الجيش بأنه خلاص مستحيل أنه يلحقه خلاص وخرنا مرة وخرنا بعيد حنا مرة بعيد فجأة إلا صراخ والسهام تمطل عليه خذها مني وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضا جننهم الوحدة كل ما فكروا أنهم هربوا يطلع لهم سلمها ابن الأكوع شي عجيب يا رجل انجن الجيش إلى درجة أنه بدأ يلحق سلمها ابن الأكوع يبغي يتخلص منه فكانت الخيل تجري بأسرع سرعتها وراء سلمها ابن الأكوع تجري الخيل إلين تتعب ولا تقدر تجيبه فيتخبى سلمها ابن الأكوع وراء شجرة ويبدأ يرمي الجيش إلين يتراجع ويهرب فسار سلمها ابن الأكوع يسوق الجيش وينما يبغى كل ما فكروا يروحهم من هنا يطلع لهم كل ما فكروا يروحهم من هنا يطلع لهم تقريبا هو المشكلة الكبيرة للجيش الأخرم الأسدي رضي الله عنه لحك بأبو قتادة والمقداد رضي الله عنه وكانوا وراء الجيش فجأة وقف من الجيش مسعده يبغى القتال فقفز أبو قتادة من خيله وصاح خذها مني وأنا الخزرجي وضرب مسعده فإذا به جثة هامدة فأخذ أبو قتادة إمامته وحطها فوق من سعده عشان يعرف بأنه هو اللي قتل ولحقوا بالجيش كملوا طريقهم فكان الجيش كل مرة يترك ناقة كل شوية يترك ناقة من نياق النبي صلى الله عليه وسلم عشان يستخفف شويتين ويقدرون يهربون كل شوية يترك ناقة خلاص توتر من سلمها ابن الأكوع فكان الجيش يركض بأعلى سرعتها هارب وسلمها ابن الأكوع يجري جنب الجيش على أقدامه فكان يقول لهم قيفوا قليلا قيفوا قليلا يلحق بكم أربابكم من المهاجرين والأنصار يعني هدوا شويتين عشان أسيادكم من المهاجرين والأنصار يلحقون بكم هذولة أسيادكم هذولة أسيادكم مفروض تسمعون لأسيادكم المهاجرين والأنصار أسيادكم في دا قال كده الجيش يشتد غضبه يشتد الغضب فيهما اشتعل الغضب فيهما يبدأ يلاحق سلمها بن الأكوع يلاحقونها إلين خلاص يعجزون فيهرب سلمها بن الأكوع فيترك وراها الخيل حتى تتعب فيتخبى ورا شجرة فيرميهم حتى يتراجعون ويهربون شوف الفزعة يا ولد هذه الفزعة إذا قالوا لك فزعة رجل واحد ضد جيش كامل لعب في حزبك الحين صار ورا الجيش مو بس أبو قتادة والمقداد والأخرم صاروا ثمانية من كبار الصحابة ومن فرسان الصحابة وهم يركضون جاء السهم في وجه أبو قتادة فوخر أبو قتادة من السهم فجرح وجهه جرح وجه أبو قتادة وصار وجه أبو قتادة ينزف بس هذا موقف الصحابة وبدوا يلحقون بالجيش أسرحوا أسرح وكانوا الثمانية هذولة كل ما تركوا الجيش شيء أخذوه معه أو تركوا عليه علامة عشان ياخذه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي والصحابة ياخذون الغناء من الطريق فجأة شافوا أبو قتادة على الأرض هذه عمامة أبو قتادة فأصابهم حزن شديد لأن أبو قتادة كان من أقوى فرسان الصحابة راحوا كشفوا عن وجهه وهم حزينين قلوبهم بتتقطع من الحزن بس اللي شافوه مو أبو قتادة كان جسد مسعدة اللي قتله أبو قتادة فأول ما قتله أبو قتادة حط عمامته فوق جسد عشان يعرفون بأن من قتل مسعدة هو أبو قتادة تعب الجيش من سلامة ابن الأكوة خلاص أيقنوا بالموت بالهلاق العطش والجوع وصل فيهم إلى مرحلة عالية حتى سلامة ابن الأكوة عطشان وجوعان ساعات وساعات يجري على أقدامها يقول سلامة ابن الأكوة جلست أسوق الجيش اللي اندخلوا في منطقة ضيقة بين جبلين في يوم دخلوا المنطقة هذه صاروا زي الطابور فطلعت فوق جبل من الجبال هذه وبديت ألقي عليهم الحجارة ألقي عليهم الحجارة فصاروا يهربون ويتركون نياغ النبي صلى الله عليه وسلم فجلست أرميهم إلين تركوا معظم نياغ النبي صلى الله عليه وسلم طلعوا من هذا المكان الضيق وبدوا يهربون بشكل عشوائي فجلست وراهم حتى تركوا نياغ النبي صلى الله عليه وسلم كلها فكروا الجيش بأنهم إذا تركوا نياغ كلها أن سلامة ابن الأكوة بيتركهم في حالهم وخلاص الأمر تمام كده لا يا حبيبي ليش أنت تتجرأ من البداية فجلس وراهم حتى تركوا وراهم غنائم كثيرة من ملابسهم ومن أسلحتهم عشان يستخففون ويقدرون يهربون بسرعة فرموا وراهم أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين ربدة فكان كلما رموا شيء يحط عند حجر عشان اللي وراه من الصحابة يعرفون بأن هنا فيه غنيمة من الغنائم فيه أخذونها للنبي صلى الله عليه وسلم وقف الجيش بعد تعب شديد يقول سلمة ابن الأكوة حتى أنا تعبت فما خلاص أبا أجلس أهدى شويتين يقول فاسترحت عيني علي يقول كنت قدامهم حتى أمامهم في جبل أنتظرهم متى يجود يقول فكانت عيني عليهم آكل وأطالع فيهم يقول فأشوفهم يتخاطبون مع بعضهم ويقشرون عليهم وأسمحهم من بعيد يقولون أهلك نا وأخذ كل ما معنا هذاك الرجل ايو هذاك شوية إلا أربعة من الجيش يقدمون إلى سلمة ابن الأكوة ويقفون بعيد عنه يقولون من أنت وش دا اللي قاعد تسويه أنت وش دا أنت أنس ولا جن يقول سلمة ابن الأكوة ما تعرفوني أنا سلمة ابن عمر ابن الأكوة والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم ما أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني مستحيل أنا أقدر أجيب أي واحد منكم بس ما حد يقدر يجيبني فقالوا لا 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 ما يحتاج ما يحتاج تثبت لنا شايفنا بعيوننا فقفوا هذول الأربعة ورجعوا للجيش بس قطع هذا الهدوء وتكبير الصحابة ثمانية من فرسان الصحابة جايين من بعد يسابقون الريح يطلبون الشهادة يكبرون بأعلى صوتهم فارتبك الجيش وهربوا أخذوا اللي يقدرون عليه وهربوا كل واحد خائف على روحه فتركوا وراهم غناء وقفوا الصحابة بعد ما هرب الجيش إلا واحد من الصحابة الأخرم الأسدي كان منطلق فركت سلمها ابن الأكوى ومسك خيلة ووقف أمامها قال له وش تسوي انتبه تروح لوحدك لا تروح لوحدك يستفرد بك القوم فيقتلوه تريث حتى يأتي رسول الله لا تروح لوحدك فقال له الأخرم رضي الله عنه إن كنت تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق تركني اتقي الله لا تحل بيني وبين الشهادة يقول سلمها ابن الأكوى رضي الله عنه يمسمعت كلامه زي كده تركته وخليته وكانت بك آخر عهد الصحابة بالأخرم رضي الله عنه فقاتل الجيش لوحده قاتل الجيش حتى قتل استشهد في هذه المعارض رجعت نياغ النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وما كانت النياغ الوحدة فكان معها من الغنائم الكثير فانتصر المسلمين يقول أبو قتادة في يوم شافني النبي صلى الله عليه وسلم دعالي قال اللهم بارك له في شعره وفي بشره وبعدها قال أفلح وجهك يقول فقلت ووجهك يا رسول الله فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قتلت مسعده يقول فقلت نعم يا رسول الله قتلت مسعده فشاف النبي صلى الله عليه وسلم الجرح اللي في وجه أبو قتادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما هذا الذي بوجهي قلت سهم رميت به يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فادنوا مني فدنوت مني تذكرون يوم بعاث المعركة اللي كانت بين الأوس والخزرج قبل الإسلام ايه وبنرجع لها شويتين هديك المعركة عشان أحداث اليوم برضو مرتبطة بهديك المعركة كانت هذه المعركة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام فكان بين الأوس والخزرج عداوة كبيرة وهذا كلها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين فكانت بين الأوس والخزرج شبه عداوة وبعد سنين من الغيذ والكره في بحث والعداوة الشديدة بين بعض قرروا بأنهم يقاتلون بعض عشان قلوبهم وصدورهم تشفى يعني كلنا عايشين في المدينة فما يصير أن نجلس زعلانين من بعض لهذه الفترة خلونا نتقاتل وبعد القتال هذا خلاص فكانت هذه المعركة أشد معركة حصلت بين الأوس والخزرج معاركة خسروا فيها الكثير فكان وقتها سيد الخزرج عمر بن النعمان وكان يعتبر قائد الخزرج في هذه المعركة فأول ما بدت المعركة كانت الغلبة للخزرج كانت ملامح النصر للخزرج تزيد فكانوا هم الأقوى في هذه المعركة وكان ممن يقاتل مع الخزرج عبد الله ابن أبي ابن سلون كانت عيونها على سيد الخزرج لأنه كان يطمع بأن يكون سيد على الخزرج من بعد عمر بن النعمان تقدموا الخزرج وبدت ملامح الهزيمة تظهر على الأوس بس سيد الأوس حضير الكتائب يمشى في الأوس تتراجع وبدت ملامح الهزيمة على قبيلة أخذ رمحه وقطع وتر رجلة فسار ما يقدر يتحرك طاح في الأرض وبدى يصيح على الأوس وعقراه كعقر الجمل والله لا أعود حتى أقتل فإن شئتم يا معشر الأوس أن تسلموني ففعلوا الصيحة هذه كان لها صدى في قلوب الأوس كان يصيحها وهو طايح في الأرض ينزل ففعليا رجعوا الأوس وعيونهم لا تحمل قطرة رحمة ما في قلوبهم رحمة أبدا على الخزرج فقتلوا في الخزرج قتل دموي جدا حتى إن واحد من الأوس بدأ يهديهم يهديهم ويصيح فيهم يقول لهم يا معشر الأوس أحسنوا ولا تهلكوا أخوانكم فجوارهم خير من جوار الثعالب تراهم مهما كان كانوا أخواننا في يوم من الأيام فبعد صيحة هذا الأوسي وقفوا القتال بس بعد إيش بعد ما قتل من الخزرج الكثير حتى من الأوس قتل الكثير والكثير وكان ممن قتل من الخزرج سيد الخزرج عمر بن النعمان كانت جثتها على الأرض وما شلوا جثتها إلا في عباء سوداء بس كان في عيون فرحانة على جثة عمر بن النعمان كانت عيون عبد الله بن أبي بن سلو كان فرحان بمقتلة وصارت طموحة في السيدها أكثر وأكثر حزنوا الأوس والخزرج على قتلها وقالوا لازم نوقف هذه المعارك اللي بيننا خسرنا فعليا الكثير وحنا يا جماعة الخير كلنا في بلد واحد اتفقوا عقلاء الأوس والخزرج على أنهم يسيدون عليهم رجل واحد على الأوس والخزرج كلنا تحت يد رجل واحد الخبر هذا خلى عيون عبد الله بن أبي تبتسر استغل الفرصة فرشح نفسه على أنه يكون سيد على الأوس والخزرج قال شوفون أنا الكويس بينكم أنا من أخياركم وأشرافكم ففعليا اختاروه كقائد وبينما القوم يحملون تاج حكمه دخل عليهم محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ليثرب بعد ما أسلم الكثير من الأوس والخزرج فسادهم محمد صلى الله عليه وسلم بدلا من عبد الله بن أبي بن سلوة وهذا ما خلى عيون عبد الله بن أبي تنام من القهر فكان كل همه أنه يحكم ويسيد فاختار الدنيا بدل الآخرة وجعل همه فقط أن يسيد قومه فكان عبد الله بن أبي من كبار المنافقين المهم أنه مرت الأيام وفي السنة الخامسة من الهجرة كان في قبيلة تسمى بني المسطل وكان سيدهم رجل اسمه الحارث ابن أبي ظرار سمع هذا الرجل عن محمد وكيف أنها انتصر في أغلب معارك من هذا الرجل؟ هذا رجل محنك جدا وخاصة بعد الأحزاب وكيف أن المسلمين حفروا الخندق الخطة اللي ما كانت أبدا عند العرب خطة جديدة على العرب تمام هذا الرجل في يوم من الأيام صحي من النوم ومن دون أي مقدمات قال سأقاتل يثرب كلها سأحتل يثرب إيه نعم بعد الأحزاب وبعد ما صار في الخندق والله إذا غلبت سيضع العرب لي مقدار أنا أجمع له من القبائل أشدة ومن الفرسان والخيول أشدها وأسرعها وانتصارنا هذا راح يكون له مقدار كبير بس كان للحارث بنت اسمها بره بنت الحارث وكانت بنته جميلة جدا كانت جدا جميلة قبل ما يجمع أبوها الجيوش وينطلق إلى يثرب بثلاثة أيام حلمت هذه البنت حلم كان هذا الحلم غريب جدا تقول بره هذه رأيت كأن القمر يسير من يثرب سار حتى وقع في حجري استغربت من الحلم وكان نفسها تقول لأبوها بس تقول لأبويا يخطط أنه يقاتل أهل يثرب فما يصلح أقول عن هذا الحلم خفت أنه يسهل أو يعبرونها بأنها خيانة منه ففعليا مرت ثلاثة أيام وحرّت سيدهم الحارث القبائل المجاورة وجمح من أشد المقاتلين فوق ذا كلها اشتروا من أقوى الأسلحة ومن أشد وأصلب الدروب ومن أسرع الخيوش خلاص لنصار الجيش جدا كبير وقوي جدا الجيش مليان بالفرسال والأسلحة فانطلق هذا الجيش في طريقة ليثرب وكانت بنت الحارث بره هذه تمشي مع الجيش خرجت مع الجيش أخذها أبوها معها كان يمر بالجيش بعض القواه فكانوا يتنقلون الأخبار بينهم البيت إليه اندخل صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يتلاقط أنفاسها يتلاقط أنفاسها من الركض قال يا رسول الله بني المصطلق حزبوا الأحزاب علينا وأعدوا جيش كبير جدا وهم ناوين يهجمون علينا في ديارنا الآن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بريده ابن الحصيب الأسلم أمره أنه يروح ويجيب أخبار هذا الجيش وين وصلوا وكم عدادهم وهم فعليا خرجوا أملعهم فقال بريده يا رسول الله أخاف يا رسول الله إن مسكوني أضطرني أتكلم أتكلم فيك وفي المسلمين إذن لي في الأقل فأذله النبي صلى الله عليه وسلم فركب خيله وانطلق بأسرع سرعته يركض بريده بخيله وهو في الطريق إلا بجيش كبير أمامه مليان بفرسان سمعتهم في كل الحرامة والأسلحة اللي في أيديهم أشكال وأنواع لا إله إلا الله شافوه الجيش فصاحوا عليه من الرجل فقال رجل على ما أنتم سائرين إليه قدمت إلى ما بلغني من جمعكم لهذا الرجل فأردت أن أرى بعيني الذي بلغني الحق أم لا فأسير في قومي ومن أطاعني فتكون يدنا واحدة نستأصل محمدا ومن معه توزعت الابتسامات على وجيه هذا الجيش فرح وفرح شديد خاصة سيدهم الحارث فرد عليه وقال فنحن على ذلك والله إنا لذاهبون نستأصل محمدا فعجل علينا بقومك يا رجل ترى ما بننتظر بسرعة علينا قال لهم الحين أروح لقومي فأتيكم بجمع كثيف والله إنه كثيف مرة يسروا الأنظار ما كان يعرفون إش قصد بريده فاستبشروا بكلامه وزادت ثقتهم بنفسه وانطلق بريده للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جيش مغرور يا رسول الله جيش مغرور ومدجج بالأسلحة لا يرون إلا القتال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يتجهزون للكتاب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ سلاحها وركب خيلها وأخذ معه زوجتين من زوجاتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأم سلامها أم المؤمنين رضي الله عنها وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين فارس من الصحة عشر من المهاجرين وعشرين من الأنصار وكان من المهاجرين أبو بكر وعلي وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمحين بس في هذه المعركة بالذات خرج مع المسلمين الكثير من المنافقين ما عمرهم خرجوا في غزوة قبل كذا وكان من اللي خرجوا مع المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول بس لا تفكر انهم خرجوا نصره للدين خرجوا عشان المسافة قريبة وثاني شيء يبغون الغنائم واطمأنت قلوبهم بعد ما شافوا كيف انتصر المسلمين على أعداءه أغلب معاركهم انتصار فقلوبهم اطمأنت على أنفسهم توجهوا الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الطريق وصلوا إلى منطقة اسمها الحلائق منطقة قريبة من المدينة بس كلها بساتية بس اللي شافوها رجل مقبل من بعيد يركض على خيره جاي من بحيد للمسلمين يطالعون إلا هو رجل من قبيلة عبد القيس وصل هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قال السلام عليك فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال لها النبي أين أهلا قال في الروحاء والروحاء هذه منطقة زيل محطة للقوافل محطة يستريحون فيها وياكلون وينامون قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين تريد يعني وين راي قال إياك جئت يا رسول الله جئت لي أؤمن بك وأشهد أن ما جئت به الحق وأقاتل معك عدوك فقد وصلني خبر هذا العدو جاء كذا من دون أي سابق قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك للإسلام وفعليا مشى مع الجيش مع النتعبان وكان دوبا مسافر من الروحاء أسلم فقط وتوجه مع الجيش مشوئل وصلوا إلى منطقة اسمها بقعة وكان قلب عمر بن الخطاب ممتطم وعيونه تناظر يمين ويزار حس إن في شخص جالس يتجسس ويأخذ الأخبار وهم في الطريق قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله أبغى أعرف يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها فكان هذا الرجل اللي فجأة أسلم بعد ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل ما عمره أخر صلاح عن وقتها حتى مات المهم إن المسلمين مشوا فترة من الزمان فانطلق عمر ولقي رجل فعليا وأخبه من ملابسه وطرح على الأب وقال ما ورائك وإن الجيش تكلم سرعة فقال أنا فلان ابن فلان فكني يرحم والديك خلني أتنفس أنا من البادية أدور لي راس ضاع علي راس من الغنم ضاع علي وجاي أدور له الله يرحم والديك فطلع عمر بن الخطاب سيفه وقال لا تصدقن أو لا أضربن عنقك تكلم سرعة قال طيب طيب أنا بقول لك أصبر علي أنا رجل من بني المصطلق الحارث ابن أبي ذرار قد جمع لكم الجمهور وتجلب إليه ناسا كثيرا والحقيقة إن بعثني إليكم لآتيه بخبريكم وهل تحركتم من المدينة أولا فأخذ عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يجر جر في يوم شافها النبي صلى الله عليه وسلم دعاه للإسلام وعلمه عن الإسلام بس قال هذا الرجل اللي كان التجسس لست بمتبع دينكم حتى أنظر ما يصنع قومي إن دخلوا في دينكم كنت أحدهم وإن ثبتوا على دينهم فأنا رجل منه كان عمر رضي الله عنه جنب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله أأضريب عنوقة فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم فرفع عمر بن الخطاب يده وضربه فإذا به جده هامل هذا الحدث انتشر بين الناس انتشر إليه وصل للجيش لجيش بني المصطلق جاهم واحد وهو ينتفذ من الخوف وقال لهم شفت اللي أرسلته يجيب خبرهم الحين هو نصفين مطروح في وسط الصحرة جيش محمد جايك وما أرى في أحيانهم إلا الموت أو النصر فجاء إلا سيد قبيلة من القبائل اللي موجودة يقول يا جماعة الخير أنا أعتذر ما بحارب معكم الحرب ضد هذا الرجل خسارة إلا وقبيلة ثانية قالت نفس الشيء وبدوا ينسحبون واحد واحد كل قبيلة جلست تنسح وتراجع من القبائل حتى ما بقي إلا بني المصطلق بس ومعهم بعض المقاتلين من بعض القبائل فوصل جيش النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت لبني المصطلق اسمها المريزيع وكان جيش بني المصطلق أمام المسلمين فسبقوهم جيش النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الماءة ونصبوا قيامهم وخيموها ودخلوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخل القيامة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجيش يرصهم يرصهم وكأنه يرصهم للصلاة وحط للمهاجرين راية وللأنصار رايحة فكانت راية المهاجرين لأبي بكر رضي الله عنه وراية الأنصار لسعد بن عبادة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يصيح بأعلى صوته فنادى عمر بن الخطاب وقال قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم يعني أدخلوا في الإسلام والله ما نقربكم ردوا وقالوا بيننا السيف ولا سواه إحنا جايين نقاتل ما إحنا جايين نتكلم وهنا تجرأوا المشركين ورموا بالسهام على المسلمين رموهم بالسهام والمسلمين محتمين بذعوه وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجوم فكبر المسلمين فصاحوا المسلمين بصوت واحد الله أكبر وهجموا هجوم واحد هنا عيون بن المصطلق بدت تتوسع من الشيء اللي شابت يقولون كنا نرى رجالا بيضا على خيل بلق ما كنا نراهم قبل ولا بعد كان هجوم المسلمين مول وحده كانت الملائكة متمثلة على رجال بيض راكبين على خيول سوتهجم مع المسلمين وتكبر فدخل جيش المسلمين في جيش بني المصطلق بس بني المصطلق كانت ركبهم ماي قاعدة تشيلهم من المنظر اللي شافوه كان منظر عجيب جدا اللي كان مع جيش محمد مو من الأر هذا الشيء بث في قلوبهم الرحل فقتل من المشركين عشره رجال فانسحبوا بني المصطلق ما طولوا انسحبوا وقتل منهم عشره من أقوياء وما استجهد من المسلمين إلا رجل واحد فانتصر المسلمين وحميدوا الله وسبية النساء والأطفال وأخذوا المسلمين الغنائم وقتلوا كل المقاتلة من الرجال أخذوهم وقتلوهم كلهم وما بقي أحد منهم تقول بره بنت الحارث قبل أن كنت أشوف المسلمين متوحشين ما كنت أرى في قلوبهم رحمة يوم سبينا من المسلمين ما كنت أراهم مثل ما رأيتهم في الحرب ليسوا كما كنت أرى فعلمت تماما أنه الرحب ألقي في قلوبنا من الله تعالى وبعد المعركة اشتد العطش بالمسلمين وكانوا يشربون من هذه الماء اللي عند خيام اللي اسمها المريسية فكان بعضهم يتنازع عشان يشرب وهم على الماء تدافع واحد مع الأنصار مع واحد من المهاجرين اسمها الجهجاح وهم يتضاربون صاح واحد من الأنصار يا معشر الأنصار فزعتكم في الجهجاح يوم شاف الأمر زي كده صاح في المهاجرين يا معشر المهاجرين فزعتكم فقامت الفتنة بين المهاجرين والأنصار على هذا الماء بس أول ما سمع عبد الله بن أبي بن سلون صياح الجهجاح يستفزع بالمهاجرين اشتد الغضب فيه فكان يحس بأنه متفضل على المهاجرين انفجر بكلام كان بيدفع دمه ثمنا لهذه الحروف اللي نطق بها فقال أقد فعلوها قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما عدونا وجلابي بقريش موحنا اللي اعتدينا عليهم فكما قال القائل سم من كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجنا الأعز من الأذل سكت بعيونه مليانا غضب وحد على الإسلام بس كسر صمته قال هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم بس كان بينهم فتاة يسمع هذا الكلام كله كان اسمه زيد بن الأرقم انطلق على طول للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بكل اللي سمعه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فغضب عمر بن الخطاب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مر به عباده بن بشر فليقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لا ولكن آذن بالرحيل الحين يلا نمشي ما نستنى في مكاننا هذا ولا نريح في هذا المكان وصل على طول الخبر لعبد الله بن أبي فراح على طول للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله والله ما نطقت بحرف من اللي قال له الفتاة أبدا ما قلته وكان عبد الله بن أبي من أشراف وعظماء الخزرج يعني من كبار فقاله الخزرج يا رسول الله عسى أن يكون الغلام أوهما في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجال ممكن الولد سمع غلط يعني أو فهم الرجال غلط تعرف الأولاد عادة ما يفهمون كويس ساكت النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالرحيل أمرهم بأنهم يمشون في هذه اللحظة مع أنهم تعبانين وكان وقتها الجيش دوب خلص دوبهم خلصوا من القتال المفروض يريحون شوية لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنهم يمشون في ذاك الوقت فحرك الجيش وبدوا يمشون بس قابل النبي صلى الله عليه وسلم أسيد بن الحضير اللي قد سوينا عنه مقطع قبل كذا فقال يا رسول الله لقد رحت في ساعة مبكرة ما كنت تروح فيها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما بلغ كما قال صاحبك فقال أسيد وأي صاحب يا رسول الله قال عبد الله بن أبي قال أسيد وما قال يا رسول الله قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل فقال أسيد فأنت يا رسول الله تخرجه إن شئت هو والله الضليل وأنت العزيز ثم قال يا رسول الله أرفق به والله إنك يوم أنك جيت يا رسول الله إلى المدينة إن كنا نجاهز لها الحكم كان هو بحكم فإنه ليرى أنك قد استلبته ملك ألمهم إن سكت النبي صلى الله عليه وسلم ومشى مشى كل النهار ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش كل النهار وهم يمشون وجاء الليل فكروا الصحابة إنهم بيوقفون يريحون شويتين خلاص تعبوا بس ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ومشابهم حتى الليل مع إنهم تعبانين من القتال فمشوا الليل حتى أصبح الصبح واشتدد الشمس في السماء فوقف النبي صلى الله عليه وسلم واستراحوا في هذا كل وقت فما في أحد بقي صاح ولا أحد قال حرف تماما الكل حط راسه على الأرض ونام مباشرة وكان هذا اللي يبغاه النبي صلى الله عليه وسلم فمن حكمته عرف بأنهم لو ريحوا واستراحوا ومشوا هم ريحين حصلت الفتنة وبدأ الكلام يزيد وبدأ المهاجرين والأنصار يتمشكلون أكثر وأكثر فما شابهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعبوا وناموا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد ما شبعوا من النوم وقام كل واحد يقضي حاجته في الخلاة أو من أكل وماء وركبوا على الرحال ومشوا مشوا الجيش ومعهم السبايا متوجهين إلى المدينة مروا بعواصف رملية ومصائف الطريق الين وصلوا إلى المدينة بس أول ما وصلوا إلى المدينة اكتشفوا بأن زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي موجودة عائشة رضي الله عنها مختفية تماما فقاموا يدوروا لها في كل مكان ما لقيوها بحثوا لها في كل مكان بس ما لقيوا لها أثر تماما زي ما قلنا في القصة اللي راحت خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال بني المصطلح قبيلة كذا قررت في يوم الأيام أنها تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وتهجم على المسلمين في المدينة فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان النصر حليف المسلمين ووقتها أسر الكثير من مشركين بني المصطلح واللي تم تصفيتهم كله قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كله وسبية النساء وكان منهم بنت اسمها ضرة بنت الحارث والحارث هذا كان سيد بني المصطلح بعد انتصار المسلمين في هذه المحوق قامت فتنة كبيرة بسبب واحد من المنافقين اسمه عبد الله بن أبي بن سلول واللي يعتبر رأس المنافقين قوم هذه الفتنة بين الأنصار والمهاجرين بس كان فيه إذن للنبي صلى الله عليه وسلم سمع كل الكلام اللي قاله عبد الله بن أبي بن سلول ونقله للنبي صلى الله عليه وسلم بالحرف كان شاب اسمه زيد بن الأرقم بس إن عبد الله بن أبي بن سلول أنكر كل شيء وقال لزيد بن الأرقم شيك على إذنك إذا كانت صماء ولا لا لأن اللي قلت كله خطأ وهذا الشيء أنا ما قلته جحد كل اللي قاله قدام النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا مع عبد الله بن أبي الكثير من قومه التفاصيل كلها بتلقاه في القصة اللي راهية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل مباشرة من دون أي تراية ومشى النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وأم سلمه والجيش كامل والسبايا كانوا مع الجيش ومشوا الليل والنهار من دون أي تراية وكانوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة على بعيرة في غرفة صغيرة تسمى بالهودج والهودج هذا زي الغرفة الصغيرة تكون فوق البعيرة دائما النساء تركب في هذا الهودج وكانت عائشة رضي الله عنها في الهودج حقها كانت تناظر في قلادة كانت لابستها قلادة كانت غالية على قل تمسك هذه القلادة وتتفقدها وهذه القلادة كانت من اليمن جت لها هدية من أمها قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم كان لها ذكريات جميلة وغالية جدا في قلب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المهم إن مشابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلين خلاص تعبوا تعب شديد الجيش كامل مرهق تماما لأن مشابهم مباشرة من دون أي توقف تخيل إنك تدخل في معركة شديدة تنتصر في هذه المعركة يعني بدلت جوت كبير ومن بعدها تمشي 24 ساعة من دون أي توقف يعني الأمر جدا كان صعب عليهم بس أول ما وقف بهم النبي صلى الله عليه وسلم ناموا المهاجرين والأنصار تماما طاحوا نايمين ناموا كلهم نومة تعب فكانوا للأنصار ولا المهاجرين فيهم حيل إنهم يتمشكلون كل واحد حط راسه هنا بس يوم أدلج الليل واشتدت ظلمته إذا بي منادي ينادي للرحيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن الجيش يصحى ويمشون في الليل في الصحي يوم كل واحد قام يقضي حاجتها وكان من اللي قضوا حاجتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نزلت من الهودج حقها وراحت تقضي حاجتها يوم خلاص خلصوا من قضاء حاجاتهم ورجعت عائشة رضي الله عنها وركبت هذا الهودج مسكت على رقبتها واكتشفت بأن القلادة الغالية على قلبها اختفت تماما وكأن في أحد انتشل منها القلادة المهم إنهم رفعوا الصحابة هودج عائشة رضي الله عنها ومشوا الجيش كامل مشوا في الصحراء وتعمقوا فيها وهم ماشيين إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يظهر عليه التعب يبدأ جبينه يتعرق وبدأ النبي يسمع أصوات مثل صلصلة الجرس وضرب الحديد في بعض فكانت هذه هي أصوات الوحي فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصوات الوحي أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشد علم وكانوا اللي قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون مثل دوي النحل مثل دوي النحل الله أعلم إش هذا الصوت فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنها إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل بس أمام الجميع إلا وناقة النبي صلى الله عليه وسلم بدت تضرب بجيرانها إلى الأرض يعني تنزل الناقة عنقها إلى الأرض بعدها قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بإذن الشاب زيد بن الأرقم اللي نقل خبر فتنة المهاجرين والأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول زيد بن الأرقم فأخذ بإذني وأنا على راحلتي حتى ارتفعت من مقعدي ويرفعها إلى السماء وهو يقول وفت إذنك يغلى وصدق الله حديثك لأن زيد بن الأرقم أنكروا حديث كله لكن الله سبحانه وتعالى أثبت كلام زيد بن الأرقم قال الله سبحانه وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يعني فضح الله سبحانه وتعالى كلام عبد الله بن أبي وصار معروف بأنه رأس النفاق كان ما باقي شيء على المدينة خلاص بيوصلوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يمشي ببعير زوجات مرة ببعير أم سلمة ومرة ببعير عائشة يمسك البعير ويمشي بها عشان يعدل بين الزوجتين وهو على هذا الحال يمشي ببعير زوجاته إن صدموا برياح وعاصفة رملية عاصفة رملية قوية كانت شديدة جدا بس بعد ما انتهت هذه العاصفة إلا وناقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مي موجودة أبدا القصوى ناقت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر من أسرع النياج يعني كانت غالية جدا عند المسلمين فبدوا يدوروا لها في كل مكان يمين ويسار ما لقياوها تماما فكان من اللي خرجوه ثلاثة من الأنصار وكان معهم واحد اسمه زيد بن اللصد فكان زيد بن اللصد هذا مشكوك في أمرها وهم يدورون قال زيد هذا لباقي الصحابة وش قاعد نسوي أين يذهب هؤلاء في كل وجه قالوا لها الصحابة ندور ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعث فقال زيد أفلا يخبروا الله بمكان ناقته انصدموا باقي الصحابة وطالعوا فيه ده في حقل هذا هانجن ايش ده الكلام ده منافق اللي طلع معنا ولا ايش فقالوا مجنون أنت مختل عقليا قاتلك الله يا عدو الله نافقت يا عدو الله ثم أقبل عليه واحد من الصحابة فقال يوافق على فعلتي هذه كان أدخلت هذا الرمح في بطنك وأخرجته من الجهة الثانية يا عدو الله ليش خرجت معنا وهذا في نفسك قال خرجت لأطلب من عرض الدنيا ولا عمري أن محمدا لا يخبرونا بأعظم من شأن الناقة يخبرونا عن أمر السماء والملائكة والجنة والنار أفلا يخبرونا أين ذهبت هذه الناقة طالعوا الصحابة في بعض هذا خلاص منافق تعال فقاموا كلهم يضربون بكل ما يملكون من قول يضربونه ضرب قوي فكان يحاول يشرد منهم ويفتك حاول وحاول إلين قدر ويفتك وأخر فقالوا والله لا نمشي معك في سبيل أبدا يا عدو الله ولا يظلنا وإياك ذل أبدا انقلع والله لو علمنا ما في نفسك يا خسيس ما صاحبتنا ساعة من نهر انقلع قلعك الله حرب من عندهم وشرد إلين وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم واحتمى بالنبي يعني يا عدو الله فوق إنك منافق وقلت الكلام هذا في النبي صلى الله عليه وسلم تحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أقبح النفاق صدقي بس أنصدم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافق يسمع إن رجلا من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله وقال ألا يخبره الله بمكانها فلا عمري أن محمدا ليخبرنا بأعظمة من شأننا نقل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بالنص وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَلَا يَعْلَمُوا الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَخْبَرَنِي بِمَكَانِهَا وإنها في هذا الشعب مقابلكم قد تعلق زمامها بشجرة فراحوا الصحابة لهذا الشعب المقابل لهم وفعليا لقوا زمامها معلق بشجرة هذا حصل كلها أمام عيون هذا المنافق فراجعوا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم انصدم هذا المنافق من اللي شافه فراجع لللي كان معهم اللي ضربوه من الصحابة من الأنصار راح لهم يركض بأشد سرعتها أول ما وصل لهم لقي ناقته منبوذة وكل أغراضه وأكله مرميه في الرمال في الصحراء قذ نبذوا كل شي معهم له فأول ما شافوه الصحابة جاي من بعيد قفوا بروسهم ما يبون حتى يشوفونها يعني حاولوا يصدون عنها بس يوم زودها وقرب أكثر صاحوا عليه لا تدنوا منها انقلع حناك بعيد فقال لهم اصبروا يا جماعة الخير خلوني أفهمكم إش اللي حصل في شي صادمني تكفون أبغى بس أتأكد من الخبر منكم سمح حوله فقال لهم أستحلفكم بالله هل أتى أحد منكم محمدا فأخبره بالذي قلت قالوا لا والله ما تحركنا من مجلسنا هذا فقال هذا المنافق فإني قد وجدت عند القوم ما تكلمت به وتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الجميع مستحيل يكون صدفة كل اللي قلت لكم بالحرف علم به رسول الله ومو كده بس علمها الله بمكان ناقته والله إني كنت في شك من محمد كنت في شك عظيم من شأن محمد وإني لأشهد أنه رسول الله والله يا جماعة الخير إن كإن دو بي أسلمت قالوا له الحمد لله لموا معها أغراضه وناقته وقالوا له روح لرسول الله يستغفر لك الله فراح للنبي واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك الجيش كامل ووصل إلى المدينة وبدوا ينزلون البضائع ويحطون الأسلحة ويوزعون السبايا من النساء وكانت بنت الحارث بره هذه اللي حلمت بالحلم هذا كانت من نصيب صحابي اسمه ثابت ابن قيس رضي الله عنه بس بره كانت لازالت تفكر بالحلم اللي حلمتها وإش تفسير هذا الحلم إلا ومنادي ينادي هودج عائشة فاضي أين عائشة وجدوا هودج عائشة رضي الله عنها فاضي وعائشة مي موجودة ومختفية فقاموا الجيش كله يدور عن عائشة يدورون في كل مكان بس بعد فترة قصيرة من البحث إلا وهم يشوفون بعير مقبل من بعيد إلا هو صحابي اسمه صفوان ابن معطل يقود هذا البعير ومع عائشة رضي الله عنها في هنا عائشة رضي الله عنها تحكي بالتفصيل إش اللي حصل لها بالضبط في طريقها فتقول كنا زمان خفاف كانوا النساء زمان خفاف ما نأكل كثير وإجسامنا خفيفة في يوم نادى المنادي بالرحيل وقاموا أغلب القوم يقضي حاجته قمت وقضيت حاجتي زي البقية بس يوم دخلت الهودج التمست في عنقي العقد اللي كان معي فلم أجده القلادة اللي كانت في رقبتي اختفت تمام نزلت من هذا الهودج وفكرت أن الجيش ما بيتحرك إلا بي لو أجلس شهور كامل لو أجلس ستة شهور أبحث عن هذا العقد ما بيتحرك الجيش إلا بي يعني كنت ما أخذ راحتي فروحت أدور القلادة حقتي في كل مكان دورت لها في الطريق اللي مشيت منه بس ما لقيتها فقلت أدور لها عند المكان اللي قضيت حاجتي فروحت فلقيت فعليا القلادة في مكان قضاء حاجتي وطلع إنسل من عنقي وأنا أقضي حاجتي فأخذت القلادة هذه ورجعت مسرعها إلى الجيش بس أول ما رجعت للجيش انصدمت بأنه لا جيش ولا هودج ولا بعير ولا أي أحد وليس فيه هداع ولا مجيد ولا أسمع صوتا ولا زحرا يعني الجيش قد تعمق في الصحراء كلهم راحوا فمن خفت عائشة رضي الله عنها كانوا يفكرون أن عائشة رضي الله عنها في الهودج رفعوا الهودج وما لاحظوا أن الهودج خفيف من خف عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة أكيد أنهم بيمشون شويتين ويفقدوني ويرجعون لي بس المشكلة أن عائشة رضي الله عنها كانت قبل لا تتكلم إذا كانت في الهودج من عاداتها إنها ما ترد على أي أحد أبدا وهجاجها في الهودج إذا أحد كلمها غير النبي صلى الله عليه وسلم تكون زاكتها فكان الأمر أصعب مما كانت تتخيل عائشة رضي الله عنها بس الله سبحانه وتعالى أنزل في قلبها الطمأنية حتى إنها بدت تنعز في مكانها فتقول فألتفعوا بثوبي والطجحت وعلمتوا أني إن فقدوني رجعوا إلي نمت نوم عمير وفي ذاك الوقت كان في صحابي مشهور بأنه نوم عمير ونومه ثقيل شويتين يتأخر في النوم عادة كان هذا الصحابي اسمه صفوان بن المعضب وقيل بأنه هو الشخص اللي يتأخر دائما عن القافلة عشان إذا طاح منهم شيء يلم معها في الطريق يعني القافلة تمشي قدام وواحد وراء يلم الأشياء اللي طيحها القافلة المهم أنه يقول صفوان كنت ألحق بالجيش بس وأنا ألحق بالجيش شفت سواد إنسان بمنطقة فقربت فإذا بها أم المؤمنين عائشة تقول عائشة رضي الله عنها وأنا متلفعة استيقظت باسترجاعي رجل رجل يقول إنا لله وإنا إليه رجل فتحت عيوني فائدة بصفوان وكان صفوان قد شافني قبل ما يفرض علينا الغطاء غطاء الوجه تقول خمرت وجهي بملحة يعني غطيت وجهي بملحة ونزل صفوان بعيرة عشان تركبها تقول عائشة رضي الله عنها فوالله ما كلمني كلمة غير أني سمعت استرجاعه حين أنخ بعيرة فقط فركبت معه والحقنا بالجيش ونقطع الطريق والصحراء حتى وصلنا إلى المدينة تقول عائشة رضي الله عنها أول ما وصلت من السفر ومن تعب السفر وشدة السفر مرضت مرض شديد مرضت مرض غير طبيعي فكنت إذا اشتكيت من مرض كان النبي صلى الله عليه وسلم يلطف بي ويرحمني ويجلس عندي عادة بس هذه المرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متغيير مو بأسلوب اللي دائما أعرف فكان مع مرضي شديد يدخل علي فيسلم ويقول كيفتيكم يعني حتى ما يقول اسمها يقول كيفتيكم كيفتيكم رسول الله ما كان يعاملني كده إيش اللي جالس يصير النبي صلى الله عليه وسلم متغيير عليه والمدينة كلها فيها حاجة بس الغريب إن أبوي ما قالوا لي شيء وكانت معاملتهم معايا عادية تمام بس النبي صلى الله عليه وسلم متغيير مو بهو اللي أنا أعرف تقول عائشة رضي الله عنها كنا قوما عربا لا نعرف الوضوء في البيوت يعني ما كان في حمامات في البيوت كنا نعافها ونقضروحها فالعرب زمان ما كانت في بيوتهم حمامات تماما مناطق في الليل يروحوا لها النساء عشان يقضون حاجاتهم فيها فذهبت ليلا ومعي امرأة تونس كان اسمها أم مصطح وكانت أم مصطح هذه متلفعة بمراطها متلفلفة في زي اللحاف كان اللحاف هذا طويل وهي في الطريق دعست على طرف اللحاف هذا وطاحت فأول ما تعركست وطاحت دعت على ولدها ولدها كان اسمها مصطح فقالت تعسى مصطح تقول عائشة استغربت أمرها فقلت بئس لأمر الله ما قلت تقولين هذا لرجل من أهل بدر ومصطح حضر معركة بدر فردت عليها أم مصطح قالت ما تدرين إش قال ولدي عنك وقد تكلم فيك وقال لللي قاله تقول عائشة قلت ماذا تقولين فقالت إن أهل المدينة كلهم يتكلمون في عرضك ويتكلمون في شرفك ويعتقدون بأن مجيئك مع صفوان كان بسبب شيء فعلتموه سواء حاشاها رضي الله عنها أم المؤمنين تقول كنت أبا أقضي حاجتي بس من الصدمة اللي واجهتني خلاص ما قدرت حتى أروح أقضي حاجتي ذهب عني كل ما كنت أجدها وطحت في فراشي مريضة مرض أشد مما كان بي فاجتمع علي الحزن والهم والمرض والوحدة تقول فما زلت أبكي ليلي ويومي ما وقفت من البكاء طول يومي وأنا أبكي بس كانت عائشة رضي الله عنها مستنكرة سكوت أبوها والله كيف خبر مثل هذا يطلح ولا يقولولي في يوم من الأيام دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وقال كيف أتيكم فردت عائشة رضي الله عنها السلام وقالت ائذن لي أذهب إلى أبوها أبوها أروح لأمي وأبوها وافق النبي صلى الله عليه وسلم وأدل لها أنها تروح لأمها وأبوها فلمت نفسها وأخذت اللي تقدر عليه واتجهت لبيت أبوها أبو بكر دخلت عليهم البيت وأول ما شافت شافت أمها فقالت عائشة يغفر الله لك تحدث الناس بما تحدثوا به وذكروا ما ذكروا ولا تذكرين لي من ذلك شيء فقالت أمها يا بنيا اخفضي عليك الشأن حوني عليك واجلس فوالله ما كانت جارية حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها القالة ما في بنت في مثل حالك إلا وكثر عليها الكلام أسوني عليك أسوني عليك كينة تأكدت عائشة رضي الله عنها اللي إن قال كله صحيح فقالت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا كله تقول فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرق لي دمع ولا أكتحل بنوم ما قدرت تنام من شدة التعب والحزن عبد الله بن أبي بن سلول بدأ يتطاول في كلامه على أم المؤمنين وبدأ ينشر الإشاعات بكل مكان وأذنابه من المنافقين ينشرون الإشاعات في كل مكان وفي كل بيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهموم ومكروب كرب عظيم وقد وصل عبد الله بن أبي من الأدى للنبي صلى الله عليه وسلم وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل والقذف من المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم ولعائشة من كل مكان فراح النبي صلى الله عليه وسلم لمولات عائشة يسألها عن عائشة لأنها كانت قريبة جدا لعائشة كان اسمها بوريرة كانت دائما مع عائشة وتعرف عائشة مصبوط فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا بوريرة أي أمرأة تعلمين عائشة قالت بريرة هي أطيب من طيب الذهب والله هي أطيب من طيب الذهب يا رسول الله والله ما أعلم عليها إلا خيرا والله يا رسول الله لإن كانت على غير ذلك لا يخبرنك الله عز وجل بذلك بس عشان أكون صادقة يا رسول الله عندها شيء واحد بس إنها ترقد عن العجين وتنسى منها تنسى من العجين حتى تأتي الشاه فتأكل عجينها فوالله إني قد حذرتها أكثر مرة من هذا الشيء بس عشان أكون صادقة معك أطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم بس يبغى يتأكد أكثر وأكثر فراح وسأل زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنة وكان بين زينب وعائشة رضي الله عنها غيرة لأن ما كان في أحد ينافس عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا زينب فكانت الغيرة بين زينب وعائشة كبيرة بس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا زينب ماذا علمتي على عائشة؟ قالت زينب يا رسول الله حاشة سمعي وبصري ما علمت عليها إلا خيرا والله ما أكلمها وإني هاجرتها ولكني والله ما كنت أقول إلا الحق اطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم بس عبد الله بن أبي قذفه ما وقف وأذنابه ما وقفوا الكلام أبدا فكان شغال من أول شب الفتنة بين المهاجرين والأنصار والحين مبسوط في الكلام اللي طلع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف إنه يقذف من كل مكان فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وبعدها قال من يعدرني ممن يؤذيني في أهلي يقصد بها عبد الله بن أبي بن سلو لأن زودها مرة وكلاما زاد عن حدها وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون لرجل والله ما علمت على ذلك الرجل إلا خيرا يقصد صفوان رضي الله عنها اللي جات عائشة رضي الله عنها معه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدخل بيتا من بيوتي إلا معي ويقولون عليه غير الحق قام واحد من الأوس وقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إيكم من الأوس آتيك برأسه وإيكم من أخواننا من الخزرج فمرنا بأمري كنمضي لك عبد الله بن أبي كان من كبار الخزرج كان خزرجي وكلمة الأوسي دي ما أعجبت الخزرج أبدا خاصة أن الأوس والخزرج كان بينهم حرب وعداوة شديدة قبل الإسلام فقام واحد من الخزرج وقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنه من الخزرج ولو كان من الأوس ما قلت ذلك ولكن باقي في قلبك العداوة اللي كانت بيننا وبينكم في الجاهلية وقد مح الله ذلك كل هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكأن الشيطان دخل بين الصحابة فقام الأوسي وقال كذبت والله لنقتلنه وأنفك راغم فإنك منافق تجادل على المنافقين والله لو نعلم ما يهوى رسول الله ذلك في قوم مننا ما غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه حتى آتيه برأسه ولكنه لا أدري ما يهوى رسول الله شبت الفتنة بين الصحابة كلهم والنبي على المنبر وبذل الأوس والخزرج ينفصلون عن بعضهم وكل واحد ينحاز إلى قبيلته والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بينه فقام الخزرجي وقال تأبونا يا آل أوس إلا أن تعودوا للعداوة اللي كانت بيننا في الجاهلية والله ما لكم بدكرها حاجة لا تستطيعون علينا وإنكم لتعرفون لمن كانت الغلبة في معركة بعاث وقد مح الله بالإسلام ذلك كله فقام الأوسي وقال بس أنك تعرف من غلب يومها يا خزرجي كانت الغلبة للأوس فبدت الفتنة تصعد بينهم صعود كبير والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على منبرة وبدوا يصطفون للقتح وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبرة فجأة إلا وصوت سيف يخرج من غمدة وصياحة في صفوف الخزرج ألين هنا وصلنا لنهاية مقطع اليوم إذا فعليا شفت المقطع كامل لهذه اللحظة أنا أشكرك من أعماق قلبي وأتمنى تكتب لي في الكومنت تحت الحمد لله ربي العالمي عشان أعرف أنك كملت المقطع كامل نشوفكم إن شاء الله الجمعة الجاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جدك الغيث إذا الغيث همى يا زمال الوصل بالأنهلسي أما طينا نبتل الخير وما نامت العين عند الغنسي ترجمة نانسي قنقر